السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في حلقة جديدة من البودكاست. النهاردة الضيف هو المهندس سلاش الكاتب سلاش اليوتيوبر او اليوتيوبر الاول وبعدين الكاتب والجيمر والستريمر و هنقدم معا ان شاء الله النهاردة بودكاست سيء للغاية مع يحيى عزامة ويايا. خلي ما انتهيب العنوان صح؟ أكيد هتخليه هذا العنوان. ازاك يا يحيى. انا زي الفل. ازاك و ازاك احوالك. او الله انا كويس طول ما انته كويس. يعني انا كنت هاجي بتشيرت بتاع ازايك و ازاي معيزك على فكرة بس. انا بحبش المقدمة دي. خلاص انا قلت يا جماعة البوزيد ان انا هغيرها خليها ازايك و ازاي حبيبك طمني عليك وعلى نسايبك. هلوة دي ضريفة انك مقدم على الجواز اصلا. يعني اقول يا رب. اه اقول يا رب. اخبرك ايه. انا الحمد لله ازاي الفل. انا امسو جدا بالحلقة دي. وفي حاجة غريبة ردود افعال متضربة لما جينا نتكلم عن البودكاست اللي هو في لك ناس بتحبك جدا وياه واخيرا. وليك ناس بتكرهك او شايفة عكس كده تماما. تخيل ده ليه. بص هو ايه خلينا اقول الحاجة. هو ما بحبش كلمة بتكرهك دي. ماشي انا ممكن نقول في ناس النقيد وده انا متفهمه. وممكن يكون عارفني في وقت انا فعلا كنت فيه كنت اطالع بسرعة سيئة. يعني انا فاكر الفترة بتاعت 2019. مش بنكرها يعني مش بتنصل منها واقول ايه ده. بس انا عارف ان دي مش افضل طريقة الواحد يقدم بيها نفسه. وانها جت بمجرد او جت من من قلب اليأس فقط لغير. انا كنت قعدت فترة عمال جيمينج واطلعها لعب. وبالتلاتين حلقة تلاتاشر فيو خمستاشر فيو ستاشر فيو. وكلهم على فكرة من ثلاثة اربعة اخوات صحابي. بيعيدوا الفيديو. اه. والفيديو عشان بيقومدوتو 40 دقيقة فهو ما بسرقش عليه مرة واحدة. على ما يقوم ويرجع تكون بتاع رفريشت او خرج برا اليوتيوب. ورجع تاني بيعيد فادر تحسب مشاهدة تانية. فانت قاعد قبل رمضان متضايق شفت فيديو لشخص معين طالع عمال يتكلم باسلوب عفرة البني ادم. فانت قلت يالله بقولك ايه يالله نطلع نتريق على الناس دي. فالتريقة على الناس دي. طبعا انا ما ادركتش غير بعد سنة كاملة. لما عدت بقى الوحدي ان الفترة دي. اه انا عرفت انا ليت شهرت قوي في الفترة دي. فكان الموضوع صعب واظم. يعني اسمح لي بس احكي حاجة بسيطة للناس. انطلق. انا عارف انك يعني. انا رغاي. انا بص. يعني ما اقولكش. انا شلت الدقن صحيح بس ما زلت نفس الشخص. هو يحي يا جماعة. انا والله يا شباب. شلها مكهورا يعني. هحكي لكم شلتها ليه بس بعدين يعني. الفكرة في اي رجالة. احنا عاملين عندنا في القناة بودكاست. كلام جميل كلام معقول ما اقدرش اقول حاجة عنه. الاسم قصير شوية اوكي مش مشكلة. المهم احنا عاملين البودكاست ده. فانا كنت بتكلم. بتناقش مع خالد بقوله يا خالد عايزين نستضيف حد حلو بتاعه كويس. ويكون ايه متسامح يعني. فكان الاول فيه بقى مشروع ان هنجيب محمد عاصمات وهاني مش عارف. وكان عاملين لستة كده من ثمان افراد. فلاقيت خالد بيقول لي ايه. مش عايز تجيب اه اكلم لك احمد ابو زيد. قلت له احمد ابو زيد مين. قال لي احمد ابو زيد. قلت له يا عم ما ما تهزرش. احنا ايه وايه وانت فين والحب فين. ظلموا ليه دايما معاك. قال لي ده انت لو حبيت يومين. قال لي انا اعرف واحد صاحبي. اه بكلمان جد. قال لي واحد صاحبي يعني على معرفة شخصية بيه اخليه تكلمه. قلت له ما بداش علشان خاطر. الناس الحلوة في اليوتيوب ما بتحبنيش. ليه. علشان الصورة القديمة. اللي انا متأكد انها ما تتحبش من صانع محتوى اخر. تعرف تتحب مين تتحب ايه ورا الكواليس. اللي هو اه اه ده في التاريخ على الناس اللي احنا ما بنحبهاش يسط. طب انا ممكن بقى. اللي خليك وانت بتتفرج تقول. طب ده معناه ان هو ممكن يحطني في دماغ ويطلع التاريخ على شكلي. ما هي كده. يعني انا حدتك انت بطلع كل مرة. يا جماعة احنا بننتقد المحتوى. محتوى ايه انا مسكت واحد. لا لا انتوقش وانتقد المحتوى خالص. محتوى مين ده انا فيه واحد مسكته. والله العظيم ثلاثة. كان ليه حق يرفع عليه قضايا. تترفع عليك قضايا. اه اترفع والحمد لله كلها خلصت. اترفع وتبهدلت وحاجات اتناسحت وحاجات راحت وحاجات جتوى يعني. يعني اللي لا كلها بسبب الفيديوهات القديمة اللي كان فيها انتقاد للناس. لا ما كانش انتقاد ده كان فعليا. اللي تأدب. اه. لا ده انا اتذكر كمان بعدها بفترة بسيطة. المهم يعني انا عايز اقولك انا ازاي جيت على الكرسي الذي لم يجلس عليه الا العظماء. عارف انت ناقص واحد بس وتبقى قفلت اللعبة من وجهة نظري. دكتور محمد حسام خبر. اه والله ايه. الرجل ده انا عايزه. كتاب بتاعه هنا على فكرة. اه. رائد الاعمال انسايد اوت. الرجل ده. في كتب كتير هنا على فكرة انا وانت مشتركين فيها. اه. هنتكلم في الحتة دي بعدين. المهم فقلت الخالد ايه. اه. ما بلاشي عم عشان خاطر. يعني ما ينفعش وبتاعه. بعدين الرجل اظن يعني ان هو مش قاعد في القاهرة ومش هيدرب لي مشوار. راح مكلم صديقه ده. صديقه قال له. ده فرح جدا لما قلت له يا حي عزام. وقال طبعا ده ايه. ده احنا يا باشا ده احنا نحب. قلت. ازاي يا جدعين ما يعني. حتى انا كنت قاعد مع وقتاك وكنا في اسكندرية عند فاهمي. واحنا بنصور عند فاهمي. خارج من الحمام والله لسه يدوب بقى صواحي وهصلي الظهر. فبيقول لي احمد ابو زيد وافق. قلت له احمد ابو زيد مين. نفس البصة دي بس بدقن بقى. كده بقى. إحنا بو زيد مين. قلت له. والله العظيم. قال لي اه ده عايز يعمل معك بودكاست عنده لأنه هو عمل بودكاست. وبتقول لأ انا عارف ان هو عمل بودكاست. ولما قلت الفاهمي فاهمي قال لي. والله العظيم. دي حاجة سعيدة جدا وانت ترجع بقى وتكر كل البودكاستات اللي هو عملها. ما Barnroat بسيت. يا عم ده جايب ان اتاولة يا عم. انا ما اتكلمش هنا من فرق السن. اه انا ممكن اكون تاني او تالت اكبر واحد قاعد هنا بس هي مش بالسن خلص هي فعليا بالمعلمة انت جايب معلمين انت جايب معلمين محمو سمعيل مدام المعلمين من صماعية اليوتيوب ممدوح نصر الله مدام المعلمين معلمين الكورة مين تاني الراجل اللي باش مهندس او الدكتور اللي راح درس في المانيا دكتور رمزي دكتور رمزي ورجع من المانيا علشان خاطر الدنيا هناك مش متزبطة خالص مع قيامنا ومبادئنا ده محمد ابو سريع برضو لا انا بتكلم على رمزي مزيد في المانيا انا بتكلم على مش مهندس ابو سريع ابو سريع برغامر مبارمت لا يا عم دول عتولة يا عبا ده ايه ده احنا بنتكلم ازاي فان انا قاعد هنا فجيت بعد كده اشوف قلت يا رب بس ايه يسهل الدنيا فيجيب حد ايه يعني حد في النص كده يعني حنايا مثلا قبل ما يكلمني لقيته بيقول بص انا ايه انا عامل حساب ايحي ان شاء الله ان انا ايه هكلمك تيجي بعد حلقة صبري فانا قلت اكيد مش صبري بتاع ست البنات لان انا التريقة على صبري صبري بتاع ست بنات ده رجل كاتب وبتاع ما عرفوش انا من مصلحتك يعني من صحتك الانجابية والنفسي بس لسه برضو بيت تريقة على الناس لا بس ده بجد يعني ده مش دمت الشخص فجيت شفت الحلقة ايه ده بيتكلم على ديلي صبري يا جميع احمد صبري تنين من تنين السوشيال ميديا في مصر اقل ريل بمليون مشي مش بالفيوز طب تيجي تسمع الرجل وهو بيتكلم يا جماعة يا عم الرجل اللي عارف بدل اللغة اربعة ورح هنا وجيه هنا فانا انا على الله انا روحت فين اه انا على الله خالص فاللي هو بقول ايه ولما اجي اسمع بقى كل واحد احد بيتكلم انا لما عملت كذا وكنت بطلع نار مدوني في المانيا بعد كده روحت كفر ازايات طلعت نار من بقي بعد كده سفرت ودرست كذا ودرست كذا وانا في الاساس اصلا جامد جدا في الدراسة ومعادي الدنيا يا عم صباح الفل انا جاي اعمل ايه هنا انت خلينا اقولك انت جاي دايه انت جاي عشان الاجابة على اهم سؤال في البودكاست كله اه وهي قصة ما حصلتش ايه ايه دعكة دي قصة ما حصلتش ومش لازم تعرف قصة مش مهم تسمعها اه مش مهم تسمعها اه حصلت اللي ما حصلتش حصلت كل القصص بس ما حصلتش لا احنا احنا جينا هزر طيب خلينا اقولهلك بطريقة تانية انا النهاردة جيت قابل لابو زيد صح ماش ده حصل ماشي حلو اه بس وانا ماشي من عند ابو زيد ايت كعبالت اه وانا معدي كده وروحت ايه رامي زلطة في الترعة اه ده ما حصلتش اه يعني شوية من هنا على شوية من هنا يعني بس حاجة حقيقية بنات عرب خيال الكاتب خليني اقول لك ايه برضو واصلة بسيطة صغنانة كده اقول وانا ماشي في الشارع مثلا عمود نور وقع بس ما جاش فيك عشان ربنا سطر ادبيا ماينفعش تقول ربنا سطر ادبيا عشان القصة تكون صح ماينفعش تقول ربنا سطر لازم تقول ان انت سمعت صوتها راح تراجع خطوة الوراء عشان اتخضيت فوقعت على الارض ففي كل القصة اللي مش مهمة تسمعها في حاجة حصلت بسطر ربنا بس مفيش اي ليه اي تدخل فيها كان المحرك الاساسي لها ان ربنا سطر بس انا لازم هنا اربطها لك بحاجة الضمها لك بحيث ان اللي بيسمع ما يقولش يا عم هو ايه اللي ربنا سطر ماشي ربنا كبير ربنا فوق كل حاجة بس يعني انا عايز حاجة افهمها عايز حاجة اصدقها ففي القصص هتلاقي ان كل حاجة زي الفل بس عارف انت في وصلة كده ما بين حدث وحدث دي ما حصلتش يعني ادي لك مثال ملموس ورغم ان انا ما حبش كده هبقى بحرق في قصة السوبر ماركت كل حاجة فيها بالحرف حصلت معا ده ما بقى في واحد في النص علشان عايز ازود مدة الحلقة مثلا عايز اطول عايز افرش لحاجة قدام هو انا بصراحة يعني كنت اتوقع ذلك بالضبط دائما انت بتقول كده ليا في جزء حصل وفي جزء انت برضو ايه شوية بهارات كده حطتها على القصة وفي حاجة ما ينفعش اقولها ما ينفعش اقول دي حصلت اللي خلاني متأكد ان الحاجات دي حصلت هي انا سمعت على فكرة كل القصص دي حاجة شرفة اه لا لا كنت مستمتع جدا وكنت مصدق جدا وكنت متشوق عند الحتة اللي بتقف عندها وبتاع لقيت ان في تفاصيل مشتركة يعني انت مثلا عملت قصة ثلاث قصص وبعدين قصة الخامسة مثلا فبتلاقي فيها تفصيلة من الفاكر لما كنت راجع من الفندق اللي هو كان فيه فرح الجردل بقى كان مش عارف بيوقع جيب يفتح السمك يا هم ملاشق فلاحظت ان مفيش حد بيفكر في بيبقى بادئ يحكي وهو متخيل ان في الحلقة الخامسة هجيب تفصيلة من الحلقة مش عارف اذا كنت انت فعلا كنت مخطط بالزبط الحاجات دي ما بتحصلش دي انا ما بخططش وانا بكتب القصص انا عايز اقول لك على حاجة مفيش وخالد يشهد هنا خالد حضر اول تسجيل قصة كانت انهي خالد خالد ده خلي يا رجالة يعني يعني لحمك تافي من خير بعد طبعا ربنا سبحانه وتعالى وابويا وامي وكل الناس اللي اسعدتني وقفت جنبي والمجتمع والناس هو خلي هو مش عارف مين بعد كده بس يعني خالد ده المهم شكرا يا خالد اول قصة كانت خالد حضرها لي كانت ايه شيخ الجامعة صح لا انت صورتها بس ما منتجتهاش لان الالوان بتاعتها وحشة لان انا انا اللي منتجته اه ده حقيقة خالد كان ماسك انا ليه بقى كنت عمل كده ما كنتش عايزة دي له فلوس كتير اه شهادة لله يعني انا كنت مزنوق في فلوس فعلا كنت محتاج فلوس وخالد اتوفر يعني اه فقلت له معلش يا خالد ما تمنتجهاش هم انتجها انا قال لي ليه يا صد طبعا هم انتجها لك ببلاش والله قلت له لا ما هتمنتجها يبقى هتاخد فلوس فمعلش سيبني منتجها لنفسي قال لي هتطلع وحشة قلت له عارف طب انا عني سؤال انت ازاي بتعرف تحكي القصص يعني انا بالنسبة لي مثلا عمال اسمها دايما ان اللي بيعرف يحكي ده يقدر يعمل اي حاجة حرفيا يعني فكرة ان احنا اساسا بنحب القصص احنا تقدر تبع لنا اي حاجة بالقصة فكرة ان انا لما بدأت اتعلم مثلا ديجيتال ماركتينج لقيت ان الناس بتشتري القصة بتشتري الستوري يعني يعني الناس عمر ما الامكانيات التكنيكال مثلا لأي منتج هي اللي بتبهره لا القصة ورا الموضوع كنت كنت حتى سبحان الله كورس كتابة كنت بتفرج عليه على ليندا اللي هي دلوقتي linked in learning زمان كان بتكلم على ان في ناس بتعمل جينس بس يدوي يدوي الجينس ده سعره مثلا خمس اضعاف الجينس العادي ليه بقى ليه بقى لان في ورقة كده بتيجي مع البنطلون او مع الجاكت اللي انت بتلبسه محمد اللي عمل البنطلون ده يعمل لدى كذا قصة حياته كذا الست الكبيرة اللي قاعدة في الكوخ اللي في المكان الفناني كانت بتلضم الابردية وهي على اضواء مش عارف الى ان مفيش كهربا هناك وكان بتستخدم مسالة جايبها منين او ابرة جايبها منين بس ده نعمل لابتزاز لا 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 هو ده موديل قوي جدا فكرة ان الانسان بيشعر بقيمة الشيء داني فيه ستوري خلفه يعني لين الناس دايما بتدفع مثلا فدوس في البراندز لان فيه قصة وراءا فيه شوية قيم فيه شوية حاجات وليلين الناس ماكدونالدز رغم ان ماكدونالدز يعني اسوأ اكل في الدنيا مش افضل بورجر او مش افضل يعني هو اسوأ انا كده كده ما بقولش يعني بحب انا من بعد دجاج بندق مفيش حاجة تستحق الاكل في مصر من بعد دجاج بندق كانوا بيحطوا لك فيه مخدرات او ايه مش فاهم يعني بس عشان فيه قصة برضو او الله طيب انت زي بتحب بتعرف تحكي قصة انا عايز بس احنا اصلا زفلتنا فاكر كان فيه كومنت حد كاتب بيقول يا رب بس تعرفه وتركزه في موضوع لان يحيى هيزفلت منك زي الارموت احنا فلتنا اصلا من سؤال ليه في ناس يعني اما حد بيحبك قوي اما النقلت انا عرفنا ان الناس زفلتنا يعني طيبان او عشان واخد عننا وان انا اصلا متدايق من الصورة القديمة ليا اصلا وبالتالي انا بدأت اتحرك منها واتزفلت منها واحاول اخرج منها بشكل تاتا تاتا يمكن ده بقى ايه الهروب الكبير بجد ان انا اخرج من الصورة القديمة دي لحد ما دخلت في المجال الجديد ده وده بقى اللي دخلني في الكتابة ان انا عمري ما كنت هينفع بقى كاتب وانا بطلع لساني زفر وبعمل وانا بحاول انضف لساني انا عارف يا رجالة والله ان انا اللساني سيئ اسأله خالد والله وسأله حلو الواعي الذاتي ده نوشن اه ما نعمل اه نوشن بتجرنل على نوشن اه يا نهار نخليها على جنب عشان احنا كده هربنا شوف دخل اللي جاب الان طيب خلينا نرجع تالي للسؤال ازاي تحقي قصة ازاي انت بتعرف تحقي قصة يعني هل هي موهبة هل هي مهرة تعلمتها اتولدت بها لقيت نفسك بقى جامد في حكاية القصص هقول لك وانا صغير كنت بتلطش كتير جد فهو انت بتلطش وانت عاية صغير انت مش مهتم هو انا بتلطش ليه هل لان بابا مضغوط في الشغل بسبب كذا او كذا مش هفضل بقى اتخيل بابا بيضربني ليه بسيك انت بتلطش يعني هو ايه اللي ممكن يخينيها بتلطش عشان طبق البسلة وقع من على التابلية او من على التربيزة بتلطش اللي هو بتلطش اللي هو بتلطش بتلطش اكيد دبعا مش هيلعبني رويل رمبل يعني بس بتلطش بجد فانت بقى ساعتها وانا بتضرب عشان انا ضعيف ده الخلاص ده اللي في دماغي اذا انا لابد ان انا ما بقاش ضعيف طبق اعمل ايه انا بس بدنيا زغنون خالص يعني اباين من الان اه زغنون خالص فهم يعني لكن ازاي بقى ما بقاش ضعيف دي بقى الفكر ان انا اختلق حاجة تكذب اه طبعا فمن وانا صغير وانا عندي سبع سنين انت كذب كبير من وانا صغير اه مثلا بعد المدرسة اه زوغت بدلا ما روح للبيت على طول روحت مع واحد عايز يجيب بن من البن البرازيلي اللي فيصل يعني حاجة مش بعمل جريمة يعني ما روحتش مسلا لعب كورة بعد المدرسة لأ وانا وقتها كنت في كامل خمسة بتدائية اظن فراجع فقوم جاي اجدب كنت فين اجدب اتعكشت تضرب اوكي فتبدأ بقى تدون ايه الحاجات اللي ممكن تكون مش منطقية ما هو الاب دايما هو بضربك تفاكرني عبيت عشان اسدق ان انت كذا 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 اه يعني كذا 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 دي فيها غلط تعال درسها ليه كذا 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 دي غلط هل ان انا صغير قوي بما يكفي ان انا اركب تاكسي ممكن اذا انا ما ينفعش استخدم التاكسي دي خالص ان انا لسا صغير هل ان فلان اللي انا قلت ان انا خرجت معاه ده مفيش حاجة تثبت ان انا هو صحاب ايه وعقل واقعد بقى اكتب وانا مفروض احل الواجب في كراست العربي ايه كان بقى العبطة اللي احنا بندرسه ده واه هو عبط يا رجال انا اسف يعني تجربتي التعليمية سيئة جدا وممكن تكون جميلة بالنسبالك بس هي بالنسبالي مش جميلة خالص فوصلنا للمرحلة ان انا خلاص بقى بقيت احبكها وطالما احبكها لأ طبعا تيه في مرة اللي بعدها تقول حاجة فتم جاي تتضرب فتعرف اوكي ابقعد مع قريبنا اوم جاي كتبة مثلا زي ان انا قلت لهم ان انا دخلت جمعية وخرجت منها يعني فجأة لو معي فجأة فلوس كتير وانا عاية في ستة ابتدائي انت جايب من اين يا ابني ربعمائة جنيه يعني كلام ده في ألفين وستة أو ألفين وخمسة جايب من اين ربعمائة جنيه يا لأ انت اشتغلنا لا ألفين وخمسة أو ألفين وستة معاك ربعمائة جنيه ازاي اصلا انا دخلت جمعية وخرجت منها يعني ايه دخلت جمعية وخرجت منها ما أنا أبطتها وخرجت ما أنا معرفش إيه جمعية نفسها تبتدائي ما كنتش عارف أنه ما ينفعش أن أنا أدخل جمعية وأخرج منها كان لازم أكمل الجمعية للآخر فهنا عرفت الجمعية بتمشي إزاي بالطريقة دي آه أوكي طب أن الآن يحتاج أدور على كتبة تانية بسرعة ألحق بيها الربعمية جنيه فأنت عملت إيه في ربعمية جنيه دي جبتهم منين مش أقول لحد طبعا يعني ممكن أعملها قصة مش مهمة أو مهمة بقى تسمعها في الجزء الجديد يعني ولا أنت عايزت أعرف الربعمية جنيه جمعية مش مهم خليها في فيديو الواحد هو ولا أقول لك عشان برضو الكيريوسيتي بتاع الناس بس أرجوك ما تسحبناش في قصة تانية ماشي طبق كنت بصلح عربيات سابق ولحق وتاخد فلوس من العيال كنت بشتري يعني مثلا بدأت الأول حوشته مصروفي كنت أنا دايما بجيب كيس كان ساعتها كيس الكرنشي الحراء بربع جنيه أيوة كنت بجيب كل يوم ستة أو أربعة واثنين لوليتا من أم ربع اللي هي كانت على شكل عنقود عنب أو مسدس أو ولاعة أو كده فجيت فترة تعبت عييد فما كانت شيء نفع لحاجة من الكلام ده ففضلت أحوش مصروفي لحد ما جيبت ترايداجة كانت بـ 14 جنيه دي بتاعة الصاعق أو صادق في سبق ولاحق دي العربية السيارة العربية اسم العربية اسم العربية كانت بـ 14 جنيه جبتها كان معاها في صندوق كان صندوق محترم كده كان معاها قطع غير عجلتين ففي واحد معنا في الفصل كان قاعد بيعيط إيه يا ابني بتاعت ليه القرف ذا على الصبح العربية بتاعت مجنم العجلة بتاعتها تكسرت قلت له طب أنا ممكن أصلى حالك قال لي ماشي قلت له بجنيه مصروفه كان مصروفه جنيه أنا وقتها كان مصروفي جنيه ونص رحته أخذ منه وادت له قلت له عجلة وخدت جنيه الله الله بقيت كل ما يجيلي فلوس أشتري عربيات رخيصة صيني قذرة جدا عشان قطع الغيار أه أفكك وخلي قطع غيار وييجوا إيه ده أنا بقيت بقى معروف ونت في ذات تفتدائي أه في بيبي بلس معروف في بيبي بلس إن يحيى ده بتاع قطع غيار العربيات درجة أن أنا وأنا بقى إيه كنت على علاقة عاطفية بترايداج فتحت معرض بتاع آه قطع غيار قطع غيار الحج سوسو أولاد اللي عندنا في فاسح كنت تقول كده لابوك ومك يعني إيه المشكلة ما هي الفكرة أنا جذبت ليه بالزبط ما دي بقى الفكرة عشان بتضرب كتير فأي حاجة عملها أكيد غلط هي أظن غريزة البقاء هي اللي دفعتك إنك تنسج هذه القصص وانت صغير علشان أنت ما تضربش لحظة رجلت بقى لحد بقى ما وصلت المرحلة إن لأ ده أنا بقيت أعرف يعني أحبك القصة ما فيش فيها مخرج لأن أنا بعد ما بخلصها بحفظها الكتبة أقول لك كتب مساوي ولا صدق منحكش فاللوهو إيه ييجي بقى أبويا أنا حافظ أنا بروس بقى جهاز كشف الكتب ييجي اسألك بعدها نفس التفاصيل نفس التفاصيل بالحرف بالحرف ولما أقولها لحد تاني ما تخافش مش هنقول لبابا بجد آه طيب واحد اتنين ثلاثة اربعة إيه ده يا ابني ما إيش هذا والله نفس المعنى هي هي بالضبط أصلا أي حد يقول لك ما تخافش مش هقول ده هيقول أي حي يقول لك كلام في سرك ما ده مش في سرك خالص ده ده في الشارع ده في موكروفون الجامع حرفية فماشي فهي بقى القصة بتيجي كده بالتجربة هي بالتجربة بس من وين تصغير بقى إن انت تفضل تجرب فيها تجرب فيها الحد ممكن تكون هي كانت موهبة صغنانة زي كده اقول لك موهوب في لعبة الكورة طب قبل ما يتشفوا لعبة الكورة كان بيبقى موهوب في ايه يعني الشخص ده كان بيبقى ايه يعني وما فيش كورة لا هي حاجة جسمانية أو عقلية موجودة عند البنية ده لما بي طلعت في الكورة الظروف سمحت إن هي تطلع في البيئة دي هي طلعت للكورة والموضوع اتطور معك مع الوقت طبعا اتطور كل سنة عن سنة لحد بقى اكون الزبالة أنا آسف شباب بس اللي مش بيتطبيعني يعني ف انت ليه أسماء البلاي لست بتاعتك يعني قصة مش لازم تسمعها فيديوهات سيارة الغاية حاجات ايه اللي هي أصلا مع العلم ان انت مثلا لما تسمع القصص اللي مش المفروض تسمعها اللي مش المهمة تسمعها او مش المهمة تسمعها مبسط جدا لأن هي تجربة شخصية جدا ليه بتقول مش مهمة تسمعها او انت بتسبق اللي هو ايه عشان لو ما عجبتش و شوى اقلت لك مش مهمة تسمعها لا ما اقول لك اه اه خالد قال لحاجة حلوة مش انا في كل قصة بقول ان القصة دي ما حصلتش اه والقصة دي مش مهمة تسمعها لأنها ما حصلتش فلو انت شهت ان المهم انها تسمعها ي remake القصة دى حصلت لو انتش مقتنع فعلا ان القصة دى مهمة اسمعها يaciones عارف انها حصلت مش عارف يعني مش مجمع بصراحة بس يعني وانت لازم تعمق كل حاجة لا الله ما بعمق بس انا ممكن اقولك التسمية التسمية كشكل مجرد كده جات منين ان انا لما باجي اقول اي حاجة في لايف مثلا او في فيديو من الفيديوهات القديمة خالص اللي انا مسحتها من القناة يعني مسحت فعلا الفيديوهات القديمة مش مسحتها هتدي لك مثال بسيط فيه دار نشر جمعيزين الكاتب يحي عزي فانا دلوقتي اتسوقت لهم تم تسويقي لهم على ان انا الكاتب يحي عزام اوكي الكاتب يحي عزام ده هيكتب لنا حاجة والحاجة دي حاجة جميلة جدا وقوية جدا انا مفروض انها تنزل قريبا جدا مش تنزل في مصر يعني حاجة حاجة لطيفة فقالوا يحي عزام تك 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 يحي عزام اول حاجة شخص كل يوم في رمضان فالانطباع الاول ايه يا غالي ده كانزل ده حصل فعلا اه حصلت حصلت وانا مش عايزة باهزر مع نفسي انا شلتها بس في نفس الوقت انا مش عايزة شلها فهيبقى اسمي ان انا يعني بلحث بقى كلامي كده كده اي حاجة نزلت على النتم هي موجودة في مكان المافي موجودة في سيرفر في الصين هي اكيد موجودة في الصين اي حاجة في الدنيا صحيح فخلتها للانتساب للممبرز اللي في القناة بحيث ان اللي هيخش يدور عليها يا عزام مش هيلاقيها اي حد جديد جاي دورها يا عزام مش هيلاقيها المرحلة اللي بعد كان انا هشيلها تماما بس انا هشلتها تماما ما هي لازم الحاجات دي تكون موجودة في مكان الماء على القل عشان يكون لي عليها شيء من السيطرة لان انا مساحت مساحت الهاجات من على الهارد الخارجي بتاعي كمان اه لان الهارد كانت حلق اصلا مهم جدا انك تعمل باك اوب دا الحاجات بتاعتك على الكلام اه اه دا حمي جدا بس يعني بقى بفلوس وبتا انا بقولك انا على الله يعني احنا غلاب يا باشا خلينا اقولك حاجة هتكتشفها قدام ان دلوقتي اه يبدو ان موضوع مكلف وهياخد مبلغ وكده بس امتى الحاجات دي بتزيد مع الوقت امتى الحاجات حتى اللي هي الروب اللي هي الخام قبل المونتاج حتى والحاجات دي بتزيد مع الوقت فلما توصل لمرحلة ان انت قادر تتكفل فعلا بالمساحة انك تاخد مثلا drive storage على فكرة انت تاخد unlimited storage على جي سويت بستة دولار في الشهر unlimited ستة دولار في الشهر دول يجيبوا كام كيس شبسي يجيبوا كام كيس اندومي نبو ربع جنيه ولا من نبو خمسة جنيه مهم جدا ان الانسان يحتفظ فعلا بالحاجات دي الحاجات دي لا تعود حرفيا انا متفق معك مليون فتا يعني في فيديوهات انا كنت بعمل الفيديو بديليت لاني ما كانش عندي storage على اللابتوب وقتها يعني بس حرفيا بتمنى ان انا كان يبقى عندي الامكانية انت رأيك هم ساحة ولا ساحة الفيديوهات القديمة اللي انت ممكن تكون عرفتني من خلالها اصلا الفيديوهات اللي انا طلعت طريقة فيها على الناس واللي اغلب الناس عارفت ايحي على الظن منها والله يعني كان احمد صبري كان هنا وكان بيتكلم عن برضو فيديوهات لي كان شالها لسبب ما فانا بصراحة مع فكرة ان انت مدام حاجة عملت تخليها ما تمسحاش يعني حتى لو هتعملها برايفت دلوقتي ما تمسحاش خالص يعني انك تعملها دي ليت فوريفر ده قرار صعب جدا يعني اه اكيد ممكن تندم على القرار ده بعدين يعني يعني ممكن تعملها برايفت فترة ايان كان لكن ما تمسحاش طب انت لو ما كاني انت لو ما كاني حاجة بتفكرك بفترة فعلا فترة وحشة في حياتك لو الموضوع بيئزيك يا صاحبي لا مش مؤزيني مش بيئزيني انا على فكرة اقول لك على حاجة انا فيه فيديوهات عاملها زمان على دروس اونلاين ايان ما كنت لسه بعمل فيديوهات عن فوتوشوب وافتر افكتو بتاع فيديوهات مضحقة للغاية انت ما شفتش الفيديو التعليمي بتاعي بتاع الفوتوشوب والله ما شفتوش لا فتك كتير لا لا انا عامل حاجات بالأفتر افكتو ان انا بلع اكتشيرتي باختي فيه اوعة اللي هو ماسكينج جدا بس المضحقة جدا ما شافش فيديوهات المصارعة بتاع الفانمي شفتها شفتها بس على فكرة الوحب بيبص للحاجات دي وينبسط ايوه بس عشان دي مش حاجة عر انت مش طلعت التاريق حرفيا على خلق هو انا بقى الموضوع التاريق دي انا ما بحبوش بصراحة مع انك عرفتني من خلاله شوف بقى مش عارف يعني انا الحاجات اللي انا فعلا بدأت اسمعها ليك وارتبطت يعني في ذهني بيحيا هي القصص اللي انت مش مهم بتسمعها دي ده بقى سبب لكن الحاجات اللي حواليها شوفت بقى ده سبب ان اللي بيعزني كيحيا او اللي بيحبني كيحيا بيحبني كهنة عشان ده اللي كرهني كره العمى هو فعليا ما شافش الجزء ده طيب خلينا اسألك سؤال بقى ايه بدري شوية وهو انت ليه اصلا بدأت يوتيوب يعني اللي جي في دماءك كده فعايز اعمل الفيديوهات على يوتيوب عايز كلام كاميرات ولا كلام بجد لا يعني كلام منمق يعني انت تعرف الاسم الحركي للبودكاست بتاعنا ايه ايه المصطبة المصطبة انا راجل اللي احب المصطبة بس يعني اجيب لك جلبية فاللاحي بقى كوم كبير واخد راحتك يعني لا انا عايز كلام المصطبة اللي هو الكلام الحلو بتاعنا ده بس خلينا اقول الكلامين الكلام المنمق ان انا درست السوق كويس جدا بصيت حواليا شفت انا موهوب في ايه هكس ارمي في الزبالة ولا تبعت اشاغة فيه ولا كنت اي حاجة من الكلام ايش انا باختصار كنت في الفين انا من وانا صغير متربي في العيلة وفي كل حاجة على ان انا الايه اه اعرف انت اعرف لما تبقى قاعد في ايه تجم معائلي كلهم عدين بصين لك كده هيا يحيا يلا يلا قول حاجة ها يلا الستة بتسعب كاب دحكنا او انت المهرك بتاع العيلة ايه كلمة مهينة جدا بس تقدر تقولك انت حاجة شبه كده كانت دايما بيتبص ايه اخويك كبير ده بقى رصين اه الصغيرين رصين رصين العبيب اللي قدت على الايفون الوسطاني ده تعال اما صخمت وش ابوك في الاسفل عارف انت الوسطاني دايما ده هو وانت الوسطاني اه طبعا اما اللي بقول على نفسي كده فكان ايه يحيا ده اه ده دمه خفيف وشائي وبتاع بس يحيا ده لا يأخذ ابدا على محمل الجد حلاس اه من الاخر فانا فتكر فمرة تقريبا في 2003-2002 في الرنج ده هقولك بالضبط امتى لما نفتكر الفيلم شوف فيلم المحامي خلعة كان بيتعرض على ART سينيما احنا اقول ما جبنا ديش جبنا ART الاوائل واحدة هتكفيك على طول ART افلام وART سينيما المهم وقتها كان فيلم بيتعرض في فترة الاعياد واحنا كنا قاعدين في البلد فيلم محامي خلعة كان بيتعرض فكل قريبنا قاعدين بيتفرج اوه هي بيجيب بقى احنا بنجيب الريسيفر من البيت ونروح بقى البلد عشان العيلة كلها تتجمع ونتفرج خالد ساعتها كان لسه مشروعة بحب جدا التاريق على السن الصغير عارف ليه خالد عشان بحقد عليكم ما علينا المهم يا سيدي بحقد ده بس يا ابني الراجل والله يعني القناة اي مع الاختاف احسن واحد في الدنيا والله العظيم بعد ابو يا ايان عشان لازم اقول كده ازاك حاج عمل ايه والله انت احسن واحد في الدنيا حاج بعد امي يا حياني برضو المهم يا سيدي فهتيجي ايه انا بحاول افتكر فيه مين تاني هيزعل سنتي مثلا لا الله يرحمها الله يرحمها ربا المهم فقعدت اشوف وقت المرافعة بتاعة محامي خلعة سيدي الرئيس هزا العتي اربعة وستين حصات وهي نص حصة في فرق في السرعات سيدي الرئيس وهم يتحكوا وانا عائل صغير وانتش فهم حاجة اصلا تفهم حاجة وانا الحمد لله ربنا انعم علي بحاجة هاسأل عليها بعدين وهي الحفظ اسمع الحاجة مرة خلاص الحمد لله ما شاء الله سمعتها وقارتها فانا هحفظها مدى الحياة خلاص مش هتتشال يمكن عشان كده مشكلة في الاغاني هنبقى ننتقل لها في نقطة الاغاني بعدين انا واسمعش اغاني بسبب كده انك اي اغنية بتسمعها بتحفظها بس ايه احفظ الحتة دي اخولي وعشان هنرجع لها ورق وقلم ويكتب معي المهم فروح تقعد ركزت في كل كلمة بتتقال وهما بيتحكوا في ايه الفيلم كله خلص عرفت تتحكوا في ايه المرافعة وقتها كان على ايه ارتي سينما الفيلم بيفضل يتعدد خمستاشر يوم اه نص ساعة اجازة بقى كده يلا اتفرقت على الفيلم ليلى كاملة حفظت حفظت الفيلم بالتعبيرات بطريقة الحركة بالتعبيرات الايد بامت صوتك بيع لامت صوتك بيع طيب انا ثمان سنين لا لشيء الا لان انا انا بزي ما بقولك انا ثمان سنين وفعلا كنت بتضرب انا هنا مش بلومة كحاج والله يعني انا فاهم يعني كلنا كنا منتلطش واحنا بقنا زي الفل اهو مش باين ولا ريلي زي الفل اه يعني زي الفل حك مش كده لا الله بجد يعني فده كان لها سياق يعني مش عشان خطر بقول كده كتير ممكن حد يفتكر ان لا انا فعليا ابو احسن حد في الدنيا فنيجي بعد كده بعد الوالدة بعد الوالدة امي احسن واحدة لحد ما تجوز يا عم خلص يا عم عن رفز الترادات يوتيوب لي استنى بس ده انا نسيت السر انا هاحفظ كل ده المهم رح تجاي وقال ايه خلاص هم بالناس بتتحك في ده فانا عشان خطر كنت دايما بسعى لان الناس الحالية يحسوا ان هم ان انا نيحي ده حلو بنحبه بتاع عشان انتلطيشك كتير فبقيت ايه جينا في اليوم اللي بعده من اللاشئ من اللا مكان في تجمع العيلة تاني ايام العيد رح تقايم وايه مونولوج كل اللي قاعدين اتشقلبوا من الدحك اضرب بقى الادرينالين يا معلم في المخ وانا عائل صغير حسيت ان انا محطوط فوقها جامل جدا اه وابويا كان بيدحك واي طفل اسأله ايه اكتر حاجة قد تخليك سعيد في الدنيا انك تلاقي ابوك بيدحك صح على حاجة او مبسوط من حاجة انت عملتها ابوك او امك كده كده الام بتسقف لي اشخبطت على الحيطة ابويا لطاش لي ام ياريت لي يا الله ده ديناصور على شكل كلب او على شكل فرشة سنان افهم او الله فرشة سنان على شكلك يا ديناصور اي حاجة بس ابوك لكن تيجي بقى في اللقطة دي ابوك مبسوط عشان كده ديمان ايه محدش بيصدق الاطراء لما ييجي من امه ليه يما ما ليردف عن امه غزالي يما صباح الفل يا حبيبة قلبي يعني ما ما خليه الطبق مستور بقى يا ست الحبايب لكن الابوك لما بيدحك على حاجة او لما يحس ان هو مبسوط حقيقي اه ده حقيقي جدا ليه ان هو ايه القرف اللي انت رسمه ده اجري يلا رح جهنم وهكذا فتيجي بقى هنا لأ ده دي عجبت ابويا عجبت كل قريبنا اذا اما هل بد في الموضوع ده خمستاشر يوم الفيلم اللي جه بعده كان تقريبا والله اعلم خليه من الكوليسترول او صاحب صاحب ومش فاكر قوي بس كان فيلم تاني احفظ فحفظت اخر نص ساعة او اخر يربي ربع ساعة فيلم خليه من الكوليسترول وده احد افضل الافلام العربية اللي انا بحبها يعني يعني لو انت تفرجت عليها تبقى حاجة عظيمة فتفرجت على خليه من الكوليسترول حفظت اخر نص ساعة اشرف عباقي اه كان طالع بدور حد عنده شيء من مرض عقلي شيزوفريني لا مرض عقلي لان والدته من ذوات الاحتياجات الخاصة فجيت قلت ايه احفظ اخر نص ساعة دي شكلها بتضحك بقيت انا بعرف ايه اللي بيدحك ايه اللي بيدحك الكبار و ايه اللي بيدحك الصغيرين بعد كده الله ده فول الصين العظيم نزل كنت ساعتها بقيت في خمسة ابتدائي نقلت من مدرسة لمدرسة ومن مكان لمكان يلا احفظ لي التربست الاجتماعات وهم عادين سليمان اقتله يا ابا لا لا مش دلوقتي حضر تربست الاجتماعات بكل حاجة بس هنا بقى كنت ما ينفعش مونيولوج لازم حد معايا فكنت بستعين بقى اقرب حد اختي ايه ابن عمي تعالى يلا مشغل معك اه فاهم انت هتعمل شجرة انت هتقول هاو انت هتقول ناو و هكذا فالموضوع بدأ يتطور لان لأ انا عايز اكتر فحد من المدرسين خلاني اطلع اعمل حاجة زي كده زي سكتش عن الصلاة في الطبور الصباح في المدرسة دي اول تغربة تمثيلية ليا قدام جمهور في خمسة ابتدائي واه من الحاجات برضو التانية ان اخوك الكبير يكون مبسوط من الحاجة اللي انت بتعملها لان الاخ الكبير نعمة انت اكيد مش تحس بي انت عندكش اخ كبير انا الكبير اه انا الكبير دي بقى تسأل فيه اخوك الصغير ان يكون اخوك الكبير مبسوط قوي وشايفك بتعمل حاجة حلوة يا لهوي هو بيجد تيه بعد منزلت الوالد يعني برضو في النظرة للتقدير بس اللي ما بيضربش انت اخوك كان بيضربك لأ يعني الوالد اللي ما بيضربش اه او الوالد اللي مش بيعنف اللي انت ممكن تقوله على مصيبة او اللي ممكن يدري عليك بس بينك وبينه هاي عجينك هو اه انعم بيضربك بتحت اسم بنلعب مصرعة اه وده كان بيحصل شلاليت وبواني وبتاع وسبليكسات وبتاع بس بنلعب وانا كنت بقى ايه بوا من بقى فاهم بالتنمية البشرية اللي هو كنت بلعبوا يا راجل سلة انا طلعوا لقصنون خالص انا ممكن اكون طويلت في فترة ابتدائي او يا ربي في اعداتي اخويا كان طول عمره الفرع ما بيني وما بينه كده مزا كده يعني مثلا نقول ايه تلاتين سمت كنا بنلعب باسكت وبس كتزبالا علاقه في الدولاب فهو طويل بيمسك البتاع يحطها كده وانا بقى افضل حفرك واتشالب وبخسر مثلا 47-0 47-2 وهو بقى ايه لا هو متحدي جدا ما يسمنيش اجيب جون ما يسمنيش احط الكورة ما ينفعش ان انت تكسب انت الصغير اه ولاقوا هلما بيأخذ المضاعب التحدي المهم بقى ان يرجع تاني فتلا بفكر السؤال صح اه اه بس انا بس وقفت قدام جمهور في طابور المدرسة وبعمل ايه عن الصلاة الخشوع في الصلاة فوقفت بصلي ونجاي هرش في قفاية هو المدرس كان قال لي على حركتين بس اهرش في قفاية اتاوب وكانش فيه مبايلات وقتها فما كانش فيه اطلع الموبايل بص فيه مش عارف بص في الساعة اه اعمل حاجات شبه كده انما انا لا انا بقى طلعت انا هنا بقى ايه ارتجلت الاول مرة في حياتي اعرف ان انا فعليا ممكن يجي مني حاجة فيه عي لهبل مش فاكر اسمه خرج من الطبور اتقعك السلام ورحمة الله بركاته وانا بصلي بجد بقى هنا كل الناس وقعت على الارض ماتوا داحت اه دي بقى كانت ارتجالة انا بقى رش في قفاية كده بقى كده انا هم جاي راكع هم جاي اي من الركوع هم جاي ساجد اطلع من السجود هم جاي واقف وانا تاني فأي جاهد معادي السلام رحمة الله وبركاته فضل اوه يا لهوي هنا بقى المدرس لا دا انت يا ابني لازم ايه نعمل دا احنا نعمل فريق المصلح في المدرسة الزغنانة عشانك عشانك فدي بدأت بقى من هنا فكرة ان انت بتحب تكون اه مؤدي وهكذا زود بقى انت الاحداث اللي شابها دي كتير لحد ما نوصل لمرحلة ان انت بقيت تلاقي ناس عملت تشير انا دخلت السوشيال ميديا بدري متأخر يعني انا دخلت 2009 مثلا بس يعتبر ما دخلتش كنت بدخل هو عارف انت لما كان الفيسبوك اسمه فيما تفكر فتكتب بوست عن الكورة انا لمعرفش ايه المفروض الكتب ايام اللايك كان اسمه راقة لي اه لا وما كانتش لايكات كان فيه كومنتات ما كانتش لسه اللايكات نزلت على الفيسبوك ما كانتش لسه فعلا فيه اللايكات نزلت ما قبل المزرعة السعيدة وما قبل كل ده اه 2009 ميعتبرش بدري قوي بس بدري بالنسبة للناس دلوقتي جدا بدري بالنسبة لي اصلا فما هو بقى بسبب اخوي اخوي هو اللي كان عنده فيسبوك فانعرفت ايه ده ايه وجه الكتاب ده يا لهوي اوبتاع فيسبوك اه كنت لسه داخل قولة سانوية ترجمة حرفية اه اه او الله فالمهم ايه اه بدأت اشوف بقى ايه لما بدأت طلعت هوجة او بلاش كلمة هوجة يا عم هوجة عادي لا لا لان ماشي فترة اليوتيوب 2011 و2012 سميها زي ما تسميها العلم والإيماء و بقى ومش عارف ايه ورسيني واشياء من هذا القبيل تمام يونس اه فبتاعت اتفرج على الحاجات دي اتفرج على المحتوى معرفش بقى الاشخاص معرفش الناس دي اسميها ايه بس باتفرج وببسطه بتاع وانا وقتها بقى كان دماغي دي فيها عارف الرويل رمبل عارف انا دماغي كاترويل رمبل ناس كده جوعة فالحال بعملين يرموا بعض انا دي دماغي فكانوا عمالين بقى يرموا بعض جوه دماغي على ايه الفكرة اللي محتاجة تقعد دلوقتي فقلت انا يوما ما هبقى ده هبقى كده بس انا في نفس الوقت ده انا كان وقتها في حالة في البلد كده بننزل نمسح ونكنس شوارع وبتاع فانا وقتها برضو كان جوايا صراع اللي هو ما بين ان انا بقى مؤدي يبحث عن السقفة والتقدير والحب والاعجاب بالحاجة اللي هو بيحبها لان انا لا يمكن انسى طبعا نظرات الاعجاب في عيون اهلي وتحديدا اويا واخوي من انا صغير وده احتياج انساني عم تانيين طبعا وفي نفس الوقت انت بدأت تتلاقي لا فيه جوانب تانية للحياة وقتها و2012 انا كنت سنوية عم تانية وثالتة 2010 2011 دي تانية 2011 2012 دي تالتة ما شاء الله انت بتخل كل حاجة في اثنين لا هي سنوية عم كانت سنتين تانية وثالتة يا عم انتنا اي انت انت بتكلم 2011 سلاش 2012 ايوة اه باش هي ده العام الدراسي اي انت هتتنمر علي ها ولا ايه يا ساتر يا رب يا جماعة هم ميقصدش حاجة بالليقال وهاخدوا بالكو يعني يعني مش هنيجي في حت المهم يا سيدي فييجي ايه ييجي اه بعد بقى ايه يعني انت بتسأني على حاجة معينة فهنط من فوق النقطة دي بقينا دلوقتي في 2015 و2016 انا انقطعت عن النت طول فترة من قاعد في اسواع مفيش وسائل تواصل اجتماعي فيش اي حاجة خالص كانتش معاك سمورت فون هناك لا اسباب اقتصادية اغلب الوقت اه والاسباب تانية اننا ما كانتش فعليا عندي وقت لا اي حاجة ولا حتى للدراسة يعني انا رايح انك ادرس كنتش بادرس خالص يعني تجربة حياتية اه دلوقتي ببصولها واقول بس يعني مش صح يعني في الاخر بس ده يعني لو كان الزمن رجع بدل المرة عشرة كان دلها يحصل المهم يا سيدي ما طولش عليك ايه لا انت بزيبش قولك طوض رحت وصلت ليه بعد بقى ما رجعت من اسوان كان فيه شيء مهول من الفراغ لان انا في اسوان كنت شخص ذوق اهمية يعني مسك المسرح ومش عارف ايه والتحاد طلبة ومعروف بقى معروف يعني انا امثل على المسرح الناس تسقف وتتشقلب من الضحك وبعكات عيت وتتسحتف من العياط بعد كده تلقيني واقف بقول حاجة ليه حلقة بالتحاد الطلبة وقراراته بتاع اب الصالح عن النبي ايه يا جماعة ايه السحبة الغريبة دي انت ايه انت ايه انت اشتار بهجت ايه بلاش بهجت صبر عشان اكيد انت فاهم الميمز دي يعني فاعدت من النقطة انت عارف بهجت صبر انا اسف جدا لا يا جبس ذكر اسمه لا لا يا عم ربنا اهدينا واهدي بس هو ميمز ميمز حلوة طيب اعمل ايه طيب المهم فرجعت بقى من اسوان بقيت لا احد لا احد حولت هندسة المطارية في 2016 انا لا شيء بجد انا ماشي في الجامعة الناس ما بتمشيش تيجي تسلم علي ولا مش بقولك الناس بتبصلي كده لا الناس عارفاني انا احد يجي تسلم علي ازاك يا استعمل ايه وبتاع فانسيت هو انا كنت هو انا كنت بعمل صحاب ازاي هو انا كنت المفروض بقدم نفسي باي انا ما قعدت سنتين مش محتاجة اقدم نفسي مش عارف انا ممكن اقول الناس انا مين نسيت اقول ايه هو المفروض انا بقول انا ايه هو المفروض انا بقى من الصفر يا نهر ازرق ده انا محول ونزل سنتين في الكلية التحويلة دي الواحد ده بس رح تنقعك سنتين فانت بتروح يا نهر ازرق فتبدأ دي بقى الفترة اللي انا بقى حب اسميها ايه بكون الزبالة لما خدت فترة معينة تعرفت على الناس بدأت تختلق انت استخدمت الحاجة اللي انت شاطر جدا فيها هي اللي اختلاق الكذب فخلقت فقاع عن اسوان وانت ايه اللي خلاك تمشي من اسوان وبتاع بتقول كل حاجة حقيقية بس لقيت ان الحاجة الحقيقية دي من اول مرة او التانية لا مش هو انا سبت اسوان انا كنت بتهدد بالقاتل مليون في المهين بس هتقول كده لأي حد هحتاج بقى احكي له كل القصة اللي فاتت وده موال وغالبا مش من اللطيف ان انت قول ما تتعرف على حد تقعد اربع ساعات تكلمه عن نفسك هربا من طار اه يا عم انت مين انت مين انت تعيش في الدور عليه ده فانا كنت بقى ايه انا حولت من اسوان علشان خطر ايه حصلت خنائة وبتاع وكان لازم امشي لان كان يحصل لي مصائب اه يلا يعمل الحمد لله دي اجيت بس خلاص اسوان عمل ازاي بقى خلاص بقى كده دخلنا بقى في حوارتين اسوان عمل ازاي اي سؤال في حاجة هقدر جيب له حاجة عشتها في اسوان لكن انا بقى دلوقتي ايه انا مش افضل اقول للشخص انا وانا وانا ما هو برضو قدامي هو دلوقتي انما انا متأخر سنتين واجبر منه بسنتين او حاجة او واحد تاني برضو بقى له سبع سنين في نفس السنة فهو حاليا خربان يعني مش ده الشخص اللي انا هحب ان انا اتعامل معاه على الرغم ان انا عيشت نفس التجربة يعني شوف سبحان الله يعني ازدواجية لا اتمناها الالد عدائي لما اخذ خالد فالمهم رو حتوصلت لما ارحلت لا انا 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 ايه انا انا حاس ان انا فاضي اه بروح الكلية وباحضر وبذاكر وبجيب تأدير انا اول ترمين ليا في الكلية اهات بلابس وايهات ميانس وبيهات ميانس اه واهم ما نزلتش ابدا عن البي ميانس فاي تأدير الا المواد اللي الدكتور وشه يعني وشي مش عاجبه فده انا متفهم انا وشي مش عاجب الدكتور ده بجد فيه دكتور انت اكيد انت راجل ابو حبيبه مهندس وفاهم يعني فيه دكتور يقول لك اه وشك مش عاجبني نسبة الدهون في وشك تكفي لطعام اه خمس أسر من أفريقيا الوسطى تقييمي ليك كإنسان ثلاثة ونص من عشر عارف انت الناس دي فيه ناس فعلا تعمل كده فاوكي خلاص عديت السنة دي انا عايز اعمل حاجة كده عين فرجعت بقى ابص على السوشيال ميديا دي عاملة ازاي طالما فيه وقت فراغ بقى فيه سوشيال ميديا خلاص ابص بقى على فيسبوك ايه يا جماعة ده كان ساعت هتضبس مجدا دايس على الوشوش دايس على الوشوش دايس على الوشوش ميوزيكلي اه وساعتها بقى ده اللي طلع فيها الناس بقى اللي هما بتوع اللي هما بيطلعوا ويرقصوا يهزوا شفايفهم ويحركوا شفايفهم وبتاع فانا بقول ده 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 يا اخوانة ازاي ما بالعقل طب طب ده يعني اشوف حد ده ده حلوة هو ده بني آدم هو بني آدم بيقول بابا وماما وإي لوف يو ينفع ايه ده لكن ده ليه طب ايه اللي بيعملوا ده بتاع حاجة مستفزة جدا وكانت اهراني جدا فبتعت بقى اكون احقاد ومش هكذب فيها لا احقاد احقاد وكراهية لكل لاشخاص بعينهم وكان ليا بعض الاصدقاء عرفتهم من اسوان وحولوا اسكندرية فلما روحت لهم اسكندرية جربت من عايهم نعمل فيديو الكلام ده كان امتى في 2016 ايه الفيديو مش متذكر بس على ما اتذكر ان هو كان 2016 يلا تصلوا بنا عشان تعرفوا مين معنا تكسب معنا مئة مليون دولار بتقولك كام مئة مليون دولار النهار ده سؤالنا سهل جدا سؤالنا بسيط خالص سؤالنا هينغنغك يا حبيبة هينغنغك بس ننزل بالتراك ده الاول تيت 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 تيريريت تيت تيريريت الو معنا مين محمد من اسيوت ازاك يا محمد الو انا اللي عمل برضو صوت تاني الو ازاك يا باشي يلا يا محمد يعرف معنا مين اللي في الصورة يلا يا محمد كان سوسن بدر وحطين نقطة هرعنيها سوسن بدر عارف انا فاكر البرامج دي سوسن امر سوسن هلال سوسن لعور الفنان عدل امام عارف انت كانت سخيفة جدا البرامج دي سخيفة جدا وهو باين ان انا عامل باردي يعني ده ده سبوف يعني مش حاجة حقيقية يعني رجالة انا معرفش يعني ايه سبوف العربي خلاص عشان انا اكتر واحد بيكره الانجليزي انا كنت عايز استضيف الراجل ده عندي عشان اقول له اثر اللغة الانجليزية في تدمير الشباب العربي ديبقى عنوان الحلقة ما بين يوم ما بينه في كلام جميل كلام انتم متخيل انا جايب رجل بتاع انجليزي يعني اهان انا اصف انا اصف المهم يا سيدي ما طولش عليك بالانجليزي ما خدش بالك بس يلا فلنعود مرتين اخرى الى الطريقة المهم وهكذا عملت الفيديو ده وكنت واحد صاحبه ساعتها كان واخده بيحاول يبعثه لصحابه اللي مسكين صفحات الميمز انتشر يبعثه بتوع صفحات الميمز وانا نزله في صفحة ميمز انا نزله في صفحة ميمز فالموضوع راقى ليه جدا لان انا رجح لي الاحساس بتاع زمان ان في ناس حابة شايفات بتعمل حاجة لطيفة فاللي هو انا حسيت ان انا اكتشفت ذاتي مرة اخرى يعني اللي هو اصلاة ما اقول لكش انا في عرض مصرحي لا انساه حتى الان انا اول سنة ليه في اسوان كنت بعمل بمثل في حفرات تخرج وكنت عمل فرقة مسرح مستقلة عن الجامعة وبنعمل فيها حفلات تخرج ففكرة ان الناس قاعدة بتسقف على حاجة انت عملتها مش بتسقف عشان خطر انت عملت حاجة تضحك لكن عشان انت حكيت في قصة وانت مقلفها واخرقتها اي نعم بشكل هواه تماما مش حاجة اكاديمية خالص ولا حاجة محترفة خالص لكن الناس اتبسطت بداية والناس سقفت وفيه ناس ضحكت وناس عياطت وناس طلعت سلمت عليك وخدوك بالحضن ورئيس الجامعة يجي يتكلمك ويعرفك بالاسم ودي اول سنة ليك فانت بتحس بتقدير كبير نرجع تاني لما الفيديو ده نزل انا حسيت ان انا اقدر اعمل حاجة والحلو بقى غيرك طبعا وغير خالد وغير ابوية بقى لك وكل الناس اللي بتتفرج ان وقتها انا في نفورة افكار ضربت في دماغي عشرات الافكار طلعت في دماغي فحطيت كده ايه فيديو ازاي ازاي تعدل صورتك على الفوتوشوب في دقيقة او في دقيقتين فيديو توتوريال اه فيديو تعليمي وقوي جدا موجود لحد دلوقتي ممكن ابعته لك تحط اللينك بتاعه في موجود على القناة القديمة بتاريخ تقريبا الفين وسبعتاشر اظن او الفين وطمانتاشر بتصور من قبل كده بس انا سايبه على يعني عملت الافكارنت اصلا وقتها كده المهم روحت جاي عامل ايه يا جماعة ابو زيد كريم اوي كريم يعني هو يعني حرفيا كان قيل لخالد ان انا تخصملي خمس سوابع محشي جيت لقيت خمسة مليون سبعة محشي فيعني الغربوية اجدع ناس في الدنيا يا عم الله استرع بجد والله العظيم وكل واحد بيتفرج بلده اجدع بلد في الدنيا برضو عشان انا عارف يا رجل انا في مرة انا في مرة في فيديو قلت مش عارف ايه واحد في مرة كان جالي في الشارع لو سمعت انا اساسا من كفر الشيخ وكنت عايز عشر اجنيه بيقولها كده ريكورد فانا قلتها كده لقيت واحد بيشتمني عشان جبت سيريك كفر الشيخ انت مين يا لا يا ابن الكاز عشان تقول كفر الشيخ شخص ليه خفت ثانية انك ممكن تجتمس اه انت متخيل اه والله بجد يعني اللي هو ما دي بقى نرجع لها تاني بس في نقطة تانية اللي ايه الانتماءات الاولية يعني خلينا في النقطة اكتبها على جنب يا خالد نقطة الانتماءات الاولية احد اكبر مشكلتنا ارجوك في العصر الحديث خلينا نرجع نكمل القصة بتاعت يوتيوب اه اعملت التوتوريال بتاعت ازاي تعدل صورتك ازاي تربت الجزمة لو ما بتعرفش تربت الجزمة جبت هاندي فري وحطتها في الجزمة وسبت خمس دقايق تشرب فيها كوباية شاي لقيت الهاندي فري ترابطت يعني وحاجات بقى من نوعية دي ازاي تعمل فلوس ده بقى اكتر فيديو يعني عبيط في التاريخ ازاي تعمل فلوس من البيت فاكروا اه وانا حرفيا الفيديو ده انا واخده بالحرف من فيديو سعودي كنت داخل على كيفية صناعة بجرب كيفية صناعة فلوس من المنزل او كيفية اه يعني حاجات تكسب بيها فلوس من البيت يعني بس مش اكيد طبعا مش عامل سيرش بالجملة العبيطة دي بس هو رأيت ايه كيف تكسب فلوس من البيت ويوتيوبر خليجي ماسك رزم ريالات وعمل قلت الله وانا وقتها بقى كنت من كحرط باخد مصروف في اليوم مش عارف خمسة وعشرين جنيه والمواصلات اصلا وقتها قبل ما المترو يغلى تقريبا اه كان المترو لسه مغليش كان ساعتها مواصلاتي كام خمسة شار جنيه فانا بيبقى لي سبعة جنيه ازازة المية بتتباع بخمسة افترة وساندويتش والساندويتشين بخمسة يعني حرفيا انت ايه اخرك تاكل ساندويتش وتشعب ازازة مية يعني حتى القهوة ما انت شاعد عليها ليه بقى ما انت جاي وصائد وجاي من اسوان وكمان ليه كعين تطلب فلوس يا بجعحت اجابة روتك يا اخي دي كانت ايه لغة الحوار مكهور فانا عايز فلوس حالا يا اما هرتكب جريمة عارف انت رحت ايه دخلت عملت سيرش على اليوتيوب وشفت دخلت على الفيديو وافتح الفيديو يا معلم لقنا ايه واحد قاعد جاب ورقة بيضة حط عليها شطة وحطها في مية في طبق وحطها في التلاجة وسبها تمن ساعات فتح لقاها مئة ريال فانا شفت الفيديو طبعا ديته السلايك وكتبت كومنت وقبل عن حرف واحد متكرر ويا زازل 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 اكيد زازل يعني هو عما عايزاي عايزة انت عبثت باحلامي انت يعني انا جاي وانا مأهور وعايز فلوس حيالا لاما هرتكب جريمة علاقيك حطط لي ورقة في التلاجة وطبعا وقتها كان جاي بحاجة و30 ألف دسلايك فروح تعمل الفيديو دا ازاي تكسب؟ ازاي تعمل فلوس؟ وعملت نفس الفكرة بالضبط بس زودت تسكرة متره وصورة بطاقة. توابل بتاعتني. اه صورة بطاقة. وحطيت بقى ايه يعرف انت قعدت صياغة الفيديو باسلوب. اه كبيرته. سرقة الادبية. اه كبيرت الفيديو. صباحة دعك انا. ورقة بيضة. قلت هنجيب ورقة كبيرة ورقة صغيرة. نحطهم في طبق. نرش مية. نحط شطة. ممكن نحط فيلفل بس بلاش. نكتر الشطة. ليه نكتر الشطة? علشان الفلوس تبقى حرائة قوي. يعني ايه حرائة يعني. ربلك كبير. اه عشان لا تبقى حرائة يعني. تلسعك كده لما تصرفها. يعني حرائة. نزود مية. مش عارف ايه. صورة بطاقة عشان يعني الاجراءات القانونية. تسكرة مترو. ليه? ملاقيتها في جيبي. وحطينا زودنا المية. نحطها في التلاجة ونسيبها 8 ساعة. نفتح التلاجة زي ما انتم شايفين يا جماعة بقينا شايفين قدامنا فلوس. بجد. زي ما انتم شايفين هنا زودنا الشطة في الجنب ده في 300 جنيه حرائة جدا. وهنا قللنا شوية. لقينا ايه? الكلام ده كان امتى? كان في 2016. الفيديو دي انا فاكر. لان انا قلت فيك كلمة دي. قلت ما زودناش مية قوي ليه? لو كنا زودنه مية قوي كان ممكن يحصل تعويم. يمكن ده اللي خلى الفيديو برضو يتشاف وقتها. كلمة ان كان فيه في الحاجات اللي هي التاجز. فقلت ايه? قللنا المية من الجنب ده او قللنا الشطة من الجنب ده الفلوس طلعت بارد ده. الخمسة جنيه. تفك الخمسة جنيه على طول. تتصرف على طول. تتصرف تثنية. يعني هو يا فيق. فده يا جماعة كان كل اللي معنا النهاردة. استنونا ان شاء الله في فيديو تاني من سلسلة ازاي نخلي حياتنا احسن. وسلام عليكم. الفيديو نزل. كومنتات. هو الفيديو جايب لايكات اكتر من الدسلايكات بحاجة وسيط اوي. خمسين خمسيد مسلا. اه. يعني مثلا لو هو جايب خمسين بقى يبقى جايب خمسة وتلاتين دسلايك. ووصل لستة وعشرين الف مشاهدة ده كان بالنسبة لي رقم مهول. وقتها اقم رقم كبير. مهول. مهول. وما زال على فكرة اه. اه. لو هنحسبها كارقام فالارقام دي لا تسوي شيء. لكن كبشر خمسة وعشرين الف انسان. المهم كده وشوفهم ما عاملين ازاي. اه. ودي انا شفت اربع تلاف انسان. اتخضيت. عيط. دول جايين لنا. نفسه هاجة ودخلنا اكبر مدرج هناك تقريبا ياسع الف وشوية او الفين. اه. رعب. ايو. لو انت بتتخض من كم الناس. اه. والناس بتستقلد لوقات العشرة وتلاف والعشرين الف. الله ينور عليك. الله ينور عليك. فروحت اه. ده دي بقى كانت البداية الحقيقية على اليوتيوب. البداية. اه. زي تعمل فلوس اه. اه. كان في من قبلها بداية بس مش هينفع تتكلم فيها. لانها كانت في السنين اللي كانت كل الناس بتتكلم في الحاجات اللي كل الناس كانت بتتكلم فيها وقتها. فالحاجات دي. اي 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 اي. الحاجات اللي كل الناس كانت بتتكلم فيها فترة من الفترات وبعد كده ما بقيتش الناس تتكلم فيها علشان ما ينفعش تتكلم فيها الفترات اخرى. طيب ما العلاقة ما بين الاهلي والزمالك طبعا. يس يس من الاهلي. الهلي الكسب مبارح. الف الف مبروك للزمالكوية. انا يعني اه. ما ديش فالكورة اوي. انا طرقت الكورة في مصر تماما. الحمد لله. المهم. المهم بدأت يوتيوب من هنا. بس ده كده. بس. بعد كده. الفيديوهات اه. وجروب جات في السوست. واحد من ادمن اذا جات في السوستة حبيني قوي. كنت اعمل فيديو عبيد برضو عن التسويق الشبكي. اه. عن قصة حقيقية. بجد. انا لايه برضو حدوتة عن التسويق الشبكي. اه. ان واحد بقى بيبيع لك. هو فعليا بيبيع لك الواهم يعني. فان اه. ده العربية بتاعتي وده التليفون بتاعي. اه. تليفون ايفون ايليفن تويلف. اه. برو اكس ال اس لارج. عربية بوجاتي. اه. لسه منزلش كفرة هورموس. بالضبط لسه منزلش كفرة هورموس. بكام بستة مليون جنيه. او بخمتشر الف جنيه ازاي. ده لسه اللي علي لقيته بربعتاشر الف ونص بس. لا ما هو النص اللي باقي ده انت هتاخد بيه رحلة. رحلة اه. تلات ساعات بليليهم ليك. ولا لمبور. فرد واحد. يعني تاخد معاك اي حد. اه. وهكذا يعني. الفيديو ده رح نزل علاجات في السوستة. هب. يلا بقى عداد الفولورز. ينط بالعشر تلاف في الرفريش. ده ده في الفيوز. لا الفولورز. في الفولورز على الفيسبوك. على الفيسبوك. اه. في الرفريش كده. اه. عشر تلاف. يا سلام. اه. بالمرة الوحدة. بالرفريششاية. ما شاء الله. يعني دخلت مثلا قمت دخلت الحمام رجعت. ارفريش. موبايلي وقتها كان صعب جدا. شعورك كان عامل ازاي. شعوري وقتها ان هو اه ماما قالتلي ان انا مسيري اهوصل. اعرف ده? هو ده. شعورين شعور بان انت احييت العائل الصغير اللي كان بيحب الناس تبسط على الحاجة اللي بيعملها. وشعور تاني ان هو ده هيختفي تاني امتى? لان انا مجربها. اعراض الانسحاب. كل حلو بيكون له اخر. وانا متأكد ان احنا يا حلو هنوصل في يوم الايام للاخر. انا حتى بقولها لنفسي على طول كل حلو بيكون له اخر ومسيرنا يا حلو هنوصل للاخر. طيب اه في نقطة كده. هي كنت سمعتك كنت كلمت عن انك بعت كل اللي معاك وروح اشتريت كاميرا ومايك وقلت انا هبدأ اشتغل يوتيوب. امتى او او ايه السبب اللي خليك تاخد. يعني انا متالي قبل كده انت كنت بتعمل الفيديوهات ديات اللي هو ايه. علشان تاخد نشوة البرافو عليك انت جامل جدا. هيقول لك. امتى خدت الموضوع سيريوسلي يعني او بجدية. كنت بهزر مع واحد صاحبي. بعت على على المسنجر. اه كان بعتلي اه صورة. اه صورته هو عائل صغير. كنا بنبعت لبعض ايه عاملين زي جروب شات كده. بنبعت صورة نحن عائل صغيرين. فانا اخطأت وبعت صورة من اللي ما ينفعش تتباعت. صورته نحن عائل صغير. بعت الصورة. واحنا في 2018 شهر اربعة. ودي كانت من المراحل اللي ايه المنحنة الجايبي بتاعي كان قرب من اخره. المنحنة الجايبي ده اللي هو اخواتنا المهندسين. اه يا رجالة. ساين. اه ساين ويف. فهو انا كنت قربت للاخر. بس انا ما كنتش عارف ان انا كنت متخيل ان انا فوق. ما انا لازم في نهاية انا في نهاية كل سنة لازم ارسم المنحنة الجايبي بتاعي خلال السنة دي كان اعمل ازاي. علشان اعرف اتتبعه بعدين. اعرف اشوف انا في الوقت ده حسيت بكزا. او في الوقت ده. الحاجات اللي قدت لحدوث ده. الاحداث فيها حاجات قضاء وقدر. اه ما فيها ملهاش تفسيره. فيها حاجات لايها تفسيرات انت اشواء اخبالك منها. فانا لازم بقيت راجع الموضوع ده بسبب ان انا بسبب فترة اسوان عمومة. عشان مش عايز اتعرض لحاجات انا اتعرضت لها في اسوان اتعرضت البداوي في اسوان. فمش عايز اتعرض لده تاني فبقيت اتتبع كل الحاجات اللي بتحصل اللي انا بعملها. والتصرفات علشان خاطر اشوف يبقى عندي استقراء. للمستقبل يعني من خلال الماضي. فجيت عند نقطة بعدت البتاعة دي من اللاشاء. وقتها كان عندي كم فولور. وقتها كان بقى انزلي رسمي فيديو على احد صفحات الميمز والاكونت بتاعي. وكنت وصلت ساعتها لحوالي حاجة وخمسين الف فولور على فيسبوك. كنت بعطس. ها 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 شير. ها 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 شير. يعني انت انت شارك على فيسبوك كان قابل يوتيوب بس. اه. والكلام ده 2018. شهر اربعة. اهم الاربعة تحديدا. لن انسى هذا اليوم. بعدت الصورة في الجروب. ساين اوت. تعالى الفيسبوك قال لي تعالى لي. انت غير مصرح لاستخدام الفيسبوك. طب اكتب اكتب. ما فعلو لك الحساب? اتمسحت كل الداة بتاعته. هي صورة ليك وانت صغير صح? اه. ليه بقى? عشان اه اطفال. او ده الحاجات دي بتتاخد اه بشكل. شكل عنيف جدا. اه ما فيهاش تفاهم. ما فيهاش تفاهم. خالص. 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 وانت اصلا على جروب. على جروب. كان جروب او مفتوح؟ لا لا جروب شات. جروب شات كمان. جروب شات على المسنجر. اوكي. والمسنجر مش اند تو اند انكريبشن. يعني لو انت عايز واحد صاحبك يتقفل له اكاونتو على الفيسبوك. ابعت له صورة كنت عايز صغير على الواتساب. قلت له اسطب مالش يبعتها لي على المسنجر علشان خطر عايزة فرواضها لحد. طبعا انت احلامك اتضمرت في الوقت ده. في الوقت ده انا تشايف نفسي هنا. مم. بس لكي بتززوح لي افثاني? في الطالة الشقرب ينهار سود. ينهار سود. ينهار سود. ينهار سود. يا لا هو ايه؟ والتاع. وروح وااجي واحاول اشوف اي حل مفيش. فبلعتها. وقتنا كنت متخير ان احلامي تدمرت بس طلعت دي حاجة تفهى خالص قلت لسه اخدر اخدر كيوتيوب او كسوشيال ميديا وتواصل اجتماعي لكن مش في الحياة خالص يعني امن اصدقاء مرزبا للسوشيال ميديا ورحت بلعت وعملت اكاونت جديد وهيلا هيلا بص على الحيطة الحيطة مكتوب عليها صلي على النبي عارف النقطة دي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم المهم راح ناجيين ايه فدقت ومن الضيق بقى والقرف كان حد في البيت عمل معي موقف وحش رحت بنعمل ميم معاناة الاخ الاوسط اه عارف انت الميم بتاع مش فاكرك يا بتاع فيلم النظر اه يا استاذ عاطف مش فاكرك يا ابو صلاح اخوي حبيبي هي دي الابن الكبير ابن حبيبي ابن البكري وقرة عيني خد روش خد خد العربية خد العربية روش مع اصحابك وهو الواده التاني بيقوله بابا بابا انا كنت عايز عشرة جنيه عشان انزل على القهوة وهو ام جاي بيزقه اه وفي الصورة اللي بعديها الام اه اتي كوتي كوتي بطة كلبة قطة خد العب بالقطة على الايفون الواده الصغير التالت هم الاثنين هو بيقول لهم ماما ماما ما عليش بس عايز اي حاجة افتر عشان نازل رايح الكل ايه والاتنين بقى ايه غوريات معاناة الابن الاوسط ده كنت كده فعلي مش 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 يعني ما هو الطريقة اه يعني مش بالزبط بس يا بوي او ام احسن اتنين في الدنيا الحمد لله المعنى في بطن الشعر بالزبط يعني فالمهم جيت الحمد لله نزلته يعني من الهقس يعني من على الاكاونت الجديد تقريبا يوم 18 او 28 اربعة اه راح نزلوه على الصفحة وحطوا لينك الاكاونت وتعرفت بشكل ما فبقى عندي مجموعة من الناس يعني رجعت ايه افتكرتني ايه ده مش ده بتاع فيديو فيديو برنامج المسابقات اه بس وقتها برضا انا كنت لسه لا احد يعني وقتها انا كنت عايز اتشاف بس الرغبة في الظهور بس بغض النظر الطفل اللي عايز اتشاف مش هطلع عرقص لان يعني ربنا ما ادنيش المقومات اتقلت خليني اقفة رأس قدام الكاميرا يعني عارف انت كان في واحد منزل تويتا بيقول تتشابه قصتي كثيرا مع قصة سيدنا يوسف دخل السجن ظلما وسجنته ظلما لديه احد عشر اخ مش عارف لديه قدرة على تفسير الاحلام لديه قدرة على تفسير الاحلام واحد كتب له ريبلاي واحد سعودي قال له ولكن وجهك وجهك يا اخي ما يستدعي ان النساء يراودنك عن نفسك يعني رحم الله مرئن عارف قدرة نفسه فأولا ما كانش عندي مقومات انا اطلع باقي وكل ماشي وفاكة ولا ما تنفعش خالص خالص يعني ممكن دلوقتي بالسحنة الطرية اللي انا فيها دي وبرده ما تنفعش يحيا فوكس فوكس ايه 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 اكتر من كده ياس وانا كمش مركز يا ابني انت فاكر السؤال ايوا فاكر السؤال ايوا السؤال انت ليه بدأت يوتيوب لا امال امتى اللحظة اللي قررت انك هبيع كل حاجة ويجيب كاميرا ومايك اه اه يا لهو هو انا هو انت مين دول وانتو مين واحنا مين بص يا سيدي لو النبي لا لا خلاص خلاص شوفت احرجوك حاضر جت لست فيه اسئلة احنا لسه تاني احنا لدينا ساعة جينا طيب عند نهاية السنة الدراسية دي كانت السنة اللي انا من المفترض اتخرج فيها بس كانت حصلت لي كعبالة في السنة اللي قبلها لا اسباب مش هينفع تتقال وجيت مش هينفع نهاية تتقال ماشي 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 لا لا ده انا بس الحمد لله الحمد لله جيت بعد كده اه قلت لأ انا انا لازم ابدأ يوتيوب ليه بقى كنت عملت اه عملية الظفر الغائر الظفر الغائر في رجلك في اسبوعي اه وقعدت كتير في السرير اه وهي عملية بسيطة يعني مش مش بتصلبت يعني برشة عيد دوس على رجلك فترة اي اه بس انت بتقعد وقتها انا كنت مسحول في حاجة واحدة بس انا يعني اكتر مخدر من مخدرات البني ادم في الحياة هي الكرة والاراية اه لا شيء اخر من وجهة نظري عن تجربة شخصية يعني قبل انا ما كانش معك سمارتفون وقتها بقى كان معي موبايل كان وقع على جنبه اه وانا نزل من الشارع فنص الشمال ده كله التوتش بتاعه بواز فلما كنت باجي بعت رسالة لازم بتعملها بورتري عشان تجرب اه اخليها لانسكيب اه لا لانسكيب عشان اكتب الرسالة وانجاي داي سند وارجع تاني وهكذا واه اه مش بتصلبط بس في كلنا عشنا بشاشة مكسورة وكلنا عشنا بموبايل كاميرته ما بتفتحش كلنا عشنا فانا انا بقول دي عشان خطر اي انت تكون معي على الخط وانت اكيد عشت بموبايل حالته تصعب على يعني اي حد تاني بشكل ما بتتعود عليه اه بالزبط بتتعود تبقى شيء عادي بقى جزء من شخصيتك خلاص وفي الفترة دي انا كنت وقعت بقى فيما اسميه بكوم الزبالة بكوم الزبالة باختصار شديد جدا هي الفترة اللي انت بتكون مش قادر تبص لنفسك فيها في المراية لما توصل لمرحلة تخجل من النظر لنفسك في المراية انت عارف انت ببص لنفسك لو بصرفنا عايز تقول اه يا ابن التن تن ترران انت اه اه عايز تيال العنف الميمين ويهل ودك لكوم الزبالة النقطة المرحلة دي دي لها مقومات وليها طرق يعني باختصار شديد يعني معلش طب نخليها نقطة تانية لان في حد سأل السؤال باختصار شديد يعني كوم الزبالة بص هم ثلاث صفات أساسية اللي تثقى في ذاتك بشكل كبير جدا بتؤدي لاحتقار للذات احتقار الذات بيؤدي للكد وتصدرها للناس فالناس بتحب الذات الأخرى انت بتحقد على الذات الأخرى اللي هو انت أصلا انها محبوبة كتر منك ترسم صورة مش حقيقية للناس والناس بتحبها بس ده مش انت يعني فتيجي بقى انت تقعد بينك وبين نفسك انت مش عايز تكذب تاني وتنزل تقعد مع الناس عشان كل ما بتقعد مع الناس بتكذب فانت وبتكره الصورة اللي هم بيحبوها طب ما انا استحقها يعني انا وحش للدرجاتي انا مستحقش ان حد يحبني لدرجاتي طب زي ده دفعك انك تبدأ يوتيوب اللي هو لأ انا عايز ابقى احسن اه شخص احسن مش ده حرفيا اللي خلان نبدأ اللي خلان نبدأ بقى هي كانت اللحظة التالية دي اقول لك كنت بدأت في شهر تسعة او يا ربي تمانية تسعة ولا عشر المهم كنت فاتح الانستجرام ودي قلتها في فيديو من الفيديوهات كنت فاتح الانستجرام فلاقيت حد قريبي اكبر مني بحوالي خمس سنين او ست سنين متصور مع واحد اصغر مني بسنة الواحد اللي اصغر مني بسنة ده اه اتخرج من هندسة التصالات وبقى شغال معاه في نفس المكان وانا اعيد السنة واللي كان في واحد كان معي من سنتين اصغر مني بسنة اتخرج وبقى معيد دفع استثناء ايه فانت في الفترة دي بقى قلت هو انا عملت ايه في نفسي انت عملت ايه في نفسي انا عملت ايه في نفسي ايه اللي انا عملته في اسوان ده كان ايه ايه الجدوى ايه العباد ده ما كنت تعمل زي من الناس بتعمل وذاكر وتخرجوا واخرك في 2017 زي منا واروح اقضي جيشي سنة ولا سأولى تلاتة ولا ايا كان وبعد كده تشوف لك شغلانة وتتجوز ايه العباد ده ايه ده تيجي تبص برضو للتجارب القريبة جدا اخوك اللي مشي طبيعي زي من الناس بتمشي طبيعي تبص لختك اللي تنسئها جاي بكلية هندسة وانت لسه في كلية هندسة ما خرجتش وانا دخلت هندسة ليه اصلا طب ما كنت حولت من اول سنة بعد ما شلت اول سنة فالمهم وانا وقتها قعب بصباعي كده على السرير نعملش حاجة غير ان انا باستهلك اكبر قدر من المخدرات الحلال المسكنات اه متابعة اخبار ليفربول وقراية اراية في حاجات تسحلك وتخليك يعني ايه في عالم تاني خالص مش روايات ومش كتب بقى تنمية بقى تنمية بشراية حاسين ان انا كلب اكتر اصلا ما انا حاسين يعني انا عايز اقرى الاسلام الاسلام بين الشرق والغرب انا عايز اذاكر الموسوعة موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية قرأتها كلها انا قرأتها كلها بدي اف قبل كده مسروقة بس بعد كده حاسين بالزنب ان الرجل ده ما يستحقش ان انا اسرق المدر امية بتاعت اه فاشتريتها بس مش اشتريتها خدتها سفلاء من مكتبة اشغال اه بس خدتها باستحقق يعني هم الدهال يولي شكرا يعني الدهال فانا عارفها بس الحاليا ممكن اكون بذاكرها مش قرأتها قراءة عبرة الاول قرأتها قراءة عبرة فانت بقى ايه قاعد بتغير اي حاجة تخرجك شوف بقى المؤامرات بقى والدنيا برا اخرج برا يا حيط باتي خلص يعني خلص انت كده كده كلب انت كده كده ليش ايه انت كده كده مقامك قاعد بصباعك كده في السرير يا كتفهة اقعد بقى خليك مبسوط كده يلا شاطر هيه ضيعت كل حاجة وخلصت وقلت بقى ايه لا انا هبدأ هبدأ يوتيوب تاني هبدأ يوتيوب تاني ولا يا ربي مش هبدأ انا قبلها على طول كنت بدأت ان انا موضوع اليوتيوب التاني ده قبلها على طول انا اسف ان انا لغبطت هنا فكرت في نوعية محتوى معين ولا اه كنت عامل برنامج اسمه اختيارك للأسماء كنت طالع اول مثلا حلقة كان عن المحتوى المصري تاني حلقة كانت عن ازاي تبقى مشهور في مصر ودي موجودة عندي مقرشفها كلها حاجات ديت انت مش متاحة دلوقتي مش متاحة فقط مش متاحة كانت موجودة على صفحة الفيسبوك او وجه الكتاب كانت موجودة على صفحة الفيسبوك الفترة وبعد كده مسحتها اه بعد كده عملت حلقة عن المترو عن حاجات بجد بقى وانت رايح المترو فعليا انا في مرة في يوم جمعت كياس منديل من المتسولين في المترو وبعتها مقسبت نزلت بعتها منديلة شباب يلا معلش اعمل ايه طيب الناس خدوا مني انا مش عايزها اخد يما هاتي اخد يما هاتي عملتها من بيب الافي ونفعت حلقة عن كده واخر فيديو كان يوم اه عشرين عشرة الفين وطمانتاشر وانا الحمد لله بفتكر التواريخ بشكل يعني معقول يعني عشرين عشرة بعد ده اليوم اللي انا رأت فيه علشان عملت الضفر الغير وده اليوم بقى اللي ريحني في القعدة وفيه ترمي جديد لسه بادئ مع القعدة مع التقطير في الفلوس مع طريقة الاباء في التعامل مع الابن اللي دايما انا وقتها كان بينظر لي على انه يا عارف انت هقولك مثال قاله بيل بور في احد عروض الستانداب كوميدي عارف انت لما بتنزل مثلا القاهرة او الجيزة تلاقي فيه عمارة محطوطة في مكان ما كده حواليها سألات مدى الحياة ما بتتبنيش ما بتتهدش هي كده عارف انت فالناس باوهم عدية تقولك طب يا جماعة المابنى ده هيفضل كده على طول ولا ايه طب ما هنهده ولا هنكسره ولا هنضربه ابناء وينعمل فيه اي حاجة ايه البيت ده ايه العرف ده ازاي اصلا يبنوا مابنى بالماء شكل وحش جدا ايه المابنى ده شكلك تأثرت بالله هاتمي يا ابني هاتمي هاتمي اراك تأثرت لا 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 تمثيل انا ممثل بارع اسأل خالد في الموضوع ده واضح المهم لا بجده والله عارف انت بقى اللي كان انت كان بينظر لك النظرة تي اللي هو البيت الواقف اللي مالوش طب ما انهده طيب بس لو هدناها هنبهدر الدنيا حواليه وبتاع وهو يفضل كده هو هيخلص امتى طب ما احنا موقفين الميزانية عليه هو واقف هو واقف كده ولا بتبني ولا بتدهن الحيطة حتى تخلي شكله حيط ولا اي حاجة فانت كان بينظر لك النظر دي نوع كان مشروع وفشل كان مشروع وفشل وانت كنت بتفكر نفسك بيها كل يوم وانا لو عندي قافة فهي ان انا بفضل افكر نفسي بكل حاجة وياريتني بتعلم وذاكرتك كويسة ما شاء الله الحمد لله فلا تنسى الحمد لله ده بسبب الشيخ علي ربنا رب يديله الصح ده كان بيحفظني القرآن وانعال صغير ده اللي علمني اصلا ازاي احفظ ازاي احفظ التجويد بسرعة اللي اقرأ وانت بتسمع انت هتعرف الاحكام التلاوية اللي مكتوبة دي من النطق بتاع الشيخ وهتحفظ على رتم القراءة من الموضوع ده يعني من باب الاحباط او بسبب ان انت يعني وصلت للقاع خالص فده اللي دفعك انك تبدأ يوتيوب الترمي التالت ده بقى اللي انا بقولك عليه اللي هو 2018-2019 اللي هو فول 2018 ده كان الترمي المزعم ان انا اتخرج فيه عندي فيه بتاعي خمس مواد وبتاع هتخرج بس انا برح شوكولاتي خالص وقعدتي في البيت بصباعي خلتني اندامج قوي في اللاشئ وانت عارف الحاجة دايما بتكون صعبة لحد ما تعملها اول مرة بقت سهلة خالص وانا اصلا ما كنتش طالب قبل كده في اسواني انا ما كنتش طالب اصلا انا في اسوان كلها اربع سنين ممكن اكون حضرت ثلاثين يوم او خمسة وتلاثين اربعين يوم النقطة بتاعة العملاء بتاعة صباعك دي كانت النقطة اللي عندها التحاول لا دي عند النقطة اللي انا كنت خلاص شبه وصلت للقاع الترمي اللي بعده جه جت ايام الامتحانات جت ايام الامتحانات فيه مواقف بقى في النص مالهاش لازم انها تتحكي بس جت ايام الامتحانات رحت يومين شلت فيهم مادة اليوم التاني ما روحتش رحت يعني حليت بس انا عارف ان انا هشيل الثلاث امتحانات البقية ما رحتهمش وده كان الوقت بقى اللي انا يعني ايه قررت فيه اني احكي قصة صاحبك في قصة اسمعها صاحبك قصة اشان ما تسمعها اظن انت اسمعتها صاحبك اللي هو الندل لا ده صاحبي الوحش ده فيه بقى صاحبي الحلو بقى اللي هو قال لي يا ابني انت مش بتقول ان انت لما جربت ما عرفتش تتشهر ده اللي استلافت منه وخمسين جرام ده هبين او خمسين الف جنيه بما يعادل مئة الف جنيه وقتها كان يعدله تسعتاشر فاصل واحد واحد تلاتة اربعة واحد تسع اربعة زيرو تلاتة جنيه ده يعني مش لازم تكون بهذه الدقاءة اه لا لا بتباهب بذلك اوكي اوكي بتفلكس علينا اه فاهم عندي عضلات في موضوع لا الله بكلمة جدا هو كان الرقم كده اقول ليه بسبب ان انا كنت حافظه من كتر ما بشوفه بحوله لشوف سعر الدهب النهاردة عامل كام وهكذا استلافت منه والدهب كان عامل خمس تلاف متين اتنين وثلاتين وصددت له والدهب عامل سبع تلاف جنيه هو ايه اللي بسبع و ايه اللي بخمس الجنيه الدهب انت كنت حولها له جنيها تسعتاشر فاصل واحد تلاتة اربعة زيرو تسعة ولا مش عارف كم تسعة ده هو ده الرقم بتاع عظيم جدا بالجنيه الدهب وسألت الاول في حرماني انا طبعا انا فاهم اقتصاد انا عارف اقتصاد لو كنت ده دي مفهاش حرماني ان انا تم انتهى بسلعة لان انا ما بيني وما بينه قلت له انا واخد منك دهب مش واخد منك فلوس انا واخد منك قيمة جازا جرام ده ده كويس عشان راجل ما يخسرش برضو عشان راجل ما يخسرش صح برافو عليك ده والفلوس اللي اخدها هي هي نفس القيمة يعني كانت تجيب كم بيضة بقيت تجيب كم بيضة نفس عدد البيض هي كل حاجة الرقم هو المختلف بالزبط يعني كنت اخدت منه بتمن شوال الرز ما هي هي طب انت انت منك انا بتفهم في اقتصاد وعلوم سياسية يعني ايه راجل في البيتكوين والكريبتو كارنسيز والبلوكتشين اي حاجة ما تقدرش تتوقع لها شكل ثابت ليه علشان سلعة اساسية الناس بتحتاج بطرش تستغنى عنها اه والناس بتحتاجها الدهب سلعة اساسية الناس عمرها ما هتبطل تستخدم الدهب ابصل حاجة خالص لو هنقول مهنة اي حاجة تقدر تتوقعها ونخلينك تشوف النمط بتاع تحركها الحلاء 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 لو كل حلائين مصر قفلوا لمدة شهر مصر دي هتتصبأ اكبر معدل للجرب والامل في تاريخ عايز تهد مصر بجد والله ايه في المحلات الحلاء والله العظيم ما بهزر استضر حلائين والله العظيم ما بهزر زي كده كان ليه نظرية عايز توقع اقتصاد اي دولة تعالى على اقل عملة والغيها يعني تعالى في مصر ولم كل الخمسات الخمسة جنيهات اللي في السوق مصر وعد اقل لحاجة 10 جنيه دلوقتي بقى 10 جنيه لكن وقتها كانت 5 جنيه تعالى عند الخمسة جنيه فعليا مصر وعد انا برضي ممكن دي مشكلتي مع البيت كوين ان هي معرفش ايه اللي بيرفع تمانها وايه اللي بينازل تمانها بزبط بس التكنولوجيا اللي وراها صلد حاجة اه كتكنولوجيا لا طبعا طبعا بلوكت شين وفكرة ان انت مش محتاج وسيط او مش محتاج تتعامل مع الباني بس انا هتدي لك مثال بسيط جدا عن ان الحاجات دي اصلا بتعلق وبتنزل بسبب غباءنا بمعنى يجي اكتر هجاص في تاريخ البشرية ايلون موسك اكبر هجاص في تاريخ البشرية مثلا بعد فرعون وهامان مثلا يعني ما شوفش هجاص ما شوفتش في حياتي هجاص بالمنظر ده والله ده ادعاء قوي قوي ده لا لا ده مش ادعاء ده اكبر هجاص ولا انا مش عايز اقول لفظ تاني احنا بنقوله عندنا ليه ليه هجاص شوف مشاريعه اللي هو بيقول انا عايز اعمل مشروع كزا هكس هو بيعمل لا الراجل عمل ثورة في السيارات الكهربائية مش مشروعه مش فكرته عمل ماشي هو مش هو اللي عمل لا مش هو اللي عمل ماشي هو اللي قوي من الموضوع عشان معافلوس نيرولينك عفوا لا سبيس اكس مثلا حلو حلو اول حاجة هو يختب يبتكرها يعني اول حاجة تعمل طارت لا انا عايز اقول لا لا هو بقى هو مشهور بدول هو دول الحاجات اللي بتخلي الناس تقول انه هو عبقري لا مش دي الحاجات اللي بتخلينا نفتك عارف ان هو بادئ من بيبال وبدئ وبدئ بسبب ان هو خد فرص تعليم الناس في افريقيا في جنوب افريقيا ما كانوش بياخدوه عشان هما سود هو بيض هو اصلا بدأ بدايع عنصرية تماما لمجرد ان هو بيض في بلد هو مش زنبو يعني مش زنبو بس لا يمكن ننساها لا يمكن ننكرها ماشي يعني انا عايز افهم ليه بتقول عليها الجاص خد ببساطة جديدة جد هو ماش بدافع عنه ولا حاجة وسأني كلاف ان هو عمل حاجة كويش عملة كانت تافع جدا اسمها دوج كوين دوج كوين دوج كوين مش عالف معلينه هو بيحب يطرول يعني استنى بس هو نفسه يكون دمه خفيف ومحبوب ماشي دي نقطة ضعف عند اي حد اي حد ما ظن ان ده حتياج بشري قصي اه هو عنده كل حاجة تانية بس ما عندهش ده ان هو يحس ان الناس بتحبه وفي ناس بتحبه اه لا الناس بتحبه عشان خاطر هو اصلا اللي بدأ شهوة انا انتربرنور هو اللي بدأ الهاكسية دي مش هو والله هو لا يعني الناس زمان كانت بتقارن اي حد بيل جيتس انتها بيل جيتس وستيف جروس لا في دور العباقرة اللي بيقارنوا العباقرة والعيال بقى اللي لابسين نظارات واللي بيذكروا وكان صديقي مش عارف مين اما هو الون ماسك بيذكروا عباقري في عالم حل ده خلص كتب المكتبة بتاعتهم تقريبا كلها ما كلنا بنقول كده لا مش كلنا بنقول كده انا بقولش ان انا قرأت كتب كتير صلي عنك صلى الله عليه وحمد انا اشتريت بتلاتة مليار دوش كوين يا شباب ماشي حلو اشتريها بكام بتراب الفلوس دي حاجة انا بعملها في الفيفا انك تتلاعب بالاسواق فالناس كلها ايه ده اشتريت دوش ده اكيد هتغلى فيروحوا يشتروها يلقوها فعلا بتغلى اه يا حبيبي هي بتغلى عشان انت زي العبيت رايح تشتريها فبعد كده اشترب تلاتة مليار اعملوا له قانون تقريبا عشان يبيعهم تاني خلص ما عملش تويتس خاصة بالحاجات دي اتبالبيتكوين والدوش كوين لما نزل لما الناس طلعت الناس كلها استخدمت سيجنال ما دي بقى الفكرة ايه بقى وانا مش شايف فيه مشكلة الناس تخدم سيجنال برضو ما انا بكلمش في ده بس انا بتكلم في حتة انه هو نسوان هجوم الناس كلها اه خمسين الف تسكرة اقفال خمسين الف تسكرة اقفال فيلم محمي خلع اديلك ابسط امثلة خالص على الهقص اللي هو بيعمله كان يقولك انا هعمل هايبر لوب هندسيا مستحيل هندسيا مستحيل تكنولوجيا ملهاش اي علاقة هو بس اي حاجة شايني مستقبل سايبر بانك اضاءة بامبة وازرق خش تفرج فيه واحد غسله على القناة اكتب بس كده ايلون ماسك هايبر لوب هتلاقي فيديو بتاع قناة اسمها ادم سامتينج او حاجة كده انا مش عايز اجيب اسم ادم سامتينج لا اصامتينج بتيجي تتفرج ايه يا جماعة الهقص ده هو بجد ايلون ماسك قال حاجة كده اه وتلاقي الناس كلها بتشتهم وانت بس غبي مش تمام حاجة وغيرانك منه هو ملياردير وانت لا مش قصة غبي وقصة انه ملياردير خلينا نتكلم ايه بالحقيقة الراجل عمل التسلا مش هو اللي عملها اتعملت هو اشتلاها كم معاه فلوس يعني انا لو واحد انا احمد ابو زيد دلوقتي لو راجل باع كل ما يملك وبقى معاه مثلا خمسة مليون دولار ويا رب تكون كل ممتلكاتك تسوي رقم زي ده يعني في يوم من الايام راح باع كل حاجته باع خمسة مليون دولار شاف شباب عاملين فكرة مهولة بس تنقصهم العلاقات وا 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 راح بلعهم وخد كل حاجة وطردهم طيب خليني بس اوضح لك النقطة اتفضل 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 اوكي لو هنقيس على مثلا قصة مكدونالدز مثلا الراجل اللي راح عجبه الفكرة اشتراها وكبرها لهذا الصرح الضخم جدا 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 لكنها غير اخلاقية ليه غير اخلاقية هما اتفقهم على سعر ووافقوا عليه وخلاص الراجل اشترا وكبره هل تظن ان مكدونالدز كان ممكن تكبر لو لا الراجل ده بالفكرة ده ما ظنش جميل طيب نفس الكلام برضو ايلون ماسك انا مش بدافع عنه يعني هو مش جوز خالتي يعني ولكن انا متابع للراجل ده بيعمله من زمان وقرأت السيرة الزاتية بتاعته ومتابع الحاجات اللي هو بيعملها هي المشكلة ان هو بيوفر بيوفر في الوعود بتاعته واخد بالك لو هنعمل الموضوع ده في سنتين لا ما بيخدش سنتين بياخد خمسة هنروح المريخ بس بيعمل الموضوع ده كذا حد قبل كده جرب السيارات الكهربائية وفكرة ان هو يعتمد اعتماد كامل على العربيات ولكن المشكلة ان التكلفة كبيرة جدا هو جيب حلول بسيطة جدا طب ايه المشكلة التصنيع بتاع مثلا البطاريات طب احنا ايه هنعمل البطاريات عندنا فقال سعر العربية وزود الرينج ومش عارف ايه الكلام ده كله كويس فكرة سبيس اكس برضو فكرة ان انت مش متخيل الراجل ده عمل ثورة في السواريخ بتاعت الفضاء والعقود اللي عملها مع ناسا والحاجات فكرة انها تستخدم الساروخ مرة تانية دي دي حاجة يعني ما ظنش انها ايجات على دماغ حد ادي حد فلوس اسمعني بس هيجيب لك احسن على ماء في الدنيا لو مش في الفلوس خالص بعد ما باع باي بال ودي تعتبر اكتر حاجة نكحة وما فيهاش اي ما قدرش اجادل فيها خالص ان هو عمل باي بال اه ان هو او بدأ اصلا كان الراجل بيعمل استرطبات ويباعها كده من اجل التسلية دي محدش يدر ينكرها يا عم استان علي يا معلش هنعرف ان انا هبلعك في الكلام من كتر مباهر انا عدتنيش دقيقتين بتوى لا احنا انا عدتهم لب الثانية لا 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 استانى بس روء علي يا عم لما جاله كان كل سروته 25 مليون دولار اول حاجة عملها راح اشترى مكلارن بمليون دولار علشان يخش نادي ملاكل مكلارن هو حر في فلوس هو حر في فلوس طبعا بس علشان ايه علشان يعرف الملياردرات دول ويستخد اه ياخد فلوسهم علشان خاطر ايوة ياخد منهم فلوس علشان خاطر يستصدرها في حاجات دي حاجة تلومها عليه ما لومهاش عليه بس اقول اي حد لو عمل نفس ده هيمشي فيها بس مش كل حد عمل علشان مش كل الناس اخدوا نفس التعليم في فرصة مفيش حد فيها غيرك تقريبا خد نفس التعليم لأب كان بيتعامل لان هو كان من الاثرياء اصلا في جنوب افريقيا فهو خد كل الفرص خد كل الفرص المتاح اديني كل الفرص متاحة لكل الناس بدون اي استثناءات هو معلش يعني هو الافريقي الاسود اللي قاعد في بلده جنوب افريقيا انت جاي ادتني بالجزمة وقتلتني وقاعدت تمانين سنة بتقول علي ان انا ارهابي وانبهدلني وطردني وما يعني حتى ادخل الحمامات العمومية اللي في الشارع وبتعاملني علي ان انا حيوان وان انا عرق وجنسة اقل منك اصلا وبتتعلم وانا لأ وانت لما تنجح بعد ما تعملت لك كل ده ما انت لما انجحتش تبقى احمر اصلا هو انت بعد كل انا مهيأ لك العالم كله ده احنا كده نلوم ان كل واحد ابيض كان عايش في جنوب افريقيا خدت التعليم ده ما طلعش احسن من قلوم ماسك بمنتهى البساطة انت حرمت عرق كامل انت متخيل انت بترضى على نفسك في الحتة دي اللي هي اللي هو فكرة ان هو مش الظروف هي اللي خلقته الظروف دي تهيأت لناس كتيرة جدا في جنوب افريقيا ولكن مش كلهم بقوا زي علشان هما اغبية مش علشان هو عبقري يعني فكرة هو عبقري ديت انا اظن ان هو عبقري مش فكرة ان حدي الحاجات دي كلها ما بقى الشخص عادي لو ده هنقرنه مثلا بواحد زي بيل جيتس فاحنا كده نبقى ضربنا بيل جيتس بالنار اولى منها في مراحيد عامة كل واحد ليه الستايل وليه الاسلوب بتاعه يعني فكرة انت عندك الرجل بتاع امازون برضو ما تقدرش تقول ان هو شخص مش عبقر ما حدش اعلم رغم ان هو شخص عادي جدا بس يا فكرة ان هو ايه زي ما بقول لك المشكلة عمرها ما كانت في الفلوس او في الظروف طب اقول لك على حاجة جيف بيزوس اول فاند اخده كم من مين من المكتب الثروات اللي بيديروا ابوهم طيب لو سألنا محمد حسام خضر اه اقول لك المشكلة كلها في الافقار وتطبقها مش في الفلوس انت لو رحت الواحد يعني لو مشكلتك الفلوس فدي مشكلة محلولة هات بس فكرة وديني MVP وروح لمستثم اتلاقي يغضق عليك اسأل بقى انت دكتور محمد حسام خضر دكتور محمد حسام خضر لو عيت سعطسة فانا حافظها مفيش كلمة قالها كتبها بوست نزله الا وانا مذكره انا مبسوط ان احنا لقينا نقطة خلافية يعني ايه اه نخلي الكلام اه بنج بونج بقى خلينا نقل لعبها وننبسط بص انا بس عايز افهم ايه سبب دقتك من إيلون ماسك ايه السبب الاساسي انا بكره عبادة المشاهير وبكره الشخص اللي بيطلع تريند واحنا نجري وراه ويتخيلنا خرفان بكره اللي بيتعالى على البشر ويتعامل معنا على ان احنا فئة اقل هو ما زال بيتعامل مع العوام من الناس بنفس التعامل اللي كان بياخده في افريقيا في جنوب افريقيا انه هو حاجة والناس حاجة انا سمعت له قبل كده ان هو سابق افريقيا اساسا انها بيقى مش كويسة وانجوة امريكا اتلاقي ما كانش فيها فلوس بس ما كانش عارف ياخد فند هناك ولا حاجة راح امريكا علشان هي يعني الاوضاع هناك احسن وافضل والحاجات دي ما كانش عندهم اتزة في امريكا مثلا الاتزة ليه كان منتشر اكتر في جنوب افريقيا انا هدي لك مساء بسيط جدا دكتور محمد حسام خدر مش لاحز انك متحمل على الراجل افتر بس بس ماضي حاجة وازاي الراجل طلع ماشي اوكي طلع عمل باي بال عمل ستارت اوب في التاني في التالت في الرابع بعد كده سرق ستارت اوب تاني لوه بتاع تسلا اقرت له الكتاب بتاعه اكيد مش هار حاجة بيكتبها حشاش يا رجل صباح الفل مش هو اللي كاتب ده ده فيه واحدة تانية هي اللي كتباله ايوة يعني هي اللي قاعدت معه عن مدى عظمتي وجمالي مش مدى عظمته عن الرحلة اللي هو ميشي فيها يعني الموضوع مش ايه مش بامبي دايما يعني الموضوع كان صعب جدا حلو في كم واحد في العالم ده لو ادناهم كل السبل المتاحة لتحقيق الحاجات اللي في دماغهم هينجحوا مش نسبة كبيرة هنقول كمب واحد من عشرة في المية واحد من الالف يا سيدي واحد من الالف يعني من التمانية مليار بني آدم في تمانية مليون بني آدم لو توفرت لهم نفس الظروف اللي توفرت للرجل ده هينجح هتنزل بالنسبة انزل بالنسبة اكتر عارف الناس اللي بتكسب حاجات الياه نصيب برجوه فقرة تاني اوكي عشان الناس دول ما توفرت لهم مش الفرص فرص ايه انت راجل فجأة بقى معاك 30 مليون دولار ايوة فجأة بقى معاك 30 مليون دولار بس انت ايه في الاول انت في الاول ايه هل انت واخد التعليم الكافي اللي يخليك ازاي تستخدم الفلوس دي هل انت عندك تفكير لا احنا مش بنتكلم هنا احنا ناخد عينا عشوائية لا انا بقول لك قل لي نسبة الناس اللي فعليا قد يكون عندهم افكار كتير ما انت ما بتشوفش انا بتابع كل اخبار الستارتابات فيه ناس بتعمل استارتابات والله العظيم التلاتة يعني يقول لك انا هامل برنامج حلوى استارتابات دي استارتابات اه يا عم انا راجل شعبي يا عم بقى ما تتريعش علي لا لا هما البقى ايه البي مايانس والبي بلابس والكرانر والفواولد انا اجيب لك لوسطة عبدو هنا يعمل لك احلى شغل هدي لك بص ابسط حاجة ماشي هو راجل الظروف ساعدت عبقاريته انها تظهر حلو فيه كتاب اسمه ده انفير ادبانتج ففيه خالق فيه ظروف بتطيق الانسان جميل الراجل ده هو عبقاري بس الظروف ساعدته يعني خلاص بقى افرد في الفرصة اللي جات لي عشان خطر ما جاتش الناس كلها ماشي هو عارف يستغل لها صح ووصل لمرحلة واستغل كل الطرق الممكنة لحد سنة كل الكلام الجميل ده جميل مالش بقى تعالى ناخد خط تعالى بقى نشوف تعامله مع الناس انت بتقول ايه ايه الهايبرلوب ده انت شفت الهايبرلوب ما شفتش في افكاره بقى الجديدة شايني افكار شايني قوي هو بيحب يمركت للحاجات بهذا الشكل والحاجات دي وامراها ما هتتتعامل ببساطة جديدة جدا يعني مثلا انا اقول لك بقى ضمن الحاجات اللي بتعفرت البنياء ده كلنا فينا تناقضات بلا استثناء وانا اكتر واحد في الدنيا دي فيه تناقضات وانا اسوأ واحد في الدنيا تعالى دلوقتي شوف يقولك انا هدي مكافأة خمسين مليون دولار لاكتر شركة تقلل من استخدام السي او تو اوكي تسلى اكتر شركة في العالم بتطلعت سي او تو علشان خطر بتعمل بطاريات عمل البطارية انك تصنع بطارية اصلا دي حاجة مكلفة جدا ومهلكة جدا للبيئة صباح الفل يعني احنا بنقلل من استهلاك السي او تو كبنزين علشان خطر نزود من ده اوكي طب هل بالتناسب احنا بنعمل بطاريات طيب عمل ترك عربية نقل اه ماشي بالكهربا حمولتها تقريبا واحد على ستاشر من حمولة الترك العادية ليه عشان تلاتة ربع حمولتها بطاريات ايه لك انا هعمل هاي بطاريق تحت الارض طب ما نعمل مترو انفاق يا اصلا لا اصلا ده اجيب لك ايه باد حرفيا العربية بتركب فيها وبتمشي تحت الارض طب المترو زعالك في حاجة ما هو مترو اطول واكبر وبيخدم اكبر عدد من الناس ولا انت عايز عايز تبيع للناس واو سايبر بنك انا جامد انت يا سيدي جامد وعملت اللي محدش عمله وعملت اول بنك الكتروني وبيعته بمئات الملايين وازونه دلوقتي بقى طبع حد في الصهاينة بين شركة صحيونية اللي بتديره باي بال على ما ازون خلاص انت جامد يا عم انت جامد اعمل حاجة كفاية هاكس كفاية هاكس سبيس اكس وبتاع اوكي يا سيدي جميل انت صاحب النظرية بتاعته يعني هل انت الوقت يبقى احنا نتكلم كعبقرية ولا كإدارة هو ممكن يكون كمدير عبقري عبقري كمدير اوكي لكن تعال لي بقى في العبقرية بقى بتاعة يعني انا مثلا بالنسبة الدكتور محمد حسام خدر انا ليه بحب دكتور محمد حسام خدر جدا عشان فكرة برنامج عشان فكرة موقع فتكات فعليا الراجل جاب فكرة كلنا عارفينها بس هو خدها حطها انا حاسس انك بتبخص الرجل حق لا انا قلتلك يا عم هو عبقري والظروف ساعدته انت بتقلل جدا من اللي الرجل ده عمله جدا لابعد مما اي حد يتخيل طيب انا عايزك تشوف طيب هشوف انا بكل تأكيد هشوف بس انا فعلا لانك قرأت كتير وتابعت كتير جدا القصة والصعود والهبوط والمشاكل والحوارات اللي زيدي وانه كان على وشك الافلاس مثلا فترة من فترات لانه استصمر كل فلوسه في الفكرة اللي هو عايز يعملها وحاجات زي ريات لعيوب اكيد لعيوب زي اي بنا ادم كلنا جميل وميزات وعيوب ولكن اللي يبخص حقه لانه بيحب بيحاول يبقى فاني لا هو ده متقيل دي حاجة بتاعته ربنا خلقه كذا احنا ماشي بيقول حاجة ماشي 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 انك تبخص حقه انه هو مثلا هو مش حجز الهايبرلوب والطيارة الساروخ اللي هيطيارك من باريس مش عارف لجنوب افريقيا في تلت ساعة انت عارف لانت هتماوي تركب كلها هي الفكرة في ايه ان احيانا الانسان بقاش قادر يتخيل ايه اللي ممكن يحصل مثلا في العاشرة او العشرين او الخمسين سنة الجايين يعني تخيل من مئة سنة مثلا مكانش فيه لا سمارتفون ولا تلفزيون ولا اي حاجة ولا الكلام ده خالص في ظهر في مئة سنة بس انت طلعت الفضاء ومحطة الفضاء اللولية وسمارتفون ثورة لو حاجتها الواحد في الفترة يجليك يا عم انت ساحر بس ليها اساس جزيائي ورياضي ماشا نفس الكلام برضو بالحسابات كانت فكرة العربات الكهربائية دي غير مجدية على الاطلاق وهي ما زالت غير مجدية على فكرة مين لا لا والله غير مجدية خالص مهما هتكبر وهتاخد قد ايه من حجم السوق بتاع الساعة كل البلاد دلوقتي حتى خطة في مثلا مصر مثلا 2035 مش هيبقى فيه عربية بنزين بتستورد كله هيبقى الكهرباء في دول اوروبية بالفعل طبقت الموضوع ده اني 2021 ده عشان مرزومات البيئة مش هيبقى فيه عربية بنزين ده عشان البيئة ماشي ما العربية الكهرباء بتقلل من استخدام الوقود الحفري وبتوفر طاقة كبيرة جدا بس صناعة البطاريات بتستهلك اصلا وقود حفر صناعة البطاريات انا كنت كنت عمكت شوية في البحث في موضوع صناعة البطاريات تكنولوجيا البطاريات من اصعب المجالات مليون جدا خطر جدا جدا واللي هو عمله بصراحة عمل نقلة ده فكرة ان انت بتركب عربية بتمشيك مثلا 600 ميل في الشحنة الواحدة ده حاجة عظيمة فكرة ان العربية مش محتاجة ضاير لها بنزين مش محتاجة صيانة فكرة العمر الافتراضي بتاعها في عربية تيسلا سجلت مليون كيلو متر او مليون ميل رقم خرافي خرافي عشان تبدل البطاريات فأنا انا شايف الراجل ليه مميزاته ليه ريوب بس المحصلة النهائية بالنسبة لي بس تيسلا مش بتاعته مش فكرته تيسلا الاول عربية كاربائية معمولة من العشرينات تقريبا التكنولوجيا اللي تعملت مش هو اللي اختراعها بس محدش قدر يخلي الموضوع حاجة صورية بشكل ده لانه مشهور لا 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 في ناس مشهور بس ما عندهمش حتة تناعيز يعني مثلا بيل جيتس مثلا الراجل ده اكتر واحد بيمتلك اراضي زراعية في العالم ماشي هل كل شوية بيطلع يقول هنزود انتاجية الامحة التلاتين مليون في المية علشان ما بيهجسش عشان اي حد ينجح في اي حاجة بتحتاج اكتر من عامل يترسه كده في خط مستقيم علشان الموضوع يشتغل الموضوع مش بسبساطة اننا خد فلوس يابني خد تمويل وطلعنا حاجة حلوة الموضوع ما بيمشيش كده خد فلوس يابني ما هو يابني اللي خد فلوس ده علشان عمل كذا ستارتوب قبل كده ونجح فيهم فعليا فبقى عنده علاقات مع ملياردرات ومستثمرين طيب فالناس دول بقوا يستثمروا في الشركة اللي هو لسه مشتريها يا سيدي انا معنيش مانع على خالف او رشح لك تكره جدا السيرة الزاتية هيطلع يقول انا هجاص يعني مش هو اللي بيقول مش هو اللي بيقول لصاحبي فيه حد فيه محررة المحررة دي يعني مش هو كان بيحكي لها هو كان بيحكي لها وهي كان بتاستقصي كان بتاستقصي الحقائق بص المحررة على فكرة بتنفخه في حتة معينة في الكتاب جميل بتنفخه جدا وتقول الصفات المش كويسة فيه كل الحاجات دي طب انا عايزك بقى تشوف كل حاجة عن إيلون ماسك غير تيسلا وسبيس اكس لحد 2007-2008 هاد بقى انت اللي عملها اللي هي هتعمل الهايبر لوب والهايبر مش عارف ايه كده ميناء مش عارف ايه والقطار اللي مش عارف ايه انا اظن ان الدينية بتتقدم بسبب الناس اللي بيفكروا في حاجات مجنونة زي إيلون ماسك كده يعني محدش كان يفكر دلوقتي مثلا في النيورو لينك فكرة من انت توصل حاجات في دماغك والترجم للإشارات والكلام ده اه كلنا بنحط وفي المستقبل ان شاء الله هنعمل حاجة زي دي بس فيش حد بياخد الخطوة يا مست الراجل ده ان هو ايه برو اكشن شوي ان هو راجل يلا نعمل حاجة انا والله اتزحمة النهاردة خلاص انا هفكر في حاجة تنجيني من الزحم ده انا الانترنت بيوصل لمناطق ومناطق لا خلينا نعمل اسبيق بتاع الفضاء ده النت الفضائي بتاعه تيجي مصر تقولك انت بتهزر يا ابني فل يا ابني الكلام فحاجات زي دي خلينا نتخطى ايلون ماسك ايا كان اتفقنا على الاختلاف يعني هو الراجل له ما له وعليه ما عليه وعمل اختراعات جميلة افادت البشرية ويا رب كل حاجة بيعملها تفيد البشرية بطريقة او باخرى وانا مش هداي على فكرة لو اي حاجة اللي قالها دي افادت البشر البشرية والله بجد مش بقول كده كأن انا بمرها من الدنيا او بليسها لا انا اكيد مش هداي يعني لان عليش خلينا نتكلم احنا كده بنتخطى اي ام موسك اه اقول حاجة واحدة بس لما اخذي انا مين لما اخذي انا مين لما احد اقعد في العرم جاي بيكلم على لا انا موسك اكيد لا يعني بس ماشي طيب خليناي سألك سؤالك يعني اظن ان هو اول سؤال هيجي في الذهن اي حد اتفرج البودكاست ده من اول دي اللي هو انت انت يحي ولا خول لو انت دقنك فين وشعرك فين يا لا الموضوع مش عميق اول للدرجات يعني حلقتي عالتها مجبر اخاك لبطل علشان ايه علشان مش عارف حسيت ان الجو حر وانا محتاج حلقها علشان خاطر التربية العسكرية طيب تربية عسكرية ايه ايه ده انت لسه في الكلية يا ايو وانا عارف قبل البودكاست يعني بس اكيد وانا قلت له هديها لك يعني يعني حصريا فقط على دروس ده لو واحد مثلا ايه نجا من اول ساعة وكمل البودكاست اه نجا من اول ساعة طيب انت ازاي لسه تجربتي التعليمية صعبة تعدي في كلية كم سنة بتعرف تعدي لحدك ايه وانت ليه لازم يا ابني تخلي كل حاجة لها ايه عادي يعني اجابته عدد اه من ايه من هناك من هناك نفسها تعرف مين هناك عارف انت انا بحب اللعبط يا عم الله يهديك صلي على النابي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 2012 خدت شهادة السنوية العامة 94.39 من 100% مجموع 387 من 410 بالمستوى الرفيع بتاع الانجليزي 4.5 درجة حكيت في قصة السنوية العامة كان ستريم متأسأس على القناة الاساسية عندنا ايه ازاي السنوية عام دي وايه سبب الوقع اللي انا واعتها لو حابب نتكلم فيها بعدين بعد ما نخش اه يعني خلينا في كلية الاول انت ليه اصلا ازاي في كلية الحاجة دلوقتي ايه انا عملت ايه ايه اللي حصل معي انا قعدت في اسوان اربع سنين الموسم الدراسي 2012-2013 ده انا في الوقت ده ما حضرتش في الكلية غير من يوم 30-9 2012 بداية الدراسة لحد يوم 18 اكتوبر بس 19 يوم هتشير منهم الجمعة والسبت كده كم يوم ولا ينجد تقريبا اسبوعين تقريبا اسبوعين بالزبط يعني من غير من غير حساب الاجهزات بعد كده دخلنا في اجازة العيد ونزلت اجازة العيد كانت من يوم 18 تقريبا ليوم 25 رجعت ما روحتش الكلية ولا يوم لحد نهاية السنة الدراسية تقريبا ليه علشان انا ما سألتش نفسي اصلا وانا رايح الكلية هو انا بروح الكلية ليه احنا ما حدش بيسأل نفسي الاسئلة ده باشا احنا بنروح عشان لازم نروح ما دي بقى الفكرة انا بقى وقتها كان بالنسبالي ليه لازم انا متعود في سنوية عامة ان انا بحل الواجب بتاع الدرس بروح الدرس ليه عشان لو ما روحتش الدرس كنت في كلية هندسة صح كلية عملية كلية عملية ولية تجربة فيها لان اخويها الكبير مهندسة كهربا هندسة القاهرة قسمة كهربا باور فانا عارف المفروض ايه اللي يتعمل بس كنتش بعمله ليه لان انت لو جربتها مرة هتبقى سهلة معاك يعني انت لو جربت في مرة ان انت تشيل مادة دي مش هتكون اخر مادة تشيلها مستحيل اللي بيشيل مادة لأول مرة او اللي بيفوت امتحانه ما بيحضروش او اللي بيفوت حصة في الدرس عمرها ما هتكون اخر مرة مفيش حاجة هو زي السابحة كده بتكور انا عايز اعرف برضو جابت السؤال هقول لك ما روحتش الكلية ما روحتش هو انا فعليا ما كنتش عايز اروح البديل بقى كنت بدل ما روحت الكلية بروح على الجامعة وايه بقى يلا بقى اكون صداقات شوف بقى ساعتها اتحاد الطلبة والأسر والحاجات دي ودرس الدنيا كنت متخزل يعني كنت دراسيا اه طبعا طبعا فأول سنة دي ما كنتش بذكر ما كنتش بروح ما كنتش بروح ما كنتش بروح ما كنتش بروح فروح تعيد دي مش حاجة كويس على فكرة ما انا عرف انها مش حاجة كويس وانت شايفني قاعد بسقف وانا بقولها مش عارف يعني بس لا انت لو متخيل ان انا قاعد بقول حقق حلمك مش قصة حلمك وزن في الكلية تفكرة ان انا مرحش كلية عشان اروح ليه ايوة عشان تخلصها عشان تنجز ما دي بقى الفكرة ان انا مش داخل وانا في الماغي حاجة اصلا ما هو دا الغلط ما هو دا الغلط اصلا استراتيجية اختيارك كلية انا ما بطلع استريم في اي وقت الاسئلة كلها في الكومنتات ادخل كلية كاذا ادخل كلية جالنا اسئلة كتير فعلا وصراحة جماعة يعني اصلي لو الاختيار بايدك كنت اقول لك اه ازاي تختار بس انت في نهاية المطاف انت بتأمل والتنسيق هو اللي بيوديك حسب بقى ايه ما هيبقى الفكرة كلها فى انه انا كياحية انا ليه دخلت هندس اصلا عشان اهلك عايزينك تخش هندس علشان انت علم رياضة هتدخل ايه غير هندس كنت عايز تخش اقتصاد والعلم سياسية اقتصاد والعلم سياسية او علوم كيمية يا دي يا دي ما كنتش بصص بقى الفكرة طب انت هتشتغل ايه لا انا كنت بصص لفكرة ايه الحاجة اللي انا بعملها لما بكون ما بزاكرش ده كويس اه لما بكون ما بحلش واجب الدرس اعب بعمل ايه دلوقتي يعني ما كنتش بتروح الكليه مثلا وبتقرأ في الاقتصاد والعلم سياسية لا كنت قاعد بشوف بقى انتخبات اتحاد الطلب وبتبعها وبتمشي ازاي وبتاع وعايز اعرف دول بينتموا لأي فصيل ودول بينتموا لأي فصيل اتشار دي ما اجب كلام فارغي اه سميها كده سميها كده وطبعا يعني بدون اي اهانة لأي حد شغال في الحاجات دي وبرضو في نفس الوقت طالب جامع المفروض يذاكر ويتخرج من الكلية فأسرع وقت ممكن علشان يعرف يشتغل ويتجوز علشان يعرف يبدأ حياته لان انت لو ما تجوزتش فانت مش طرف تبدأ حياتك انت عدت العشر سنين على هذا المنوال لا خد عندك بقى الضحك اول سنة اه انا ما كنتش الشخص اللي هو له حياة اجتماعية ما قبل المسافة الاسوام فانت شفت الشخص اللي هو خرج من القرية الفقيرة البسيطة الى اضواء المدينة تكنت في قرية قبل لا ما كنتش في قرية بس انا بقولك شايف النظرية دي لو احد ما كانش بيخرج من البيت خالص غير لعشان رايح الدرس راجع من الدرس المصروف اللي واخده واخده علشان يروح الدرس ويرجع من الدرس المواصلات وترجع ما انت هتصرف في ايه هتحتاج فلوس في ايه فانت فعليا ما بتخرجش من البيت لما بتيجي تقول ايه يعني حتى ايه ايه شباب مش هنخرج ما كانش فيه الاوبشن ده يعني حتى ما كانش فيه غير هي ده في السنوية العامة الكلام ده لا ده على طول ماشي السنوية العامة وقبلها وما قبلها ده رصب اجازة تشوفهم البيت خالص عطول قاتل البيت كنتش بتنزل تلعب في الشارع يعني ولا الهوى فيش خالص فيش نزول خالص هو كده يعني مرة الفترة اللي انت كنت هتنزل تلعب فيها في الشارع ما غير ما هتنزل تلعب فيها في الشارع يعني ده ملابش في الشارع وانت صغير نهائي خالص ازاي انا احتكاكي اوله بجد انا احتكاكي احتكاكي بالبني قدمين خارج نطاق العيلة كان يكاد يكون مع مع دوم يعني صفر مش صفر على الشمال صفر برك كراسة يعني صفر على الحيطة واخبالك وده اللي كان مخلي عندي رغبة قاعد متقفل عليك كان في جرة وطلع لبرة يعني اه زي ما بيقولون وانا كنت مستمي اللحظة دي وانا لا انسى بعد اسبوعين بالضبط من الدراسة كنت ببعت لهم واتصل يا جماعة انا عايز ارجع انا مش مستحمل ده في اسوان وانا في اسوان انا مش هارة فاعد هنا وانا كنت مدلل اوي انا انا بالوم لو في حاجة بالومها بالوم ان انا كنت عيل مدلع دلع رخب شو بقول لك كنت بطلطش بس كنت مدلع وادلع يا اخي برضو ما بيطلعش ما انا اقولك بقى مدلع ازاي انا عمري ما عملت حاجة لنفسي قبل 18 سنة ما كنتش بشيل ملاية ما كنتش بشيل مكان ما باكل ما تقليش يعني ودي حاجة بقى انا لاحظتها وعشتها وشفت تويتر بتقول كده ان الواحد اللي انا لاحظته شباب من الغربة ومن مختلف الثقافات ان الامهات بتعامل الشباب على ان هم معاقين تقريبا او ان هم مشلولين فعليا ولا بغير ملاية ولا باخسل شرابي بعد ما انا بقيت كده لما عدت في اسوان اتعلمت ده في اسوان بقى ان انا اخسل شرابي اعمل بس اتعلمته بطريقة صعبة جدا لما وصلت المرحلة اللي هو يا ابني اخسل شرابك انت هتلبس الشراب ملبوس يخرب بيتك النتانة دي ما هي مامو على طول بتعملي فدي حاجة يعني يعني هي دي مش بتلخص الدلع عمتا ده بقى ما ده الدلع اللي يبوز ما نقصد بقى ايه ما هو فيه دلع دلع حلو اللي هو اتكتبتة قتة قتة ماشي احنا عائل صغيرة بنحب نتدلع بس اصدد ده البوزان وبصراحة من الحاجات اللي فارعت معاه في طفولتي يعني مش بشكل كبير بس كان لها تأثير يعني ان احنا مثلا بعد الاكل انا واخويا محمود كان واحد بيشيل الصينية واحد بيكنس مكان الاكل دي حاجة عظمة جدا لها حاجة بسيطة جدا بس كتباب لموقف ان انا وانا بكنس الحصيرة مرة بعد الاكل كنت بقى يعني ايه بحانتف قوي اللي هي لو فيه زر الطراب قبل اش عارف ايه لازم اشيلها يعني فابويا اتعصب عليها اللي هي ما تخلص بقى يا رواية يعني انجز يعني فاما قالت له لها لا سيبه ده احمد بيحب ان يعمل الحاجة يعملها بضوير يا السلام ده الكلمة دي نزلت على قلبك زي عارف شهورك بقى لما دحكت ابوك اوه يا الله اي مزكتني اي وسبحان الله فكرة انك تعمل الحاجة بضمير دي كميلت معايا وزادت جدا لحد ما وصلت البرفكشنزم وطريت بعد كده اننا ساعة اللي تلت بتعدل الشاشة اللي وراي عشان اللي نعكي عشان بس عناية نظرة جديدة وبتاع فعلا ماشي اطريت بعد كده ان انا ايه ارجع البرفكشنزم شوية صغيرين عشان يبقى فيه عملية اكتر يعني فهي الحاجات البسيطة دي الاهالي فعلا والابهات والاموات الجداد محتاجين محتاجين ان يبقى فيه توعية ان الحاجات البسيطة اللي بتزريعها بتكبر مع العيل حاجة اتخيل كلمة بسيطة كممكن تتقل بك باسلوب تاني تضيع المعنى كممكن تقول او بطل حسوكة ابني وخلق فهي الحسوكة شيء مزموم يعني او تبقى مثلا بدونس كده مجاي واخد مسكوع ألم انت لسه بتكنس شكت درجات يا اخي لا ده نعرف عبهات يمكن عشان خالط طرح انا بتكلم في الموضوع ده كتير مع الناس فيجيلي رسائل في الخاص في الامبوكس اللي هو كمية عنف واسري بتيجي في سكتي اكمل لك عدت سنة سنتين مثلا خد عدلع لا 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 انت بتكلم في الكلية لا لا استنى مالي بقى دي الفكرة انا مش في دماغي اصلا الدراسة ما فيش حد بيتابع معاك البيت ولا الهوى البيت ولا الهوى انا لما جيت بعد اسبوعين انا بقولك ايه انا قعدت فعليا والله فترة قد ايه اول اسبوعين ليا في اسوان ما دخلتش حمام والله ما ببالغ مش عارف تخوش الحمام مش عارف يا رجل حتى انا حكيتها في فيديو من الفيديوهات كان فيه واحد فاكك زنقيته بطريقة صعبة جدا فيديو بتاع الجردل تقريبا وان انا بخسل هدومي لنفسي على ايدي وكان سكن طلبة وبتاع فكان وفعلا الفكرة بقى في ايه يا ابني هو انت لوحدك اللي كده ما الناس كلها كده ما ايه على فكرة الشباب اللي كانوا متغربين معنا كنا في جامعة طنطة كان فيه شباب من بلاب بعيد يعني وكانوا وساكنين في المدينة كانوا اشطر شباب في الكلية اشطر شباب في الجامعة المخترب ده اللي هو يعنينا مش ابقى مخترب وبعيت عن البيت وما فيش اي حاجة وكمان مش هذاكر بل العكس ان هو عنده وقت كبير جدا للمذاكرة انه ما بيضطرش يسافر زينا الجامعة جنب المدينة الجامعية فكانوا ما شاء الله بيرتبهم وده اللي كان الحال عندي برضو والمفروض ان ده يبقى الطبيعي يعني المدينة الجامعية اصلا من قوانينها عشان خطر هي محدودة تأدير عالي عشان تستمر فيه اقل من تأدير كم على ايامي كانت امتياز تدعت منها طبعا بعد اول سنة لا انا كنت بشرب الناس شاي وحضر افراح الامن فقعدوني السنة اللي بعدها بعد ما دبلرت وانا اول سنة فعليا رايح الامتحانات انا ما عرفش الناس دي بتقول ايه انا رايح على الفاينل الفاينل كان من ستين واعمال السنة من اربعين رايح بأعمال سنة كام تقريبا صفر ما فيش ضميرة صاحبي بياسرا بي ما هو بقى دي الفكرة البصلة بتاعتي ما كانتش في التجاهة الكلية نهائي وعلى الرغم من اننا يعني حتى كنت مستغرب اهلي ما نقول لك هو على طول كان دايما متشاف ده يحيى ده يا لهوي ده 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 اكتر واحد شطر في العيلة جابوا الكلام ده مننا مش عارف كابتن يحيى ده اشطر واحد فيه اه والله كانوا كلهم دايما شايفين يحي ده يبقى اشطر واحد في البيت اشطر واحد في العيلة طب ماشي بناءا على الشوفان ده محدش كان بيتصل عليك مسا عملت ايه بيتصل وانا اه تمام زال فل اه بتنصب زال فل اه طبعا طبعا بيقولك انا مذاكر الكتب بقى 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 لي سنين اه معلم اه المهم وصلنا النقطة وهي التالي انا قلت لهم يا جماعة انا مش هينفع اكمل ده اخوي قال لي هيحيى هات امتياز وحاول ابويا هات امتياز وحاول ماشي امي هات امتياز وحاول يا جماعة انتوا جايبين الامتياز دي منين ماشي خلصت اجازت العيد بقيت اروح بقى عالجامعة تعرفت على ناس عملت صحاب ضفعتي اصلا كانت 36 طالب عشان كله حول كله حول وكله حول حتى لو ده لو سقت ترمة او شال ترمة بس هو كله حول ضفعتي 36 طالب معرفش فيه حد ما بقيتش اروح الجامعة اصلا بقيتش اروح الكلية ما روح الجامعة بس وعب بقى في الكافيتيريا وبقيت فعليا ايه ايه عارف انت ايه حيادة بتاع الكافيتيريا انا على طول قاعد شهر بتتبعتلي بس انا بقى مش باصص بقى لنقطة ان اه اهلك ولازم مش عارف ايه. انا كنت ناوي احكي الحدودة دي لما اتخرج وانا الحمد لله خلاص. ده كنت جاهد. اه. ما يعني اه ماشي. ماشي حضرتك. عاس ان انا بجليدك يعني. بص بقى اقول لك على حاجة. انا مش قادرة استوعب يا صاحبي بصراحة يعني اللي هو يا عمي يا عمي ماش يلعب براحتك بس عن طريق سعدل. بص بقى من اقول لك على حاجة. احكي لك قصة. في تسعة. فيه مجشلة من عشرة اصدقاء. تسعة منهم. ما تساحب ليش مع حاجة. تسعة منهم. تسعة منهم جابوا اعلم يا جميع. العاشر جاب مجموع دخلوا كلية التجارة. التسعة دخلوا كلية الطب. نجحوا في كلية الطب. صاحبنا دخل في كلية التجارة. اتخرج من كلية التجارة. اشتغل في التجارة. حبي استثمر فلوسه. استثمرها في المجال الطبي. فتح مستشفى. واحد من التسعة بيقول احنا كلنا دلوقتي شغلين في المستشفى بتاعة صاحبنا بتاع كلية التجارة. بس كم. دي زي بتاعت بيل جيتس ما انجحش بس مشغل. يا صباح صديقي. كش عارف ايه. كب بتجيب شريخ دي اياميها. 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 شفت بقى. المهم اكمل لك يا سيد. فعدت اول سنة شايل كم مادة. انا الموضوع ده رأي انا مش بحب اقول الكلام ده عشان خاطر ما بقاش بقى احب بالكلام ده لحد. فيقول لك ايه ده. ده يحيى اللي احنا بحاول. انا بحاول عدل التأثير من خلال التعليقات دي. ففعليا انا فعدت اول سنة. دلوقتي دخل على تاني سنة. ها. يلا يا ميحيا. هنعيد اعدادي. عادي. كل الناس بتقول لك ان عدد سنين هندسة خمسة زائد ان حيث ان عدد لا يساوي صفر. عدد طبيعي. انا عارف انت الافي ده. يعني ده افي بيتقال على طول. لا ده بيتقال على طول في كل في اعدادي كل ما بتخش قصة. ماشي. انا عندي عقدة مهولة من مادة اسمها الرسم. انا انا ما بقدرش اتخيل الحاجة. ثري دي. ثري دي. خلاص. ما بقدر. او خصوصا الحاجات. استنتج المسقط التالت. على الرغم ان الجبر والفراغية هو فرع الرياضة الوحيد اللي قفلته في ثانوية عام. مالوش علاقة بالكلية. المهم يا سيدي. فبعد اول سنة بعد ما عدت اول سنة قلت انا هحاول. خلاص. يا رجالة انا هحاول. حتى قلت الزميل اللي معايا في المدينة الجماعية ان انا محاول. انا رايح علوم. بس شوف بقى. انا وقفت عند نقطة. ممكن اكون بخادع فيها نفسي. واقعدت فترة طويلة بخادع فيها نفسي علشان خاطر اطبطب على نفسي كده ولايسها. لكن لا. انت متتليسش انت تتلطش. كنت محطوط قدام موقف ان انا. عاليش او استناعي عربية حمار معدية بمكانة مية وراها فبتبدب يعني. ده الصوت في ودني كأن عربية المية ماشي على حجري. لا لا. اتس نورمل. اتس نورمل. اوكي. امبيانت. اه. فايه اللي يحصل. تنسيق سنوية عامة السنة اللي بعدي على طول ظهر. كلية اقتصاد وعلوم سياسية بتاخد من تلتمية سبعة وتمانين. لسا الحلم بينخشج. اه. انا هنا بقى تذكرت بقى الرزمة اللي فيها خمسمائة ورقة ايه فور. انت حضت فقى خطة للاكتصاد. تلخيص. تلخيص كل الكتب اللي قارتها في سنوية عامة. من اول العقد الاجتماعي جان جاك روسو. لحد كل كتب دكتور عبدالوهاب الميسيري اللي كان نزلها خلال الفترة دي. لكل كتب الفلسفة السياسيين والاقتصاديين. استنى بس علي. هتعرف يا صاحبي انا انت فيه تشبيه جي في دماغي حالا. اللي هو اه عارف لما يبقى فيه الناس بتوع المونتاج ممكن يفهموا الموضوع ده قوي. عارف لما فيه تراك صوت وتراك صورة. بس مش زبطين مع بعض. وشي وصوتي? اه لا. اللي هو مش وشي وصوتي لا. اللي هو انت بتعمل حاجات حلوة قوي بس متشفتة. اه. يعني انت مسلا الالف وخمسمائة صفحة دول لو كنت عملتهم في فترة الجامعة. مية بس. يا مية من عندي يا سيدي. الالف وخمسمائة صفحة. لو كنت عملتهم فترة الجامعة كانوا يبقى جامدين جدا. وكنت ركزت في في السنوية مسلا. فترة الانفتاح والانطلاق والحاجات دي لو كنت شفتها شوية قد زبطت معاك. حقيقة. فده التصور اللي فيه بس تشفيت اللي اتنين محتاجين نتعملهم سينكرانيزيشن. مزامنة بس. حاصر. حاصر. انت بتعمل حاجات حلوة قوي بس في غير معتها. مليون في المية. مليون في المية. فأنا دلوقتي قدام مفترق طرق. هادخل. اقتصاد وعليم سياسية. ده مؤرزة. عايش. يرجع لمفترق طرق. كنت في مفترق طرق. انهاي عم يحية. هتدخل اقتصاد وعليم سياسية جامعة القاهرة. ولا هتحول علوم. انا حتى مدى كنتش دخلت السمر عشان اخافة في المواد اللي انا شايلها. بس انا كده 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 مضابلر لان المواد اللي شلتها كانت كتير. موتر ما اول موتر ما اتاني. فها هتعمل ايه? ابو يكلمني. وقال لي انا اوثق فيك. وان انت اقدها. وهتكمل في اسوان. انا كان في الماغي ان انا عايز احول اصلا علوم اسوان. انتم متخيل? الهدف بالنسبة لي كان ان انا مابقاش قاعد في البيت. ان انا ابقى ابعد مسافة ممكنة عن اهلي. وهتدي لك مثال بسيط تقدر تستشف منه حاجة. الترمي التاني في اول سنة بدأ تقريبا يوم عشرة فبراير. عشرة فبراير الفين وثلاثتاشر. انتهى سبعة وعشرين. لا انتهى اه. التواريخ مش مش الحاجة المهمة او بالنسبة لنا يعني. لا بس هي بالنسبة لي مهمة. انتهى سبعتاشر ستة الفين وثلاثتاشر. اوكي. انا اعدت كده كام يوم? الفترة دي. الترمي التاني ده كله. ما نزلتش يوم واحد اجازة بيتنا. وكنت بقعد بالاسبوع والاثنين ايه في الموبايلي او ما بردش على حد من البيت. فشوف انا كنت اعمل ازاي. شوف الفترة. انا كنت اعمل ازاي. انا كنت اعمل ازاي انا كنت اعمل كده ليه? انا مش عايز اي حدا تربطني بالبيت. انا بعيد. انت مش عايز تجاوب على سؤال انت ليه ما انجحتش او كلمة بذكرش. لان ما فيش سبب. لان ما فيش سبب اقدر اقوله فعلا. فعلا انا ما عرفش. يعني انا دلوقتي هاتني مع نفسي هناك مع نفسي من عشر سنين. انت عايز ايه? انت بتعمل ايه? هتخانق معي وهزعق فيه. وهقول انت مش فاهم. انت عايز ايه? انا فاهم انا عارف كل حاجة. انا عارف. عشان كده انا فعلا لما باجي اتكلم مع حد في المرحلة العمرية دي. انا يا ابني والله انا لبست نفس الجزمة. انا لبست نفس الجزمة دي وطلعتلي كمية كلالي في صوابعي. فبالله عليك اسماني بالله عليك. والله مش لازم تمر بنفس التجربة. والله العظيم هتتعب. والله. انا عجبني الفيديو اللي انت عملته عن السناوية العامة ومصايح اللي بتده لالناس والتشبيهات بتاعتها. اه والله. هزيزها حقيقية او نبع عن تجربة يعني فعلا. اخد عندك بقى واجع القلب. كان عندي فرصة اخش علوم ورتب واطلع. لان انا فعلا كنت اشاطر في المواد. ما دخلتش. وكان عندي فرصة اكون سفيه. وادخل سفيه بالره مش بالهي يعني. سفير وادخل اقتصاد علوم سياسية. وفعليا كنت هبقى حاجة. فعليا كنت هبقى حاجة. اللي منعك. اللي منعني. ان انا مكنت شباف اسواع. ان انا كنت تبقى في قريب من البيت. انك ان هيبقى. بخير من البيت ليه. كانت هتبقى بتمرس علي نفس السلطة اللي انا كنت كارهها كره العامة. سلطة ان انت مش صاحب كلمتك. يا عمي ماشي يا عمي. ما دي بقى ما انت احنا نتكلم على مراهق. يا ريس ما عليش برضو في الكلام يعني. ايوة ايوة ايوة. انت تملك كلمتك في الوقت ده بمناسبة ايه. ما دي بقى الفكرة. تعرف تأكل نفسك. ما دي بقى. ما دي بقى. انا بس اقل نفسي. وانا ليه ما ينفعش. عشان كده انا اول حاجة عملتها كنت بروح ادور على شغل. لان انا مش عايز حدي الديني فلوس ويقول لي اعمل وما تعملش. ما دي بقى الازمة. تعرف انت شاف لي واخذ البيت كند. هو البيت اساسا اذا كان بيقصوا عليك او بيكلمك فوق. انت بتكلم انهيح يا. انت بتكلم انهيح يا. بتاعد الوقتي ولا بتعمل عشر سنين. اجيب لك بتعمل عشر سنين هيقوم يكسر المكان هنا ويفضل يصرخ ويزربا ويقول ان انتو خطفينه. لا اصلا بصراحة مش لاقي مبرر يعني واضح. ما فيش مبرر واضح. ما فيش مبرر واضح فعلا. انا فعلا بيقول لك انا لو مسكتني. طب صحابك في الوقت ده كانوا فينا صحابي. صحاب مين. ما كانش فيه صحاب. ما فيش صحاب. فيش اي حاجة. انت عايش مع دماغك يعني. مع دماغك. هو فعلا انت صحبي جيبي. وعم دراعي. وعم دراعي. اه 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 والله. عايز اقول لك ان انا اوقات فراغي في اول سنة لها كنت بقضيها ازاي. بص بقى بص 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 العبض بقى. كنا في الايام دي في المدينة. الفطار بيكون بيدوك اه. مسلسات وحلاوة. لا. بطين. اه بطين نيتين. مش مسلوق يعني. ما انت بتعملهم. فيه مطبخ طبع السكن. اه او كي. مطبخ لكل دور. او لكل جناح. بطين. وعلبة مربس غنانة كده. اللي هي عارفها. وعلبة جبنة. ده الفطار. او بيضة واحدة حاجة كده. انا كنت بجمع البيض. انا عارف ان انا خلال الاسبوع ده. تستنى. كنت تتحدفوا الناس. اه. خلال الاسبوع ده. فلان الفلاني. ده دايقني. علان العلاني. تيرتان البتنجاني. مش عارف مين الحمصاني. دول دايقوني. اوكي. فكل واحد فيهم. بكتب اسمه على بيضة. وبسيبها. وبعمل ايه. في الشتا. بتبقى الناس خارجة. مستحمية. انت لازم. ساعتا كان بيبقى سخان واحد بس في الحمام. وحمام واحد لكل جناح. ففي الشتا لازم تصحى الفجر علشان مش انت راجل بقى مؤمن. لا انت عايز تستحمى. عايز تلاقي ما يسخنى. غير كده مش هتعرف تستحمى. فانا كنت بطلع. احنا كنا في الدور التاني. انا كنت قطي امتين وتمانية اللي جنب الحمام على طول. فانا كنت بطلع في الدور الخامس عشان ابقى كاشف الحمام بتاع الدور التاني. بطلع في الشرفة الجانبية دي. فاي بقى معايا كده ايه؟ بيضة الاسبوع. يوم الجمعة اجازة يعني. وهي يوم الجمعة ده يعني ايه ده اللي بحدف فيه يعني. بجمع طوله الاسبوع ويوم الجمعة بحدف. فاطلع يوم الجمعة بعد صلاة الفجر كده. اقعد فوق. وبيضة كل واحد. انا عارفهم بيستحموا. انا خلاص بقى درست. طيب يا جماعة هو احنا كنا يعني بنسجل وبعدين كان لسه الرجل هيرمل بيضة عن الناس في الحمام. في النور قطع. والديت الاوديو ما كانش راضي يشتغل وكان يعني معاناة بصراحة. الحمد لله. الحمد لله. اه. عشان انت كنت بتعمل حاجة شريرة. ودي حاجة على فكرة يا شباب انا والله العظيم مش بقول ان انا كنت بعمل كده فايه ده? الله انا ريوش كنت بعمل ايه? دي حاجة انا ارفان منها يعني. انا بس بحكيها عشان تعرف ان يعني يعني ايا كان العبط اللي انت بتعيشه في فترة من حياتك. اه حرفيا حرفيا مزرعة البيض. فزي ما كنت بقول لك عشان خطر ان اعدي الحتة دي بسرعة فكنت بياجي يوم الجمعة بعد الفجر كده والناس خرج من الحمام اه انا عارف كل واحد بيستحمى الساعة كم عارفت الروتين بتاعهم. فبامسك كل بيضة اللي عليها اسمه والله اللي ربنا كرمه. وما استحماش النهاردة مش هتتحدف عليه البيضة. واللي ما تحدفتش عليه البيضة انا برميها خلاص. يعني هو خلاص يعني مش هرميها على حد تاني. الرجل ده مسلا ما بطلعش يشوف من الحدف. لا هي رشأت البيضة في وشه وها لسه ما استحمي فيضطر يدخل يستحمى تاني ويفضل يسيبه. يا لعنى انا اخد حسنات اضيع بها السيئة انا لسه واخدها على حدفة البيض. بس البيضة كان بيكون مسلا دايقني. بس انا مش قادر ارد عليه لان هو فعليا ضخم الجثة بشكل كبير جدا. نفس الشخص ده لما كان عمل معي واتكا ضخمة قوي طوله مترين تقريبا. وفعلا لو بس سقف كده سقف قدامي. عارف انت بتاعت اه بتاعت هلك. انا هو بس يسقف قدامي كده انا هطير. طب يعني ليه كنت بتعمل الحاجات دي يعني مش فاهم برضو. لو اتقفاشت انت انت كنت انت حاري يعني لو اتقفاشت. لا بس بص يعني ايه في الصعيد او وتحديدا في اسوان اي واحد جاي من بحري فده اه خواجة. طاري. اه طاري. خواجة شوال ابيض اقراسي. انا انا متفاهم او فكرة ان احنا يعني بيبقى عندنا نوع من ايه. العنصرية الجميلة اللطيفة. كل ايه كل حاجة عليها حاجة. اه. يعني في مصر عماتنا كل حاجة عليها حاجة يعني. اه. اه. فانا متفاهم ده جدا. الانتماءات الاولية اللي كنت بقول لك عليها. اه. المحافظة بتاعته احسن محافظة. والبلد بتاعته احسن ايه. ايه. انا احنا مش مصري. لان احنا ما بننتميش لمصر. احنا بننتمي الانتماءات الاولية. اه. الانتماءات الاولية. ايه الانتماءات الاولية. انا نوبي. انا عرباوي. انا هواري. انا من الاشراف. انا مش عارف ايه. انا من منطقة كذا. لكن محدش يقول انا مصري زي المصريين. واحنا من تمين لمين يا غريب انا مش مش. انا بتاع ايه? عقباوي ودم محامي. فاهم? اه دي ازمة كبيرة حتى في ناس كتير اتكلموا عليها. الانتماءات الاولية. يعني اخلينا ان ايه. احنا عشين في مجتمع من القرن التمتاشر. العشر سنين بتوع الجامعة دول. او. اقول لك بقى. اعدادي اعدت فيها السنة. دخلت السنة اللي بعديها. مش هينفع تدخل التحاد طلبة بقى ان انت عيد السنة. مش هينفع تقعد في المدينة الجماعية. بس انا الحمد لله عرفت اقعد عشان خطر كنت موجب مع الناس. اه اعدت السنة دي وقلت لازم بني ادم يعني الحمد لله عدتها وبالصمر خلاص عدت بكل حاجة زي الفل. لكن كالعادة شلت الرسم لان الرسم لازم بيتشيل. انا ما معرفش ايه. لا يعني كنا بنين المسألة وبنعدي يعني. لا انا كنت بطيء كمان جدا في الرسم. انا عمري في حياتي ما معرفت اعمل حاجة في الرسم. كنت نجحت في رسم الترم واحد والترم التاني لأ. يعني اللي هو معرفتش عد فيه. دخلت السنة اللي بعديها اولا انا كده عايد سنة. السنة اللي بعديها دي دي اللي عملت فيها المعرض اللي تسرقت فيه واللي فعليا مضيت على الناس فيه وصلة امانة لو تفتكر لما حكيت فيه ان انا كنت عايز ابقى غاني بشكل كبير جدا وكنت بحكي دي وانا متضرر اوي في فيديو ان انا قعدت في الموسم الموسم الفين واربعتاشر الفين وخمستاشر الترم الاول جبت في مادة بي بلس والباقي شلته. الباقي كله شلته. فلما جيت بقى الترم التاني لأ لأ. امسك نفسك وقعد ذاكر. حصل فيها مسيو عبد الحميد اللي انا اتكلمت عنها. الغريب ان انت. استنى بس مسيو عبد الحميد ده اللي هي بتاعة كرسي الانجليزي اللي جاي من جامعة كامبريدج بمتنجني صاحبي السايق صاحبي السايق ده اللي كنت قاعد معي قاعد معي اه في نفس الشقة في نفس الاوضة في نفس الشقة لمدة اول سنة. وتاني سنة لما كنت عيد اعدادي. ولما دخلت اولى كان اقعد معي في الشقة. والترم التاني بقى من اولى. اولى اللي هي بعد اعداد يا رجالة. نفس الشخص ده طلع هو اكتر شخص فعليا بيقزيني بلا اي مبرر. في وشك حبيبك وفي ظهرك كان فعليا حاجة صعبة. الصحابة غادر الصحابة يا ساعة التلبيل. او الصحابة يا زميلي وبهدلني خالص. فانا لما عرفت حتى ما كانش عندي من القسوة ان انا عمل له حاجة. فعليا لان انا انا كنت بحب الودة خالص. وكنت بعزه جدا. لان هو فعليا كان شخص يعني تحسبه ان هو بيتعب ايه. كان حلو كان لطيف كان ظريف يعني. كان النقيد بتاعي تماما هادي وراسي ورايق. وانا بقى النطاط اللي عمال يروح وما صرح جامعة وبتاع مش عارف ايه. فلما عرفت كده خلاص يعني قلت له بص يسطى يعني بالله عليك خلاص. وخفت منه واحد واحدة ومن غير ما اقول له سبب حتى لان هو ايه يعني مثيله يعرف الواحدة. وايه الترمي التاني بقى انا قاعد مع نفسي. يلا عم يحيا نستجدع نبقى رجالة. يلا بينا الحمد لله عديت. واحنا هنقضي ها ترمي الترمي لحد ما اه ما انا فعلا الترمي الاول سيء الترمي التاني ده بقى كنت بحضر وبذاكر. فانا كده زاكرت ايه. عديت الترمي التاني. اه انا كده زاكرت ايه او اعدت ايه. يمكن وانا عيد اعدادي ماشي اعدادي انت عايد فكده كده يعني ما تعتبرش انها سنة لان انا فعلا كنت بروح انت ما كانتش حتى ببقى اعمال سنة كان بيبقى على الامتحان اصلا وخلاص. واعمال السنة بتبقى حاجات بسيطة واخرج في كل مادة شغلتها انك تجيب جيد بقى او حاجات كما. فيعتبر الترمي التاني ده اخطر ترمي انا قضيته في اسوان وده اللي حصلت فيه. بتاعت اه الناس اللي كانت بتطردني واللي بعته بلطاقية يدوروا علي وكنت مستخبي جوه مكرباص وقاعد ساقت كده في الكنبة الورانية وقول له الرجل انا معاك بس فسحني يا عمو. ولو انت عديت مزا انسان عادي كده قضيت حياتك. ما اه ليه ليه ما عملتش كده. اه والله. اه والله العظيم. اه والله. سحان الله. اه عادي ما كانش عايبة. ما كانش عايبة ايه? بقى كان ممكن ابقى في مكان تاني افضل. حتش عارف. او ممكن كنت. اه بالزبط. ما كانش يبقى محتاجة بسطا يجي البودكاست. اه بالزبط. كان زماني دلوقتي مثلا مهندس شغل في قرصكم. انا بفكر اوقفي الحاجات اللي الانسان احيانا بتقابله عقبات او حاجات زي كده. ولو رجع به الزمن هيقول لك اه لا انا هعديها زي ما هي. لا انا مش هعديها زي ما هي. هيكت سبب فيه. لكن الفكرة هنا ان انت اخترت الحاجات ديت عن عن ارادة. مش هي اللي كعبيلت قدامك وانت البستالة. لا انت اللي رايح ل بتاع برجليج. فاهمني. فلا اما. حصل. اخدوا عندك بقى. اه. جيت بعدها الترمي اللي بعده بدأت بقى موضوع البلاطي. اللي هو كان بدأنا بقى في الموسم الدراسي خمستاشر ستاشر. اه عايز تبقى غني. لا. انا عايز ازي الناس اللي مسحت بكرامة الارض السنة اللي فاتت. انا عارف ان ده انا هسقط فيه ومقدم اصلا على تحويل من اول ما بدأت. انا عارف خلاص يا يا عميح يا انا هحول واعيد سنتين. انا موافق. بس انا مش هعدي الموقف ده ابدا مستحيل. انا لازم عمل الموضوع البلاطي ده. فعملت الموضوع البلاطي ده. فعملت الموضوع البلاطي وحكيناه في قصة البلاطي فالله عايز يسمعه. والحمد لله. تعريب بس اخد بالك حط في الاعتبار ان في ناس ممكن اول مرة يكونوا بيسمعوك. مليون في المية. انت عملت ادي وعملت ادي تبني على حاجات. ممكن ادي ملخص بسيط. استلفت من من والدتي سبع تلاف جنيه. وقلت لها انا هنعمل هبيع بلاطي. انا عندي وجهة نظر مسبقة لان انا من سنة كنت عملت اه معرض للكتب والبتاع ده. وعرفت الدنيا بتمشي ازاي. معرض الكتب والادوات الطبية والمعملية اللي بتتبع فاول شهر في جوه الجامعة. وكل الامن حبيبي اصحابي. والدنيا زي العسل. فلما دخلت السنة اللي بعدها انا مطروض من الاتحاد الطلبة. مفصول من الاتحاد الطلبة. بامر اداري من الجامعة. لاسباب ما لهاش لازمة. اه بس يعني لاسباب ايه? لاسباب ان في ناس معينة لازم تمشي من الاتحاد الجامعة. الناس اللي بتعمل القلق يعني. وانا كنت بعمل القلق كثير في الجامعة يعني. فهحكيها في قصة مش ممكن تسمعها لما كنت رئيس الاتحاد الطلب. فدخلت بعد كده قلت بقى ايه زبطت الامن. فالتحاد الطلب اللي كان قاعد كانت اسرة اسمها بي وي اس. بي وي اس. بهدلني ينوبك سواب. اكيد مش ده الاختصار بس انا كنا نقول حاجة تانية غير بهدلني يعني. يعني ايه اي حاجة معلين. المهم اه او بهدلني يا سيد. معلين. فروحنا جايين. انت بتاعك تفاصيل. اه. فجيت رح تفارش فرشة. فرشة. نصباية. بالفلوس دي رحت جبت من اه شبرة الخيمة اه ورشة او مش ورشة مشغل قتلية. راجل جميل جدا اسمه دكتور احمد حبيب ده كان دكتور. وقتها كان لسه معيد في كلية التمريض. راجل زي العسل. من قلطف واجمل النقس. انا كنت مسميه احمد حبيب قلبي. الراجل ده بخمس تلاف خمسمية وستين جنيه جبت منه متين بلطو. والراجل كرمني لانه قال لي انا مسوط ان انا شايف ايه حد بيقلق وبيفرق كده وبيعمل اي حاجة يعني بيحاول يخلي فترة الجامعة بتاعته حلوة قلت له اه 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 او. واخذ بالك. الحمد لله خدت البلاطي والبقت معي شوية فلوس دي بقى اللي زبطت بيها ان انا هجيب كزا ولا اعمل كزا هجيب بقى الادوات المعمل وها كزا. المهم ان السماء. هتاجر فيهم يعني هتجيبوهم بعمل الطلبة. هبقيهم للطلبة. بس ما كانتش ينفع سافر في اليوم اللي انا كنت رايح هجيب فيه ادوات المعمل من الاصر العيني شارع الاصر العيني في القاهرة. موبايل اتسلت من ايه دي كده من على متساكل. فامي دي اشارة من ربنا قلت لها ربنا ما بيكلمش البني قدمين باشارات. يعني لأ. ما تحاوليش. شوف انا كنت رسا عمال اقول لك دي اشارة ان لما النور قطع للمرة التانية. النهاردة. وحصلت حدثة. بس ماشي. فقلت لها ربنا ما بيكلمش البني قدمين باشارات. انا هعمل ده يعني هعمل ده. ولو على الموبايل ده كان اول موبايل يجي لي هداية من حد في حياتي. فانا هعمل ده يعني هعمل ده سلت الكل. روحت بقى اصوان جبت حاجات من اصوان. السبع تلاف جنيه اللي كانوا معي. الحمد لله بقوا عائد مش ربح لأ عائد حاجة وخمسين الف. الحمد لله. فقد ايه? خلال اول تقريبا انا بدأت يوم الحد. يوم الاتنين كان اجازة. كان تقريبا ستة اكتوبر. صحبي انت بتديني تلات اربع اربع كنت جيبت تمن البضاعة. خلاص. اوكي. والحمد لله كان ليا بعض الجميل على ناس تانية. اللي مثلا اللي ميسك اتحاد كلية الطب وكنت انا اللي ممسكوا اتحاد كلية الطب. لما انا كنت رئيس اتحاد الطالبة. آآ لماعت اسمه كده وهب يلا مش عاقب ايه تاتة ايه لهوي ده يلا ايه ده ايه الجمال ده قد له بطة. فالناس انتخبوه. زبطنا زبطنا يعني. اي حاجة كنت تحصل نعملها ونقول ايه ده مش ممكن عزة اللي عملها ايه لهوي وبتاع. فالناس يقولوا لأ ضغط حلنها ده حلو. رحت بعت لهم البلاطي وحكيت بقى التفاصيل دي كلها في آآ. الحمد لله. الحمد لله انك حكيتها بك ده. حمد لله. خلصت خلاص جبت تمن الحاجة وجبت لنفسي اول موبايل من فلوسي. يعني اللي انا بس عايز افهمه. ان العشر سنين دول انت عملت فيهم حاجات يعني بعيدا عن الكلية. آآ. حسيت انك مرحوش خضر مسلا. لا هو مرحوش خضر. من ناحية مرحوش خضر هو مرحوش خضر. وهقول لك بقى دلوقتي ليه? خلصت ووقتها كمان كنت دخلنا مسرح الجامعة وكنا عاملين مسرحية هتنافس على مستوى الجمهورية. الحمد لله. خدنا المركز التسعتاشر من تمنتاشر متسابق. خدنا ايه? خدنا حرفيا صبونا وحشة جدا. وخسرنا وفي الوقت ده انا رحت اخارج من الفندق اللي كنا قادين فيه ركبت التاكس. احنا كنا بنقدي عرض ده في القاهرة. ورحت على بيتنا وقيل لهم في البيت يا جماعة انا محول اصلا وانا مدخلتش متحانات الترمضة. فايه? يلا انا هحول. واحد صاحبي كان في هندسة المطرية. رحت حولت. اتقابلت في هندسة المطرية. بطريقة يعني تكاد تكون اسطورية يعني. الحمد لله عرفت احول. فاخر يوم بعد ما التحويل اصلا كان افل كتبوا اسمي بالرصاص. واحد سحب التحويل بتعبه في اخر الثانية بجد. اللي هو رجع في كلامه. لا مش عايز احوله. وانا اسمي كان محطوط على الاحتياط. دخلت مكاني. فدخلوني مكانه الحمد لله. بتحصل لناس كتير الحمد لله يعني مش انا الوحيد اللي اخصلتلي. وعدت في هندسة المطرية كم سنة. ما نبص بقى. اول ترم ليه في هندسة المطرية جي بي اي ثري بوينت فور. اه السمر ثري بوينت سكس تقريبا. الترم اللي بعده اللي هو ستاشر سبعتاشر. العام الدراسي ستاشر سبعتاشر. ده كده كان النص التاني من الترم خمسشار ستاشر اللي هو من العام. صاحبي ما تدينيش تفاصيل. مش عايز تفاصيل. ماشي. الديني جينرال. الديني جينرال. ستاشر سبعتاشر برضو جبت فيها ثري بوينت ثري تقريبا. اللي هو بي بلس. عدت كم سنة في هندسة المطرية. استنى بقى. وخلاص. لا لا بالله بالله مش عايز اعرف. عدت كم سنة في هندسة المطرية. الفين وسبعتاشر بقى بدأت المشاكل ترجع تاني. بتعيد اسوان آآ من تاني. آآ لما جيت قلت لك ان انا بدأت احس ان انا لا احد. ان انا مش عارف ايه. وعيز ارجعتان. طب يبني. تبادئ يوتيوب. ما انت كنت كويس. وبقيت كويس اهو. وحطيت لنفسك خطة ان انت تتخرج بدل الفين وسبعتاشر كما كان مزعما. هتتخرج الفين وثمانتاشر. يبقى انت اخرت سنة. مش مشكلة. حصلت دروب معين. مشكلة حصلت في الجامعة حاجة ليه علاقة بتسجيل المواد. فبقيت مجبر ان انا اتأخر ترمي. فدي حبطت المعنويات. فبدلا ما كنت هتخرج تمنتاشر بقيت هتخرج تسعتاشر. رجعنا بقى لان حاجة لك في الاول. والحالة النفسية اللي انا كنت مش عارف ايه والهكس بقى او اللي الزيتة دي. يبني طب ما كنت تركز في البتاع. يبني ما انبطلت لكيك. مشواري اللي كلها كان بيبقى كده كده ساعتين. يا عم مايشة ما كل الناس بتروحه. انت ايه يعني التراوة دي ما تنشف شوية. لا انا ما كنتش نشف خلص بقى. وكانت فارق معايا قاوي الزحليقة اللي انا خدتها من اسوان لهنا. وان انا بقيت مش عارف ايه. فجيت قلت. طيب. احنا نعمل ايقاف للقيد. يعني انا كنت هتخرج عام ١٨ عادي. او على الليلتر من قبل عام ١٩٩ بانا كده متأخر سنة ونصف. وعملت ايقاف قيد. بس. ليه? كان فضل لي هي بالزبط كان فضل خمس مواد وفجت ايقاف القيد وبتخرجها. الف مبروك يا عام. فانا عملت ايقاف قيد طول فترته في اليوتيوب. ايقاف قيد يعني انا مقيد في الكلية بروح ادفع مصاريف. الله ينور عليك. بالزبط. مجمد الامر. ودي حاجة قانونية يعني كنت رايح دافع لدفع المصاريف بتاعت ايقاف القيد اللي هو يا جماعة انا اسف يعني وانا مرتبط بموحيد يعني الترمي ده فمش هدخل الان. خليني يعني ارجع بك شوية للثنوية العامة لاني جاء بص بيقول ايه محدد جدا مش عايز نتفسح ماشي. شوية المحدد جدا عشان تدوغتيني معاك. اوكي. انا شوية احمد الطيب ده انا مالي ومالي ومش عايز اعرفه اصلا. احمد حبيب. احمد حبيب ولا اشوفت مالي يعني هنساف يعني ده هيسقط من ذاكرات العالم. بس انا واستحق ان انا اذكره بشكل كوروصير. انا اذكره عندك يا عم. انا اذكره عندك يا عم. انا اذكره دلوقتي يعني. انت كنت قلت انك سبت الدراسة خالص وعدت تكتب 1500 ورقة وعدت تكتب تحليل. مش سبت اللي هي لأ يعني حطتها على جنب كده. كنت جايب مجموع. مانا كنت جايب مجموع في تاني ام قوي قلبي. ما مش عايف ليه انت انت بتبالغ في تقدير قدرتك الشخصية انك هتقدر تلمي الدنيا في. ما ده بقى الهاكس هاي اللي انا كنت عايش فيها على طول. انهو. لا 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 انا. انا ده كان هروب مثلا من الواقع. ان انا انا مش هزاكر بس انا دلوقتي هكتب المانيفستو بتاعة الحلول اللي محدش عايفة خالص. انا كنت مثلا قريت كتاب. اه. فبلخصه. لمين. قريت مثلا العقد الاجتماعي الجان جاكرو رسو فبلخصه. اقريت مثلا سيكولوجية الجماهير فبلخصه. نفس نفس الفكرة من زرادل برضو قلت لك عليها انهو تشفيت مع الاوديو والفيديو. انت بتعمل ده مش وقته. طب استنى طيب لما طب ما كنت اتجيب تلتمية سبعة وتسعين من روبة مية وعشرة. وادخل اقتصاد وعلم سياسي. وفي اللحظة دي انا بقول لك مليون في المية. ما حدش في بيك انها اعترت. مش لو ادخل هندسة. لا ما كانتش حد هيقول لدخل هندسة. شوفت بقى. طب دي اسمها ايه بقى اللي انت اسمها حاجة ما ينفعش نقولها. وانت عارف انه ما ينفعش نقولها. ده اسمه استهبة. اه اسمه استهبة. لا لا يعني. ايه سراحة. ايه شايف ان جيت لك فرص كويسة جدا. اه. بس ايه ده انت يعني بتشوف ايه ده اسوأ اسوأ طريقة حبيبي انا ماشي فيه. ايوة ايوة ايوة. ايوة ايوة بجد. ايوة ايوة. لو في نصيحة حابي بتقولها الشباب. ايه ده احنا انتخلصنا بسرعة كده. اه شوفت ايه انت تتخرقت في ثانية. انت تتخلقست السانوية دي في ثانية. ايه ده ايه السرعة يعني? لا لا يعني ما انا تعلمت بالكلية. ده بيطردني. ده بيطردني. ده بيطردني. خليس اسألك اه عن شوات نصائح للشباب اللي في الثانوية. انا عارف انك عملت فيديو جميل جدا عن الموضوع. والتمثيل بتاع الجون وان انت بتشوت ان انت بتتحكم في حاجات معينا. وبرضو يا بو زيد معلش انا ما فشلتش في الصنوية عامة يعني ما تتكلمنيش كان انا فشلت في الصنوية عامة. لا لا حاجات تانية. ما الفكرة ان انت بتضيع وقت في حاجات حلوة بس في غير وقتها. اه. يعني احيانا شباب بيسألني مثلا بتاع الثانوية انا عايز اتعلم منتاج وعايز اتعلم برمجة وعايز اتعلم ايه ايه. مش وقت يا ابني. حلو الكلام خلص بس ثانويتك يا ماشا او في الكلية تعليز ربيح تعليم. اتعلم اللي انت عايز يكون. ايه. يعني في اولويات هنا في المشكلة كلها ان ايه? اه ترتيب الاولويات عندك بتلمشأ لبي. ده حقيقة. ده حقيقة. فلو عندك بقى نصيحة واحدة. واحدة? يا ساتر. للناس ابتسمعهم. ابلع. اضرب نفسك بالجزمة. اه. اه. او اللهي. لا اصلنا شاغفي انا مش عارف عايز ادخل ايه. هات المجموع وبعد كده شوف انت عايز تدخل ايه. بزرط بزرط. هات مية في المية يا حبيب قلبي. واختاب. وشوف بعدين انت عايز تعمل ايه. اه بزرط. ده كلام جميل جدا. يعني ده كلام جميل. اه. يعني انت انت وظيفتك طالب زي ما الاستاذ يحيا عزامك. حتى لو انت مش متقبلها. معلش? معلش? يعني الحقيقة ما هياش اه. او مش بمزاجك. كيكة طرية بتاكلها احيانا بتبقى حاجة غضة ولازم تبلعها. يعني استرجل شوي. ما هي بقى المشكلة عارف ايه? ان فعليا انا يعني اللي انا مريت به ده بمحض الحظ وتوفيق ربنا فقط لا غير. يعني انا ما عملتش حاجة خارقة جدا للطبيعة فجيت قلت انا هزبط خطة هبدأ. اصلا من لحظة ما عملت فريز للدراسة وعلى اساس ان انا هبدأ يوتيوب بقى خلاص كان هو ده الهدف هبدأ يوتيوب وهرجع للدراسة بمجرد ما بقى مستقل ماديم. انا استقلت ماديم بعد ستة شهر من يوتيوب. وفضلت اعمل فريز للدراسة كام? لحد الترمي اللي فات ده اللي انا اتخركت فيه. اربعة سنين? تلت سنين بالزبط. طب اهلك ما كانش لهم ايه. من اللحظة اللي شافوني عملت حاجة ما بقيتش بيها المبنى اللي حواليه ساعة الات اربعة وعشرين ساعة. امتى اللحظة اللي فعلا بتاع ده? لحظة الرواية. وهعيط لو فتحت في الكلام ده. هنيجى انا اخليك تسح حالا بس يعني. لحظة الرواية. لحظة الرواية دي. انا كان نفسي اموت لحظتها والله. لا يا عمي لا. الله ربي ده ديك طولة العمر. طيب اه اه امبارح اه وانا بأكد عليك اه المعاد. حتى ابعت لك على الواتساب. رن عليك ما بتردش. اه. ابعت لك على تويتر حتى كلمت خليه. اه هو اللي رد علي يعني كالرجل محترم. اجمل واحد في الدنيا بعد ابو يا امي وانت وغريب وكل الناس اللي بتتفرج. لا انت كذاب. هو قاب لنا وغريب. بس ايه. ما لازم قول جدا عشان انا عندكم انت موكل لني محشيان. لا يا عمي يعني مش لد ضاية ده انت بسبعين محشي تتخلى عن الرجل. اه قلتلي انا يومي بيصحى الفجر. انا ببدأ يومي بيبدأ الفجر. ده كده ببقى صحي متأخر. انا بصحى وبدري يعني الساعة اثنين بالليل. بتعملها ازاي بقى? عارف انت انا شفت شفت بوست جميل قوي. كونك العصافير. فانا قلت ايه يا عمي التنمية البشرية دي اقلب. ماشي. فجيت بعدها. لقيت العصافير بتدن كوكوكو في الفجرية. فقلت ايه ده انت كنت تقصد ان احنا ان نكون كالعصافير يعني نصحة بدري. ماشي. رحت مطبق لحد اليوم اللي بعده عشان عارف انام. ورحت مصلي العيشة ودخلناي. ماشي. صليت العيشة ودخلت نمت. هتسح الساعة اتنين بالليل هي ما فيهاش. اتنين بالليل. مش هقابل ولا بعد. اتنين بالليل. فانا صحيح بالليل. لقيت اديك بيدن كوكوكو في الساعة اتنين بالليل في الفجرية. فقلت ايه ده انت كنت ده بجد ده. فايه? اول ما العشة تخلص خشي نام. طب اصل انا عندي مهمة تبقاش كل يوم برضو. خلينا منطقين ما انت ما فيش حد اعرف يزوطها كل يوم. طب لو فيه يوم الدنيا خربت تفيه وانا فضلت صحي لعشرة. نمع. اه نمع عشرة. واصبت منبه الفجر واصحة. اجعل نوم. وكمل اليوم وخلاص. اخد لك قيلولة مثلا بعد الظهر. لا. لا انا ضد القياليل خالص. لان انا جربتها في مرة. ده انا بس يليا. اكمل. امت ساعة. صحيحة الفجر. والله. ايه? اه? اه ده في مرة خالد يعيني ده مستحملني. ده ان شاء الله يدخل الجنة. الفردوس الاعلى يا رب. جالي اه فمرة. اه وانا نزلت وتقول خلاص بس انا اطلع اجيب مياه وعمل لك اسبرس وكده وبتاع. طلعت? نمت قدام مكنة الاسبرس. والله. يعني والموضوع ايه? ايه? وانزلت ليت نايم في الستوديو. يا عمي معالينة. نوم العواف. الحمد لله. الفكرة يعني او الموضوع بالسهولة دي يعني. او لا خلاص. نايم نايم بعد العشرة. بس المشكلة اصل كل حاجة حلوة بتكون بعد العشرة. ما هو بقى من ضمن الحاجات اللي انا كنت كتبها في الفين واثناشر بجد والله من قلت. ايه هو النظام الحياة المثالي لنا كمصريين. الدكتور عبا اول ميسيري كان اتكلم عن الموضوع. انا اكتشفت ان هو اتكلم عن الموضوع دا وبعدها بسنين بقى. قلت ايه? لها بسنين. الفيديو دا نزل بعد الفين واثناشر بكتير. ماشي ماشي. الفيديو دا متسجل في التسعنات. اوكي. ما انا بقى ممكن انتش عرف يعني انا اقصد ان انا شفت. انت فاهم اقصد ايه? انت انا اقصد بجد انا فعلا بتشرف نوالها. لا لا ابو سبحان الله انا اصلا كنت نزلت تويتاب بسأل انا عارف الكلام ده تقال. اللي هو النظام الصحيان والنوم هو في الاساس بيتناسب مع الجو والاحوال في انجلترا. في بريطانيا. ايه ما كانت بريطانيا ايه منك كده على العالم كله يعني. وخبالك احنا لحد دلوقتي بنقلت بريطانيا في كل حاجة. هي ايه مدرسة صفة ومدرسة انتباهة اللي احنا بنعملها في المدرسة دي. ده نظامنا عسكري اصلا صفة وانتباهتي حاجات عسكرية. امامنا عسكرية. احنا خدنا النظام عشان قطر ايام محمد علي لما جيه ياخد حرفيا كبير. هو قال لك الدول المتقدمة بتعمل ايه? بتستعمر. وبيعملوا ايه يعني الدول دي? اه والله عاملين نظام عسكري. طب اذا يلا تعال ناخد النظام العسكري ده نطبقه في كل حاجة. في المدارس. اه وفي الجماعات. في كل حاجة. او في المدارس مش في الجماعات. يعني في المدارس وفي الجيش وفي كل حاجة. فبقى التعليم معمول عشان يعلم. اه يعني ايه? ليه يونيفورم العيال الصهيرة عندها اه تامن سنين وسبع سنين وعشوة سنين. عشان تلغي الهواية الفردية للشخص. انت بتعملش ليه كده في الجامعة لانت اصلا انت مست الهواية الفردية للشخصة. فهو دخل الجامعة اه غصبا عنه اصلا هتلاقي الناس كلها بقى تشوه بعضا ما دخلت الجامعة. الفكرة في اه ليه مسلا من تسعة لخمسة? ايوة بالزبط. ليه مش من تمانية الاربعة? او من سبعة لتلاتة? وليه مش من ستة لاتناشر? او مش من عشر اه يعني ليه فكرة ايه? لا بقى ليه من تسعة لخمسة? الفكرة فيه في بعض السنتين بتقول الحاجر دول خلوهم بعض الشركات تعيد ترتيب بتاعها. احنا في احيانا كده حاجات بنعملها لان الناس كلها بتعمل كده. ليه مطشط الاهلي والزمالك الساعة تسعة بالليل. يا عم عندنا شغل الصبح. ما انا بقول لك اهوة احنا حاجات بنعملها لان صحينا وعينا للدنيا لقينها بتتعمل كده. اه. فكل الناس متعود عليها. زي الطوابع. يعني لو لو ليك اه. دمغة والحاجات دي اه. اه. يا فكرة ان انا مسلا كل الشركات بتبقى شغالة من تسعة لخمسة فانا مش هشتغل من سبعة لاربعة ولا من سبعة لثلاتة لان ايه? هبدأ قبل ما يبدأهم واخلص قبل. رغمين. لو القطاع الخاص اشتغل بدري. ازمة الزحمة في مصر ممكن تقل بشكل كتير من الشركات دلوقتي بدأوا يعني يعتمدهم على او ساعة المارينة. اللي هو انت على يا عم وقض ساعتك في اي وقت. معاك ايه اللي اربعة وشين ساعة تعالى في اي وقت. بس اقضي. انت ناقزتيك. اه بس يعني فده كان كان شيء مهم جدا. بس انا بقى كنت كاتب ده في الفين واتناشر بقى. انت يا باشا انت سباق دايما. يا عم لا والله يا بس انا بقى يعني بص بقى بالتاري على ازاي عمت ماشي. ايه. ماشي. طيب انت كنت قلت لي انك استخدمت اه نوشن. اه. مالحاجات اللي انا يعني. اه. يعني دي تاني اكتر حاجة انا يعني بشكرك عليها. ايه اول حاجة? المحش. اه لا اول حاجة الفيديو بتاع ازاي تبدأ على يوتيوب بابسط الامكانيات التليفون اه سامسونج اس سيكس اتج تقليل. بلس. ما علينا. اوكي. والهاند فري بتاعة المايك بتاعها. ده ده كان الاول. نوشن فعليا. الصالع النبي. الصالع النبي بجدد. الله مصلي وسلم مبارك. صلى الله محمد. انا لما جيت جربت ودخلت لقيت متاهة. دخلت لقيت كرس بفلوس. وانا بصراحة مش هكذب عليك. ما بدفعش فلوس. ايه انا رجل ايوسناوي. اخبارك من المنوفاية يعني. اه بص بيعوي بجوش ازاي. اه اه سلمت هكونا بنتكلم حانا ان فيه كرس انت عايز تعمله. اه ده حقيقة. ما انا ما بدفعش فلوس فحاجة اه اه ممكن اخدها هدية. بتضرب نفسك بالنار في رجلك دلوقتي زي ما الجماع. انا 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 هشتري انا هشتري. تعلمت نوشن من ايه. بص ما تعلمتش انا دخلت اشوف ايه بس كده. انا شفت اكو انت بتشوفت الفيديو بتاعك بتاع سبع مرات عشان ايه اه اعرف فلقط. اه في ايه اللي موجود في البتاع دي. اه ايه الدنيا بتعمله ايه بتوع نوشن? وكان فيديو انجليزي كده. اه. اه. فدخلت بقى مغص. حلو. انا كل اللي عايزه من نوشن ايه? ان انا اشوف انا بضيع وقتي في ايه? بصرف فلوس. الحاجة اللي انا ما بحبهاش في نفسي. وقتي بيضيع في ايه? انا بضيع وقت بشكل كبير جدا عشان خطر لقيت واحد كتب سؤال. اه بينظم وقته ازاي? ينظم وقته مين? انا عايش عما على الله. اسأل از ايه? انا على الله. ما افتكرش ان انا زي التنانين اللي كانوا قاعدين على الكورسي ده. والله لا. ما تدينيش اكبر من حاجة. وانا شفت الفيديو بتاعك انت واحمد فلاقيت ان تقريبا خليو هو اللي بنظم لك كل حاجة. ويقول لك يلا نسجل يلا نعمل يلا منتج. ما هو انا من غير خليو. عارف انت عامل زي الدكتور صلاح جودة من غير خبير اقتصادي. الدكتور صلاح جودة ده خبير اقتصادي. الله يرحمه. الله يرحمه. ما بعرفش يصرف فلوسه. معين مسؤول اقتصادي يقول له يصرف فلوسه ازاي? بيشيل فلوسه مع احد. والله ما بهذر. ما هو الحلاء ما بحلقش لنفسه. اه شفت بقى? شفت? المهم. فدخلت وشفت كده انا عايز اعرف وقتي بيضيع في ايه? وعايز اعرف انا بصرف فلوسي فين. واهم الحاجة من ده كله فكرة ان انت تواظر برضو في الانتظام على الصلاح. عشان ما تبقاش برضو قاعد عمل تقول قدام الناس وانت قاعد ما بينك فيك اللي عبار يعني. وايه الحاجات الغلطة انت عملتها? مش عارف ايه بتاع. فكانت عبارة عن ايه? انت قلتلي انت بتعمل جورنل. لا انا يعني انا هي مش يوميات قدم انا راصص كده جدول. اول حاجة. التاريخ. تاني حاجة. صحيت من النوم الساعة كام. اللي بعديها. صحيت معك كام? في المحفظة. اللي بعديها. صحيت معك كام في الفيزا. اللي بعدها? اه يا ربي. اه. صليت كام فرض شرطة في المسجد. اللي بعديها. اه عدد ساعات النوم. اللي بعديها. مسكت الموبايل الساعة كام. فده باعي خليني اول ما امسك الموبايل اشوف الساعة كام. اول حاجة بعملها. فشوف انا مسكت الموبايل اربعة وثلاث دقائق ينهر ازرق. ده قبل ما اخسل وشي ينهر اسود. قبل ما اقول الحمد لله الذي احيانا بعد ما مات انا. قبل اي حاجة فاهم? قبل ما نزرق يا لأ. فدي بقى الحاجات خش بعديها. كالتزبالة. انا مسمي اكل زبالة. يعني انا مسميها زبالة. خالد كل ما بيجي بيلاقي الستوديو فيه شوال كده كيس كبير جدا فيه بحوالي سبعين جنيه شبسي. مش شبسي يا ربي. دوريتوس وبرافو. دوريتوس اللي هو الحر نار. وكرانشي حر نار. ودوريتوس حر نار اللي بشطة الليمون. والتاني اللي من غيري شطة الليمون اللي هو اللاحمر قوي ده. وشيتوس نفس الكلام اللي هو بشطة الليمون. بسبعين جنيه. خمسين سبعين جنيه. حاجة كده. اه اكل زبالة. بكام يعني. اكل زبالة شرطة بكام. يعني عشان ربي بيبقى تيك بوكس كده بتاع اللي بعدية بكام اللي بعدية الاسكرين تايم قبل ما تنام كان كان ايه? اللي بعدية كانت آآ آه صبحت علىبيا وامي مسيت على بو يا وامي صبحت عميو ممكن في الاول مسيت على ابو يا وامي آآ ايه? آآ أنا عندي مشكلة برضو في مسك اللسان. واضح عندي مشكلة في اللسان فعمل حاجة كده ما بيني وما بين حفنة من أصدقائي إن اللفظ عليه عشرة جنيه وعملين حاجة كده زي درويش في المنظ بياخد كس العالم بنزمه على كس العالم كده له أقل واحد شتم له أقل ألفاظ مجموعة كده من الأصدقاء يعني درويش الشهر من عايز أبطل ده والفرض اللي بيضيع عليه من جنيه ده بيتروحوا فين بقى بديهم لأمي وي تتصرف يعني خد يوم نجح شيء جميل على فجأة دي التكنيك متقدم جدا في ضبط العداد وأنا بقدمها مش كغرامة أقدم هي إن أنا بطلع صدقة عشان أعوض هي تمشي الاتنين بس أنا مش عايز أمشيهاكي إنها غرامة تمشي الاتنين يعني يعني نحن ذلك في القوانتم تايم اللي هو كل حاجة تمشي حاجتين مع بعض فأنا بقى وفي الآخر خالص شتمت كم مرة عشان كده ده ديلي جيرنل بجد الله هو نايس بس بش حاجة اللي بقى من تيك واحد تيك اتنين بتظبط الحاجات دي بس هي في الأول خدت مثلا بتاعي نص ساعة وأنا بعملها ياه نص ساعة انت مستغتر نص ساعة النص ساعة دي نص شهر تظبط في السيستم بتاعي عملتها شهر كنت عايز أدي نفسي بأسوأ وأدخن جزمة عارف جزمة كده ماشية في قلب جزمة قديمة في قلب أنا يضغيط آه والله فيها دودة الأرض خلاص يا حاج بقى عايز عايز آه والله بجد عايز أكحة وشي كده في حيطة على المحارة شفت الصورة قدامك هي المشكلة كلها عندي الناس اللي هو بيقاشها في الصورة اللي هو ينهر أزرق آه وصرفت كام على أوبر لأن أنا كنت بركب بأوبر كتير فلقيت نفسي ينهر يسود ايه ده ايه ده آه عشان كده فلوسي بتضيع ده أنا تقريبا كل يومين بصرف سبعين جنيه على الشبسي وبعد ثلاث تيام بطلتها له ايه ده لا طبعا أنا مش هينفع حط إن أنا كلت أكل سبالة لا مش يعني نفسك مش صورة قدام نفسك وحشة جدا آه آه وحشة قوي زيت بقى أن أنا ايه كنت حطت الخلفية بتاعت الجدول تتبع العداد ده صورة لهاي صورة حمرة خالص ونعمل كده ها ها اللي هو ايه is watching you جميل big brother is watching you وحين كبيرة كده شبسي فمن ساعتها ساعات نومي معدودة وازابطة وشبسي يعني يعني يعتبر قللته يعني أنا أنا كان جات لي أوقات بالحظ كا دي بقى لما جيت حسبت يا نهربيض بقى من أول تلات أيام قلت هو أنا غالبا كده بصرف فعليا كل شهرة حوالي تقريبا لما تحسبها كده يعني 35 جنيه في اليوم على مدار الشهر ده كامل 30 في 30 بتسعمية 1200 جنيه أكل سبالة ينهر أزرق حاجة كمان آه وزنك آخر اليوم وزني أول ما صحيت من النوم دي ضفتها مؤخرة ظريفة يعني التتبع برضو الصحة والحاجات دي ولقيت أن فيه زي لا لا بقى فيه علاقة ترضية لما قللت الأكل الزبالة لقيت أن الوزن بدأ يقل الحاجات دي استحالة كنت تشوفها إلا لو قعتلت تتبع على موضوعها شكرا لأنني أبقص رأي عارف أنت الكاميرا اللي بيبص من فوق وإنت بتلعب الفيفا البرد آي أنت شايف كل حاجة أنت عارف أنت عارف آه ده أنا هدي السروه هنا الحاجات اللي فعلا جيت لي في فترة في حياتي كنت محتاجة جدا كانت كل حاجة متلغبطة وكل حاجات أخلها في بعضها مجرد يعني الناس بتظن أو بتستقل بصراحة بالديلي جيرنل أو أن أنت تتبع الحاجات دي الشيء الغريب اللي هيحصل أن أنت هتبدأ بدون أي مجهود وبدون أي حاجة تعدل من نفسك علشان لما تيجي تكتب تكتب حاجة كويسة والحلو في الموضوع إيه؟ لو أنت مش خايف تكتب حاجة تتقفش لا لا أنت حينما بينكم بين نفسك يعني لا ومش فكرة كده مش تكتب على نفسك أه ولا مش حاجة كمان أنا مش كتب فضائح يا جماعة يعني ده أكل وشربه وبتاع مش عارف إيه أصلي في الناس يقولك إيه أنا هكتب في المذكرات إن أنا في الوقت الفلاني كنت بحد في بيض لا أكيد محدش هيكتب كده ولا هيقول كده للناس يعني لو كل يوم بتكتب مثلا الحاجة الوعشة اللي حصلت الحاجة الوعشة اللي حصلت أنا كنت شغال على إيه النهار ده هشتغل على إيه بكرة ده أنت برنس الأربع أسئلة بس لهم ممتازين طيب بالنسبة للكتابة خلينا نجنب بسرعة على الرواية كان مشهور قوي إن أي يوتيوبر عنده نوع من أو مش يوتيوبر أي حد مشهور عمتا يعمل كتاب مش شرط الكتاب جودته عاملة إزاي أو مش شرط الكتاب عن إيه أهم حاجة إن الكتاب هيبيع لإن حبيبه هيشتروا الكتاب حقيقة كتير جدا كان غثاء كغثاء السيل وقليل جدا كان فعلا فيه حاجة قيمة أو فيه فاريو اللي أنا لاحظته أنا دس ما كرأش الرواية طبعا لأنك مجبتلش واحدة أنا آسف الله أهم بعتليش واحدة يعني آه آآ لكن شفت بس لك عندي واحدة لأن أنا هزورك تاني زيارة عشان عايزة أكل محش لا آي شفت كل الرواية بتاعتك على غير المعتاد الناس قلت لها جماعة ده مختلف ده مش يوتيوبر عمل كتاب بس أحاول تفرق ما بين اللي بيدي رواية علشان بيحبني سواء كان أراها أو لا لأن ده موجود وحقيقة لا لا أنا ما اعتمدت على ذلك بس وفي رواية من قراء أنا دخلت على جود ريدز وشفت الحمد لله يعني الحمد لله ده أربعة ونص تقريبا أو أربعة وستة من عشرة أربعة وثلاثة دلوقتي ماشي يعني بيتطلع وتنزل يعني الريبيوهات آآ بس أي حاجة فوق أربعة حاجة كويسة يعني مهيش الحمد لله مش أي كلام خاصة أنا إذا أقول لك الكاتيجوري أو التقسيم أو التصنيف اللي أنتوا فيه ده في الأساس يوتيوبر فعمل كتابه علشان مشهور رجعتين لأ ده الراجل ده كاتب الرواية أصلا قبل يوتيوب وقبل الكلام ده كله بس أنت لما هتقراها هتلاحظ اختلاف شاسع ما بين النص الأول من الرواية إمكان أنت بقى على فترات مختلفة في حياتك بيبان قوي في أسلوب الكاتب يعني وفي طريقة العرض آآ عندي تعليق بسيط صد أنا ما إيش الرواية بس شفت الغلاف الغلاف سيء أنا مش بص بص أنا عايز أفهم إزاي الغلاف ده طلع كده هقول لك صلي على النبي صلى الله على محمد أنا ككاتب أنا لي الورق اللي جوه دار النشر فعليا أي دار نشر أنا مش بسمي دار نشر بعنا أو ربما يا عم الحاج أنت مسلمنا الرواية متأخر أنت فعلا مسلمنا الرواية متأخر وإحنا إديناها للديزاينر لما أنت سلمتها أنا بعت لهم أنا بعت للديزاينر فعليا هو واضح أن هو ديزاينر مشهور جدا وأغلب هو بيعمل أغلب الروايات أغلب الأغلف ويمكن ده أثار استغراب الناس هو يعني يعمل باترن معين كده أو تيمبلت كده ورح أي حق وطيبا يعني شاف العنوان شيطان وبيعزف ميلودي فدلك ميلودي حصد الأرواح على شكل ميلودي أيوة وماشي فكرة حلوة بس لا تعبر عن محتوى الرواية خالص لا تعبر عن محتوى الرواية خالص كل الناس يقول لك أنت تشوف الغلاف حاجة الرواية حاجة تانية خالص يا بوسط أبوكاليبتك بين أنا بحب قوي أنا بحب الروايات السودوية جدا بص ما دي بقى الفكرة في النص القولين من الرواية كل الناس بتشكر فيه عشان كتبته زمان كتبته زمان عارف يشكره فيه بقى إزاي اللي هم هم شايفين فيه الجزء الساخر مني كيحية وشايفين كمان هدوء وترتيب في الأحداث قد يكون ممل فيه تصارع من أول الفصل الخامس هي تقريبا 13 فصل فيه تصارع في الفصل من الفصل الخامس بعد كده لقينا نفسنا في حتة تانية في بلد تانية هو في أول الفصل أصلا فيه نشرة أخبار أنا أجيبك نشرة الأخبار دي وبفصصها لك بعدين ففيه جزء بقى أنا اكتشفت أن أنا كرهت البطل يعني أنا فعليا مش هكدب عليكم وانا بكتب في الأول كنت بأسقط البطل على نفسي بنفس طريقتي لأنه هو الراوي كده كده فبتكلم بطريقتي وبأسلوبي بعد كده كرهته لما جيت قريد ده بقى في ألفين لما جيت كملتها في ألفين وتسعة عشر يا ربي في ألفين في ألفين واحد وعشرين كملتها كلها في ألفين واحد وعشرين لما مضيت بقى العقد رسمي في شهر سبعة تقريبا يوم ستة سبعة ستة سبعة تقريبا مش متأكد أولا يا سيدو والله أنا بقول لك في شهر سبعة ألفين واحد وعشرين لما مضيت العقد بتاعها خلاص وهتوكل على الله بدأت بقى أكتب فيها فأنا بكتب فيها أنا قلت من جوايا بقى فعليا وإنت بتكتب القصة هي أو الرواية هي اللي بتمشيك مش أنت اللي بتكون أنت عارف النهاية هتبقي آه أنا عارف كياحي النهاية هتبقي اللي هو آه أنت مصير في النهاية في الرواية آه لكن جوا طريبا للنهاية لا لا فعليا الشخصيات والله هي اللي بتمشيك كان فيه كاركتر ده كاركتر ده الشخصيات المفضلة ليا الشخص ده مات مني والله العظيم ما ببالغ مات مني والله وأنا بكتب أنا دمعت وتعفرطت وتعصبت لدرجة أن اللي بيقرأ هيحس ده لو ما حسش ده يبقى أنا راجل ما بفهمش هكذا لأن كل اللي بيقول لي بيقول لي هو أنت 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 الجزء ده كاتبه قوي الجزء ده بيتكلم على إيه على فرنسا لأن أنا عامل رواية كاملة على فرنسا وبناء على كده أنا بقرأ حاليا ثلاثية مستني طبعا خالدي رجع لي المثقفون المزيفون اللي باخدها مني ومرجعهاش المثقفون المزيفون والحرب القذرة لحبيب سويدية و ماذا حدث في من قتل ابن طلحة أو من قتل فيه ابن طلحة اللي اسم مكتوب بشكل صحيح تركيبة غريبة قوي يا يحيى بصراحة يعني تركيبة غريبة جدا يعني يعني هاتي يحيى وهو بيعمل ريفيوز للناس وللفيديوهات وبيترية على خلق الله وبيترية على وشه وعلى طوله وانت شايف السيحنا عاملة ازاي وهاتي يحيى وهو كاتب والناس بتشكر في الكتاب بتاعه وفي قلمه وفي تعبيراته والكلام ده كله وتقييم الكتاب بتاعه كويس والرواية مسحوبة من كل حتة حتى الرجل ما لا معرفش يجيب لي واحدة حاجة غريبة جدا ده وانا في العسكرية لقيت واحد مسك الرواية بعد وانا حلقت داني فم حدش عارفني وكلنا لا احد بقى كلنا لابسين نفس اللبس وعادين في نفس المكان وبتاعه فواحد قاعد رحت اقعدت جنبه وماسك الرواية وانا مسك رواية تانية بتاعت احد اصدقائي هعمل لها ريفيو قريب ان شاء الله او مش ريفيو يعني هحكيها في السبرتاية فروحت قاعدت جنبه كده وعمل نفسي بقى رف الرواية فببص بقول له انت بتقرأ ايه بصلي بقى رف كده لوا عندما يعزب الشيطان بتاعتي يا حياء ازاي فبصت له كده بتقول لاشي فراح بصلي كده بتحسوك انا عايز يقول لي انت بتتكلم جد فبصلي كده قلت له يا عم خلاص يعني مش انا الاخوي الصغير قال لي يا نهر ايه ده يا يا نهر اسود ايه ده انت بتعمل ايه هنا وبتقول له اسكت خالص ابوس ايدك محدش عارف حاجة هحكي كل حاجة في قصة كوم الزبالة هحكي كل حاجة انا بقى قصة كوم الزبالة اللي هي اخر قصة في قصة ما شو هم تسمعها هحكي فيها التفاصيل بتاعة العشر سنين طيب اه انت كنت اتكلمت ان لما جت تتعقد على دار ناشرة تنشر لك الرواية انا شفت بصراحة الشروط والحاجات حاسس ان هو ناقص يدوس على وشك بالجزمة عشان ينشر لك الرواية بتاعتك زي ما حصل مع ناس كتير يعني تواصلوا معهم وهنشر لك الكتاب طب ايه الشروط والحاجات ديت والاتفاقات فبتلاقي في النهاية ان انت تاخد خمسة في المية ولا حاجة خمسة في المية انت لخط عشر مية يبقى انت جامد ده حاجة بسيطة خالص يعني من الموضوع فأنا مظنش ان الموضوع كان مربح ماديا خالص بالممكن يكون لا هو مش مربح ماديا نهائيا حتى ليه اصدقائي اللي هما يعني كانوا واصلهم باستسيلر او من افضل ما بيعت مرضو قال لي قال لي كلمة قال لي الناس بتكتب الروايات والكتب علشان يبقى كاتب يعني بيرمي بساهمة في هذا المجال لكن بحيس ان استثمار وقت ومجهود وطاقة ومش عارف ايه مقابل عائد مادي يعني بالنظرة المادية خسران مش عارف ولكن حوالين حوالين الكتاب تجيب لكن الكتب ما تجيبش صح صح جدا حوالين الكتاب المنشور له ده وان هو الكاتب بيبقى فيه حاجات كتيرة قوي فدي كانت من الحاجات فعلا اللي بهرتني في مجال وقادر يتفهم ليه مجال النشر عندنا او الكتابة عمتا في مصر ضعيف وليه عدد الكتب اللي بتونشر سنويا من الاقل على مستوى العالم رغم ان احنا بنقرأ كتير جدا وجوزي كبير منها برضه بسبب عدم الحفظ حقوق الملكية لان الروايك اللي ها بتنضرب والتتباع على الرصيف من قبل ما تنزل رسمي اوه فمجال الكتابة عندنا في مصر فعلا بيحتاج اعادة نظر يعني بصراحة حصل حصل فهي دي بمناسبة بقى الرواية دي اللي انا قلت لك ان اللحظة انا اخر مرة حسيت بيها بشيء من الفخر في حياتي انا اخر عشر سنين دول كان فيه تلات محطات فخر في حياتي لا محطتين والله حتى سنوية عمى وقتها ما كنتش فخور بحاجة ده انا قلبتها مناحة وهم يقولوا يا نهر يسود يا لهوي ده يروح اسوان محطة ايه المحطة الاولانية كانت لما مسكت في ايدي الفلوس بتاعة البلاطي واشتريت اول موبايل من فلوسي وانا قادر اشتري الايفون اللي كان موجود وانا معايا اشتري الاثنين من الايفون كان ساعتها اظن في 2015-16 طيبا كان للايت اظن كان للايت كنت قدر اشتري منه اثنين بسئولت لا انا هشتري البي سبعين ليه لان الفلوس التاني دي ممكن احتاجها في حاجة تانية كان ساعتها بألفين جنيه البي سبعين ألفين جنيه وخمسين حاجة كده وألف وتسعمية كمان شفت التفاصيل فاكرها فاكرها في كل التفاصيل طيب انت بص انت بتقوليه مني بتفاصيلها ما انا اياسف انا اياسف المهم اشتريت دي كانت اول مرحلة تاني مرحلة في ولاحظة نشر الرواية. ممكن نقول ان المرحلة اللي قبلها كانت بعد تانية سنوية. طب ايه هدفك من الرواية يعني? او انت رايح لفين بالكتابة عمتا يعني? يعني هل في يوم العين ممكن تكتفي بالكتابة بس وتبطل بقى فيديوهات يوتيوب وتو احنا خلاص عائلنا بقى ومعادش ينفع نعمل الكلام ده. زي بالزبط ما يعني نعلت عملت شفت كده من الفيديوهات اللي كنت بتعمل قبل كده وبدأت استعمل الفيديوهات تانية. السحبة دي? لا انت اقايلي السؤال بطريقة شيك. لا لا محاور. انا محتاجة اتعلم. بدل ما ببهدر الدنيا خالص في. كنت انا وعمر ابو المجد عاديم بنط على بعض على الترابيزة وبنتمسك في اخناق بعض وبتاع. بص يا سيدي. انا ناوي ايه من الكتابة? انا ناوي ان شاء الله بازن الله اني ابقى الكاتب يا حياء عزيزي. انا اتمنى ده. ان الجانب ده ما يموتش. خالص. لان انا ما صدقت ان الجانب ده طره. الجانب ده طرع الجانب ده اللي انت بتطلع فيه اه شيء من اه انت بتطلع فيه بطلع فيه جانب بطلع فيه افكار بطلع فيه حاجات كتير. وفيه حاجات اصلا قاعدين في الدرج حوالي سبع روايات. قاعدين في الدرج. سبع روايات. سبع روايات. مكتوبين. الرواية اصلا متكروتة. الرواية اه عندما عزيزي الشيطان. فيها فصلين متكروتين. لان كل اللي فصل منهم كان رواية كاملة بس انا ضغطته علشان خاطر المساحة الحجم. الحجم مهول جدا ومش هالحق اكتب اللي بتاكل. ففي روايتين تانين شبه مكتوبين. محتاجين بس يعني صاق. اه محتاجين ان انا اقعد عليها اسبوع كل يوم من بعد صلاة الفجر مثلا لحد الظهر. تحرر الموضوع دي. اه بالزبط. دي كده روايتين. في مذاكرات لوست عبدو يناير اللي جاي بعنوان نص العامة. دي هتكون اقوى مليون مرة من عندما يعزر في الشيطان. مليون مرة. يعني انت هتجيبها مذكرات لوست عبدو بقى ايه ايه اديحك بقى الهزارة بتاعت. اه. فدي دي حاجة هتبقى اه اف. انت بتهزار ايه ده? ان شاء الله يعني. ان شاء الله. وفي حاجة اه تالتة بس ما عرفش هتبقى امتا. دي الحاجة اللي هي في القريب العاجل. طيب. في حاجة تانية بقى لسه افكار مكتوبة كمسودة. لكنها مت. الانتاج الجميل ده والانتاج الكبير ده. هل السبب في ان انت قريدي استهلكت كتير? يعني قريت كتير وقريت روايات كتير. وحصل لك مواقف كتير فبتدمج ما بين الحاجات دي وبعضها. ولا هي حكرة بس بسبب مواقف اللي حضرت لك في حياتك فانت قادر تشبك تزاو التفاصيل وتشير تفاصيل زي حكاية مش مهمة تسمعها. يعني ايه ايه الانسان امتى بيبقى عنده هذا الكم من الانتاج او من الحاجات اللي عايز تطلعها على هيئة روايات. عندك صنعة وعندك موهبة. ايه الصنعة? الصنعة. انا كياحية بعرف احكي حدوتة صح? هلو اقدر اكتب رواية باللغة الانجليزية? نا. ليه? ما انا بعرف اقلف حدوت? لا تجيد الانجليزية. صح? ولا اجيد الادب الانجليزي ولا اجيد اسس كتابة الرواية باللغة الانجليزية. فانا افتقد الصنعة. بس لو انا تعلمت لغة انجليزية كويسة وخدت دورة مكثفة لمدة ست شهور سنة سنتين ايا كان اكاديميا هيقولولها دي. هبقى دي بقى كتب اللغة الانجليزية بشكل كويس جدا لان انا في الاساس عندي حدوتة. بس محتاجة انت تغزل اولا. ما هو انت هتقرأ. هتقرأ ما هو من خلال الدراسة دي انت هتقرأ. هتدرس بقى ادب ازاي بقى تعمل قلم. مين احسن كتب بتحب تقرأ? انا ما بقراش روايات خالص. سبحان الله. خالص. ممكن اكون اريت روايات وانا صغنن كده. رقيت اختي مثلا بتقرأ صانع الظلام. صانع الظلام لتامر ابراهيم والليلة الثالثة والعشرون. برضو لتامر ابراهيم. دول جزئين يعني. فاريتم وانا صغنن كده. رقيت اختي بتقرأ مرح تاريته. كنتش صغنن قوي يعني بساته. يعني الكلام ده مثلا نقول من قيمة تمن سنية. اريتو. مش شايف ان قراءة الروايات من الحاجات اللي ممكن تضيف لك يعني كانوا من التطوير في الاسلوب الوصف المعاني الحاجات اللي زي دي. ايه دي. ولا شايف ان هي ممكن تفسد عليك اسلوبك الفريدي هاني. دي اظن انه انا ما بقراش حاجة لان تلقائيا زي كده انا ما تتفرج على اليوتيوب كتير. لو انت بحب تتفرج على محتوى كورة كتير كتير كتير. للأسف الشديد. لما تيجي تعمل فيديو كورة هتلاقي نفسك عبارة عن مسخ مكوّن من كل دول. انا موجة النظر دي لان كزا حد كان قلها لي بس. ما صوتش كورة عشان بتوكر بسوطة ان لو انت يعني بتاع كورة. انا شايف. بتاع اي حاجة بتاع اي حاجة عملا تانية. بس انا شايف ان اه يعني فكرة ان الانسان هيكون متأثر ببعض الناس فترة من الفترات. بس فكرة تغذية بصرية مسلا للفنان. الفنان عشان يطلح حاجة بخصوص اه معين او موضوع معين. بيروح مسلا البنترست بيروح على المواقع بتاع الصوري. يعمل تغذية بصرية. اه هيكون متأثر ببعض الحاجات دي ولكن التأثير الخليطي ده بالاضافة للمسيته هو هيطلح حاجة جديدة. اعتماده بس على الحاجات اللي في دماغ اظنه ان هو بيحد من. ما هو افضل اسلوب ادبي في في قصص القصص به القرآن الكريم. على اطلاقه. نحن نقص عليك احسن القصص. هتديك مثال بسيط خالص. في سورة هود الجزء اللي كان فيه. ونادى نوح ربه فقال ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. دي وانت بتسمعها او بتقرأها انت بتتخيل سيدنا نوح بعد ما ابنو غيرق والمي خلاص نشفت والسفينة راست وهو قاعد جنب السفينة بصص في الارض وهي جملة واحدة هي جملة واحدة بس ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق. وانت احكم الحاكمين. هو قاعد انت متخير ان هو مكسوف يبص في السماء وكأنه بيقول اه يا ربي يعني ده ابني وانا مش عارف يقول. مكسوف يقول يا رب ده ابني وانت خدت مني ابني. حاجة بالمعنى ده. انت من جواك ترسم كل السنوريهات الممكنة وهو ربنا قال لك جملة واحدة بس. ان سيدنا نوح وناجي نوح ربه فقال ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. هنا اي شيخ وهو بيصلي بيها بيعيط. عشان هو فهم هو بيقول ايه. هو عارف هو عارف بيقولها ازاي. فهو هنا دي الجملة دي قوي جد. واخد عندك في نفس الصورة. وكانوا ومن قبل كانوا يعملون السيئات. في قصة سيدنا لوت. وجاءه قومه يهرعون اليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. انت ربنا ما قال لك شو. انت عرفت وما كانوا بيعملوا. وانت فهمت. وتخيلت ايضنا لوت وهو بيقول يا قومي هؤلاء ابناتي هن خير لكم. فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. ليس منكم رجل ورشيد. يعني طبعا استغفر الله العظيم اذا كنت اخطأت في كلمة او حاجة. انا مقولش قال تعالى في الاول يعني عشان خطر اتجنب اني اكون من المخطئين يعني. فانت فهمت كل حاجة بجملة بسيطة خالص. ما تقلش فيها تصريح بحاجة. ما تقلش فيها لفظ خادش. ما تقلش فيها اي حاجة خالص. انت فهمت بالحرف وتخيلت سيدنا لوت وهو بيقول لهم يا اخوانا طب ما تتجوزوا. يعني يعني بس يا جدعان دول ضيوف جايين لي ما تصغرناش. يا جدعان. ويقول ليس منكم الراجل فعليا قاعد. يا جدعان بقى ايه انتوا. فيه يا جدعان انتوا مجانين. ما خلاص بقى يعني. وانت متخيل فعليا دول جايين له ملايكة. في هاي اه. طبعا توضيح يعني ايه ولا يقصد التصوير بالضبط يعني. ولكن هو بيتخيل الموضوع. انا بتخيل كواحد بيتصور. انا بتصور اللي هو ايه. خيالي انا كبريئة من حاجة جملة واحدة خالص. ايه علاقته بفكرة انت مبتقراش الناس تانين علشان ما استقصرش. انا بتتكلم على الاسلوب الادبي. انت بتطور اسلوبك الادبي منين. انت مش هتلاقي اسلوب قصصي احسن من ده. يعني انت بتستشفى الاسلوب في السرد من القرآن الكريم. الاسلوب اه. لو قريت الرواية ممكن تلحظ ده في المقدمة. المقدمة تقريبا هي الرواية. رغم انها ملهاش اي علاقة بالرواية. ملهاش اي علاقة بالرواية. لكن يعني اغراها 35 او 40 مرة كده. عشان انا بحب حتة الغموض بقى والافورة وان انا جامد وشابو يوسف الشريف والحاجات دي. اه بصراحة. يعني ده ده لابد ان انا يعني ايه اتفاداه في المرة اللي جاية وان شاء الله بازن للرواية اللي جاية. هي اول الحاجة يعني في الغالب. اه. انت عندك ثلاثة قنوات صح. اه. يحي عزام وادلوست عبد البلف وقناة جيمين. لا انا انا اعرفوش ده مش تابعي. حد ما اعرفوش. ماشي. طيب انا اساسا ما بتابعش الاثنين دولي. انا بتابع بس القصص اللي انت بتحكيها خلاص. عشان بتعرف تحكي قصص. الحمد لله. طيب يعني انا شايف يعني فترة من الفترات كده كل الناس بقى لازم يبقى عندها قناة فيلوجز وقناة جيمينج وقناة للقورة يعلمها على المتشاط والحاجات دي. بس بكل تأكيد تركيز الشخص مش بيبقى متوزع بالتساومة بين الحاجات دي. ده حقيقة. فلو في فترة من الفترات لسبب ما اضطريت انك تتنازل عن اتنين وتركز واحدة بس. اوكي. ده السؤال بتاع صديقي. هتكون اتكون لاني واحدة يعني. انا لازم ادي له بس تحية صديقي محمد عبد المحسن كاتب زميل. ماشي. اه لازم ادي له التحية بصراح. راجل راجل زال عسل اكبر مني بحوالي عشر سنين يعني. فبرده لي حترامه يعني. فآه يعني. يحصل خلف القصة خالص. ما ينفعش. اللي هو اكبر منك بعشرة سنين يعني. اه. لأ عشان هو بيحب يقول ان انا اصغر منه. احيانا الكتاب بيحب ويحشل. ده حقيقة. اه. عشان يكمل التلتمية صفحة. اه. لأ علشان خاطر تزود لانه كل ما الحجم يكون اكتر سعر الرواية هيكون اكتر. السعر ببرر اه. ماشي. المهم يا سيدي. المهم. اه. لو انا وصلت المرحلة هضطر ان انا استغنى فيها عن شيء. انا محبش خالص استغنى عن. لوسط عبدو. لان لوسط عبدو هو العلاج النفسي. الالتر ايجو بتاعك. لوسط عبدو انا من غير لوسط عبدو هيبقى فيها كل العيوب اللي انا بكرهها في كل شيء. هيبقى فيها كبر. والكبر ده من صفات ربنا سبحانه وتعالى. يمكن mad ato. فانا اعطلعتم في لوسط عبدو. لان ده لوسط عبدو مش بني ادم. ما ينفعش اقولon ki'da� allost عبدو. الناس فيان انت MHجلني لو كانت لوسط عبدو ان انك بتاعرفش. خمان لوسط عبدو. لووسط عبدو هو شيخ. الرجل عجوز كده. وليد شك.jetة تسعة. الف سعمية وثلاثين. الراجل ده عايش لحد دلوقتي. مجاء الله. عنده كم سنة للوست عبده؟ يعني 92. مذكراته نزلة يناير الجاي. ويعني ممكن يموت بقى قريب. بيعمل فيديوهات عن ايه؟ عن الكورة. بس هو لسنة زفر جدا. زفر؟ جدا. أي نعم بنحاول نأسأس على قد ما نقدر وكالترخر خليه لكن للوست عبده كان مدخن وبطل التدخين الحمد لله وبإذن الله يعني ان شاء الله يبطل قلة أدب يعني. بس يعني لأنه مكلفني فلوس كثير. يعني هتتنازل عن قناتك الأساسية وعن قناة الجيمينج وكمت معلوست عبده؟ لا. ما عرفش؟ ما هو ده السؤال فعلا أنا ما عرفش؟ أنا سايبل ببنة مفتوحة وعلى حسب بقى الحياة هتوجيها كفين؟ لكن لو هنقول في اللحظة دي في اللحظة دي يا حياء استغنى عن حاجة من التلاتة صعب قوي صعب قوي. هاستغنى عن هاستغنى عن الجيمينج هاستغنى عن الجيمينج لأن أنا مش بقى لي يعتبر سانة مستغنى عن الجيمينج أصلا لكن اللوست عبده وأنا لو استغنت عن واحد فالتاني هيموت لا محال لا محال لا محال والله ما بغذر خالد قادرة بالموضوع ده لأن اللوست عبده والله ما أفوره بس فعليا وجود شخصية لوست عبده البلف لوست عبده الشلحف لوست عبده العفشاجي وأنا ما يعني ما ليش علاقة بالكورة أويفة عشان كده وجود لوست عبده ما تطرقش على المحتوى بتاع المستغنى لولا لوست عبده أنا أنا ما كنتش هديت ما كنتش عارفت قدر نفسي وحجمي عارفت إن أنا ما ينفعش أبقى طالعا ما لا أتكلم مع الناس بنظر التعالي وفوقيه ما كنتش عارفت إن أنا ما ينفعش أطلع التاريخ على خلق الله بإسم الله يا جماعة إحنا بنا ننتقد المحتوى ولا أنت ما تطرقش نحتوى أنت خلق التاريخ على الناس لمجرد الحقد لأن الناس دي تشاهروا وانت شايف إن هما ما يستحقوش ولما حسيت إن في حد تتعامل معك بنفس الطريق إن في ناس بتكرهك لأنها شايفين إن أنت ما تستحقش المكان اللي أنت فيه زعلت أوي يا حبيبي يا حبيبي يعني نقدر نقول إن أنت حبست الإيجو بتاعك في لوسط عبدو فلو ده ما عادش موجود هترجع تبوخي على الناس دي هرجع أسوأني لو وأنا فعليا بكرها عيوب بكرها عيوب بحاول بشطة الطريق إن أنا تخلص ده سيلفة ثيرابي اللي هو إيه علاج ذاتي من الحاجات دي ينقصني بس إن لوسط عبدو يبطل شتايم لأنه مكلفني فلوس على كل اجتيمة بيدفعني جميل طيب إنت كنت عملت فيديو عن الجواز بدري وأنا أظن أنت كنت قلت لها حتى إن في تعليقات سيئة جدا في تعليقات اللي هو إيه علابة اللي بتقوله ده ماشي لو حاب تكلمني أكتر عن وجهة نظرك بخصوص الموضوع أنا شايف إن الجواز بدري ده حل ضروري جدا 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 بس مع الجهوزية في المقام الأخر بالضبط يعني لو حد جاء دلوقتي قال لي يسطى أنت عايزت الناس دلوقتي يجوزوا عنهم 18 سنة لا أنا عايز الناس دلوقتي ما يجوزوش أصلا لأن إحنا فعليا غير مؤهلين غير مؤهلين نفسيا غير مؤهلين أخلاقية أنا نفسي كنت يفعل جوز عندي 18 سنة بالله عليك اللي أول أصلا ما تساب لي الحبل رحت أصوان ضيعت ضيعت أربع سنين تلت سنين ونص من حياتي بلا شيء اتعلمت سوفت سكيلز يا حلوة السوفت سكيلز يا حبيب قلبي والسكيلز الأساسي عمال حط صفار وشايل الواحد يعني أيوة حبيبي فيه واحد أنا شايل أنا أصلا ناسي إن فيه واحد ما ببنيش الواحد ده وعمل أحطه في صفار لا قيمة لكل ذلك طب خلاص تعالي بقى للايه للكلام الحلو طب أنا كان المفروض إن أنا أتعلم من وانا صغير إزاي يكون بني آدم أنا ما تعلمتش من وانا صغير إزاي يكون بني آدم أنا تعلمت إن أنت مهم تجيب شهادة أنا ما تعلمتش إزاي تكون بني آدم كويس ما كلنا نفس الرجال أنا ما تعلمتش إزاي يكون بني آدم فبالتالي أول ما دخلت وبقيت أنا حاسس أنا بقى اللي هحد للنفسي إزاي يكون بني آدم فأنا بقى يلا وأنا ما تعلمتش المنهجية السليمة في التفكير أو في التوجيه ما تعلمتش منهجية التعليم يعني ما تعلمتش كيف أن أتعلم نعم يا باشا بنتكلم في الجواز دلوقتي أيوة ما هدي الفكرة هتجوز إزاي من عندي 13 سنة وأنا ما تأهلتش هل متعلم صنعة هل قادر أصرف على حاجة هل قادر أعمل أي حاجة يعني لو في شخص قادر يصرف على نفسه يتجوز يصرف على نفسه بس لو قادر يصرف على نفسه لو قادر يصرف لو اللي بيجيله 20% منه يقدر يصرفه على نفسه وال80% يقدر يشيلهم الشخص ده لازم يتجوز لو معاه 80% زيادة عن احتياجاته احتياجاته دي اللي هي أكله شربه لو قاعد في شقة لوحده كإيجار لو مواصلاته طيب إيه هي الحاجات اللي المفروض تكونوا عند الشخص عشان نقوله والله آه ده ده دلوقتي يتجوز يعرف يعني إيه بني آدم يا عمي طب معلش إيه سهلها لي شوية يا عرف يعني إيه بني آدم بسطها دي يعني إيه بني آدم هل المعضلة الأساسية اللي بيسألها أي شاب لنفسه أو أي بنت لنفسها أو أي إنسان لنفسه لما بيفضى لما بيكون فاضي اللي هو إيه اللي هو بيقول هو أنا موجود ليه أيها يعني ما هو الإنسان لا سلة الوجودية دي وكل النظريات اللي موجودة في العالم كله عن ما هي الإنسان هي زي ما عمنا علي عيزة بيجوفيتش فصصها خلال رحلة حياته كلها هي جاية من ثلاث مبادئ أو من ثلاث نظريات نظرية مادية إن الإنسان ده جزء من الطبيعة لا يتجزأ منها أو لا يتجزأ عنها ولا يعني ما يخرجش عنها أبدا جزء تاني إن النظرية الدينية اللي هي بقى إيه اللي هو نظرية الدروشة وما قصودش حاجة يا رجالة يعني بس قصود اللي هو إن يا عم خلينا إحنا بتوع ربنا وبتاع ويعني وإنك تكره جدا احتياجاتك البشرية تكره جدا شهواتك تحتقر جدا الحاجة إن أنت عايز الحاجة دي نظرة دي مسيطرة جدا للأسف الشديد للأسف النظرة الثالثة هي النظرية الإسلامية دي بقى الكلام ده من وجهة نظر عمنا علي عيزة بيجوفيتش اللي هو باختصار شديد اللي هو إيه اللي هو الاتنين دول مع بعض النظرية الإسلامية إن الإسلام جاي بيقول لك أنت بني آدم وروح زي ما كانوا بيقولوا في المصرية القديمة الكا والبا الروح والجسد فإنت كا والبا لازم تغزي الكا ولازم تغزي البا أجيبها لك وعشان خطر الناس اللي ممكن تكون ما بتحبش يعني الدرواش أقول لك أنت هتستشخ الكا والبا غزي الكا وغزي البا هتغزي الكا ازاي هتأكل ولازم تلبي احتياجات الكا احتياجات أو البا معرفش أنا في يوم الجسد الروح بقى بتقول لك معلش وأنت عشان تغزي احتياجات الجسد لازم بس تاخد بالك من ثلاثة أربع حاجات كده بس ما بيمنعكش من أن أنت تغزي احتياجات جسدك هي دي لازم أنك تغزي اللي اتنين هو بقى النظرية الإسلامية أو الدين المفروض أن هو يكون كده اللي هو أنت ازاي تغذي جسدك وتغذي روحك فتلاقي أنا آسف أن كل ممارسة من ممارسات الشعائر في الإسلام تحديدا روحية وجسدية فتلاقي ما فيش حاجة اسمها صلة من غير ما تتحرك وعشان كده أنت بتصلي الأفضل أنك تروح الجامع عشان بتمشي بتروح مشوار وأنك تتوضى وليه بتروح الجامع عشان بتقابل ناس وبتتكلم أنا عايز أقولك أن إحنا من زمان والكلام ده كان مفهوم جدا ومستوعب جدا من كل الناس مؤخرا فقط اللي حصل فيه دربكة كده اللي هو بقينا نستنكر أن الإنسان يكون عنده هذا الاحتياج ونأخره له علشان يتأخر له المشكلة الكبيرة أنه هو ما عندهش منع أنه يلبي هذا الاحتياج خارج إطار الزواج ولكن لو تزوج في هذا الوقت اللي هو قريدي بيلبي فيه الاحتياج خارج إطار الزواج يقول لك لا أولا هو مش جاهز للجواز ما دي بقى الفكرة انت أخرتلي الجواز أنا الفانكشن دي هذا الاحتياج أنا أنا ما عندي الاحتياج ده ما ما عندي 15 سنة إنك تأخره لي سنتين ثلاثة الأولى إنك تأخره الحد ما يبقى عندي ثلاثين سنة ولا إنك تبقى عارف أنا محتاجة أهل البني آدم ده خلال الخمساشر سنة اللي هيتولد فيهم دول إنه يكون بني آدم بالضبط ماليزيا أو إنديونيسيا مش متذكر قوي كما نلاحظوا من فيه ارتفاع كبير في نسبة الطلاق في المتزوجين حديثا فلما راجعوا من الموضوع لقوا بسبب حاجة بسيطة خالص وهي إن لا الشباب عندهم الأساسيات بتاع التعاون بتاع ما بين الزوج وزوجته ولا البنات برضو قبل ما تزوجهم عندهم معرفة بطبيعة الرجل وشخصيته يعني الاتنين هو بيعملها كأنها واحد صاحبه وهي بتعامله كأنه واحدة صاحبته فده غلط تماما فعملولهم يعني قبل ما تتجوز لازم تعدي اختبار لدورة تأهلي أنا بقى معداد دلوقتي قوي حتى لو عندك 40 سنة وهتبدأ تتجوز دلوقتي يا سيدي ماشي بس بالله عليك أصل تخيل معي كده لو واحد تتجوز وهو عنده أنا لقي واحد صاحبي اتجوز وعنده 17 سنة فتو هو في 3 سنة وحالينا عايش بو الرمز ماشي اتجوز يعني وابنه ابنه اتولد والواد عنده 18 سنة فهو دلوقتي الفرق ما بينه وما بين ابنه 18 سنة يعني لما ابنه يكون بيمر بفترة حرفيا لو الواحد بيمر بفترة أنا هبقى فاهمك أنا هبقى فاهمك يا لا ألا ابن عمي متجوز وعنده 14 سنة لو كان مؤهل ماشي عشان بس احنا هلا نخش ابن عمي ابن عمي من البحيرة متجوز وعنده 14 سنة كنت أخر مرة هناك من زمان يعني كان بيلعب كرة مع عياله عادي وعملين فريقين وبيلعب هو وعياله وبرضه عشان بس يبقى فيه فئة من الناس اللي بتسمع ما تاخدش الكلام على ما احمل تاني رجل أنا مش بقول الناس اللي عندها 14 سنة تقوم تتجوز لا مش بقول كده والله أكيد مش مفهوم من الكلام دا دلوقتي خالص ومش بتكلم على العصر بتاعنا احنا بوضح أنا بتكلم أنت دلوقتي عندك 18 سنة عندك 16 سنة أنا يا عم أنا داخل قولها سنة ويأعمل ايه اعمل اللي يخليك قادر تتجوز أنت عندك 20 سنة دي صعبة احنا ملكلام على العشرين اهو قال لي قلل المدة بحيث أن انت لما ابنك يبقى عنده 20 سنة يبقى أنت عندك 41 في حاجة يعني أنا عايزة أقولها وهي أن لو الأهالي لو الأهالي فعلا عارفين ولادهم سواء شباب أو بنات بيضطروا أن هم يعملوا لإجباع هذا الاحتياج هيكونوا أحوج الناس على التسهيل في الزواج ولكن هم للأسف الشديد عايشين في مية البطيخ وفي قصص يندلها الجبين والله يندلها الجبين والموضوع يعني مش بيد على حد يعني الموضوع سبحان الله يعني كأنهم بيساعدوا الشيطان على الناس الشيطان لوحده مش كفاء لأ إحنا كمان معه وعليك وده بسبب أن الجيل اللي صعب الجواز هو الجيل اللي تولد في أكتر فترة صعبة كلها كلها حروب هو جيل الجوز متأخر أصلا يعني هو جيل جدي يعني جيل جدي متجاوز بدري جيل أبهاتنا متجاوز متأخر فبالتالي هو مش مستنكر أن الواحد يتجاوز متأخر الوضع دلوقتي مختلف تماما الوضع دلوقتي مختلف جزريا عن فترات أو وقتهم يعني دلوقتي إحنا في الأحوج للستر في أحوج ما يكون للستر بنقول آه عايز مش مش فكرة أنك تجاوز الوضع بدري وخلاص ده هي كده والستر ده يروح جاهزوا جاهزوا عشان لو هيتجاوز بدري يبقى جاهز يعني أصلا معلش هي الفكرة وجاهزوا دي يعني يجاهزوا نفسيا مش أنك تبقى بني له بيت في الشألة في البيت مش جاهزوا البيت خالص جاهزوا يشير المسئولية يبقى راجل يتحمل معلح يعرف يصرف على نفسه كل الحاجات دي على فكرة تقدر تعلمها لابنك في سن ما بين 15 إلى 20 سنة وبالمناسبة كلمة صنعة دي مش معناها أنت تبقى صنايع رخام ولا تبقى سباك صنايع فوتوشوب دول حسن أبو الزبط دي أسيابنا كلهم صنايعي أي حاجة وحتى لو دول ده صنايعي لو أشوف ألمانيا دلوقتي البالك كلها قائمة على الصنايعي هم اللي مشغلين الدنيا والمهنة هناك مهنة دي محل احترام وتقدير كمان والصنايعية على عكس يعني مثلا لو الصنايعية هم أكتر ناس ما ينفعش تفرض عليهم رأي برا يعني ما ينفعش لو أحد صنايعي عنده فكر معادي جدا للقيم الغربية تداش تتغنى عنه محتاجه لكن لو هو مثلا مدير شركة لا لا معلش الكوربوريت هن تشاب أنا حبق أحس والله العظيم يعني إن الصنايع دي قوة الفريلانسر بيبقى عنده آه بيبقى عنده لحاكم أكتر على حياته فريلانسر آه آه نعم بعضهم بياميل للشغل بالمزاج وده للأسف يعني الحفرة للناس كتير جدا بتاع فيها اللي هو بيترك الموضوع للمزاج ومبيسعش للشغل إلا لما الفلوس اللي ماعطي يخلص أي فده نوع من الجهل عشان ما عندوش خليو آه عشان ما عندوش يعني إيه جوز الناس آه أو جهز الناس إن هما يكونهم قادرين على تحمل مسئلية الزواج في قرب وقت ممكن لأن اللحظة اللي الجواز هيتحول فيها للهدف أنت حياتك اتشحورت وهو اللي أسف تده اللي حصر الضبط أنت بتقضي فترة العشرينات دي فأقصر أنت المفروض نجوزك قبلها علشان تبقى داخل في جزء كامل من حياتك بيتاركا إليه وهي عندها شخص بيتاركا إليه اللي هو بص يا معلم إحنا لو ده ده غنف بعض إيه يعني فهم العروسة للعريس والجري للمتعيس إحنا بتوع بعض يابا أنا شايف أن الجواز جواز مش المشكلة جوازوا على الحل بجد بس هم مخلينه مشكلة أنا قسما بالله العلي العظيم لو كنت تتعلمت أكون بني آدم ودي ما بلومش عليها حد من أهلي بالمناسبة خلص بلوم عليها نفسي آه ما قدرش ما قدرش يعني لا مش هرمي كل حاجة على حد لا 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 لو كنت تعلمت أكون بني آدم بدري سيكا بدري سيكا يعني أنا ما كانش لازم يعني كان ممكن عادي وأنا بتفرج على سبيستون وشوف فريمي والناس بتقوم تنظف السرير بعد ما أنا كنت بتفرج ما كنت أقوم أعمل كده مش لازم حد يجي قول لي أقوم أعمل طب أنا كياحية أكيد تقال لي أقوم أعمل أنا ما عملتش لأنه واضح أن من شخصي أن أنا شخص ما بيحبش أن يكون فيه سلطة وعليا تأمره وتنهي منطقي فأنا بالتأكيد ممكن يكون بتناسى أو ذاكرة كذبة فاللي هو أنا كنت طرف فاعل أساسي فعدم كوني بني آدم لحد ما تميت 18 سنة فأنا لما باجي أقول لحد بالله عليك بالله عليك ما تلبسش نفس الجزمة اللي أنا لبستها ده علشان خطر صوابعي بقت مليانة كالالي صوابعي تعبت علشان أسوأ حاجة هتحصل أسوأ حاجة هعيشها في حياتي بجد واللعمري ما هسامح نفسي عليها يعني أنا لو حصلت أي حاجة وروحت في 60 داية وجرالي أي حاجة يا عم عادي واحد وراح لكن هزعل قوي لو لقيت إن بعد كل اللي أنا عمل أقوله لك ده أنت ترمي كل ده في الزبالة وإيه أنا بحب يحيى عشان يحيى أنا بقى حب بالله عليك عشان ما تجيش في يوم من الأيام وتاخد نفس المنحنة الجيبي بتاعي بالتفصيل يعني استقرأ الماضي عشان تستقرأ المستقبل يا عم ما تعملش زي يا عم أنا مش تنين طيب عني سؤال هل في مشكلة إن حد يتزوج وليس بيدرس في الجامعة على حسب لو كلية شمس وهوى ومية ما احترمنا للرجالة والبنات اللي في كليات الشمس والهوى والمية اللي بتديك وقت كافي جدا إن انت تكون تشتغل جنبها حاجة حتى لو تشتغل يعني دوام جزئي يومين ثلاثة في الأسبوع دوس طب فهندسة فهندسة انت عندك فرصة لا فهندسة تقدر تشتغل خد عندك بقى أول حاجة لو انت في مدني أو ميكانيك تاخد لك كرسو محترم بألفين جنيه عشان خاطر ايه يعني مراعاة لأخونا أحمد صبري في إزاي تحول ألفين جنيه المليون جنيه تاخد لك كرسو محترم كاد أو ريفت أو سولد ووركس فأجدع مكان مش هيكون بقى أغلى من ألفين جنيه في مصر كاد ماسترز اللي في شارع الطيران يعني بص مدلعك اهو ماركتينج ولا اي حاجة والله بس أنا رحت عندهم خدت كرس يعني حضرت حساتين وبعد كده قلت الموضوع صعب اهو يا جماعة رحت ماشي يبقى بقول لك كلب ما علينا كان في يناير سبعتاشر المهم خد كرس وبعد ما تاخد الكرسو داي معلم تعال لطلبة اعدادي اللي جايين ادي طلبة اعدادي انت كده واخد دنيا واخرى نزل الكرس على اليوتيوب وانت بتتكلم علم البلاشي عم وهيجيلك منه فلوس عشان محتوى بالمناسبة يعني ادي للشباب عايز بقى تخش من ناحية قد تكون غير اخلاقية ارسم الرسومات بتاعت العيال واخدوا عشرة جنيه خمسين جنيه على الرسمة ارسمها كاد وسلم وديها لهم مع مكتوب عليها اسمه واخدوا عشرة جنيه على الرسمة سهلة تعال قبل امتحان المتر واعمل كرس مجمع في سنتر من السناتر المرطرات اللي مليانة كمبيوترات جنب الجامعات وجنب كليات هندسة واعمل كرس للرجالة بصفة تكمين انت لو بتعيد السنة كل سنة بس معاك صنعة الكاد انت معلم مفيش حد هيخش هندسة في اعدادي لو بيحب الكاد هيبقى عايز يتعلم الكاد منك عشان خطر يبقى جامد جدا في الكاد بعدين ولو ما بيحبش الكاد ومش عايز يتعلمه عايزك انت اللي تكون سبب في نجاحه اهي صنعة انا شايف بصراحة ان الانسان فعلا لما بيوصل لمرحلة كده في حياتي يقول انا جاهز ان اشيل المسئولية انا قادر اشيل المسئولية بغض نظر هو عمره قديه بس يكون فعلا صادق مع نفسه ومش فكرة للوقع ايه انا جاهز بس مش عارف اصرف على نفسي انا هعمل كده ازاي وانا نايم طول الوقت على بطني وانا قاعد طول الوقت بفكر ايه ده هو المفروض اعمل ايه عشان اعجب البنات اه دي دي مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة جدا وانا بكلمك من واحد عاشها من واحد عاشها من فترة من 2015 2016 لحد 2019 وبسببها يعني حتى كان حد منزل ميم في الجروب اه ثلاثة اشياء لا يجب ان تسألها لا تسأل امرأة عن عمرها بيعمل ايه من 2015 ل2019 عشان الاستراد ده كله يعني يا الحمد لله بس ففعليا انت عايزني ازاي اكون بني ادم وانا ما تعلمتش ازاي اكون بني ادم مش انا بقى كياحي انا بتكلم على اللقاعد دلوقتي وانا شايف نمازج البني ادم هو الشخص الناجح وهو ان خلاص احنا حطينا معايير للنجاح ان النجاح ده هو الشخص المشهور اللي الناس بتحبه فانا نلاقي كل الناس بقى اخاطب يلا اخطبطاط بقى فاهم عايزي بقى مشترك انا عايز بقى رابر لا لا ابص انا عايز ابقى يوتيوبر اللي هو حرفيا ب Fe i ear انا عايز اجرب في كل حاجة ايه استطيم انت اجربت في كل حاجة هقول لك اه بس انا مش احسن واحد في اي حاجة من كل حاجة لاني بعمله يمكن لو كنت ركزت في هندسة كان زماني بقيت مهندس كويس لان انا كنت شاطر جدا في الرياضيات في سنوي كنت عبقري في الكيميا يمكن لو كنت ركزت في حاجة منها وكنت عملت يمكن لو كنت دخلت كلية تانية وركزت في اقصاد وعمل سيسايا كان زماني بقيت بن ايدام كويسكي. يمكن يمكن يمكن. يمكن لو كنت بدأت في الكتابة من بدري. وجيت على نفسي. والفلوس اللي استلفتها علشان خاطر اعمل يوتيوب. شوف بقى. ادتها لدار النشر. ونشرت لي. كان هيبقى زماني بقالي خمس سنين بنشر كل سنة رواية. وده بقى دافع لي ان انا اتخرج من بدري. وبرمي. خد بقى. خد بقى دي. انت بترميها على طرف خارجي. علشان انت عارف ان انت من جواك كنت انت سابب اساسي في المشكلة. انت من جواك كنت خايف ما تكملش الرواية. انت كأنك كنت مستني دار النشر تقول لك لا انت لازم تكون مشهور. علشان انت من جواك وقتها ما كنتش عايز تكون كاتب انت كنت عايز تكون مشهور انت كنت عايز الكتابة تخليك مشهور. لقيتهم بيقول لك لا انت لازم تكون مشهور عشان تكون كاتب شفت بقى اهدي يمكن دلوقتي اه يا اخي اول مرة صارح نفسي بيها والله العظيم اول مرة صارح نفسي بيها وللأسف شكلها غالبا طلعت حقيقية لان انا عوني وبسط لها من الزوية الناس بتكتشف نفسها في البودكاست اه ده حقيقية مصطبة بقى مصطبة ففعليا يعني ما تعملش زي ياسطة ملاش ياسطة عشان دي منطقة محرمة انطقة محرمة دوليا استعمال كلمة ياسطة اه بحبش الكلمة دي بس ولا يهمك يا صديقي يعني ده زريفة اه فما تاخدش نفس الشارع اللي انا دخلته لان اعرف في حلقة من حلقتنا وعصمت من قصة من مجموعة قصة سروعب بيكتبها صديق محمد عصمت وان شاء الله ستتحاول العمل كتابي قرأي فكم عم رفاعي التربي طلع لنا وهو في الترب دي قصة شبه حقيقية شبه حقيقية هتحكي لنا حالا يعني ولا هي موجودة لا لا هي موجودة في التعب بس انا مش احكيها عشان خطر ما بقاش برضو بحر وهي موجودة على اليوتيوب بس كانتر علانة عم رفاعي فهو بيقول بنقول له طبع عم رفاعي احنا خلاص عارفنا الطريقة هنمشي من هنا ونطلع شمال قال والله لو عايز تشوف الشمام هتلاقيه هنا الشمام مين يا عم رفاعي الكنتلوب لا يا خفة الشمام ده واحد كان محترم و بتاع وا 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 لما على شلة معينة عمل واحد اتنين تلاتة اربعة و في الاخر و يحكي قصة طويلة اوي ها ايه اللي حصل يعني ما انا قلت لك عايز تعرف خد الطريق ده الاخر يا ولد طب بقى انت صحابك كان لهم تأثير عليك في السكة اللي انت مشيت للأسف الشديد انا كنت اكتر واحد مؤثر على الناس انت اللي كنت بيتبوز اصلا لدرجة ان انا وصلت في الاخر لمرحلة ايه ده متى لو كان العيبو فينا ما احنا وما انت عمل ترمي كل حاجة على الناس انت دخلت من القوضة انت دخلت القوضة عمل تقلع وتعلق على الشماعات فجأة الشماعات خلصت جات الحاجة شالت كل الشماعات فانت لقيت نفسك داخل لابس هدوم كتير احمق اثمال بالية يا نهر اسود هعلق الحاجات دي فين يا نهر اسود ما فيش شماعات هتشيل اللي انت لابسه اه روح ترميها على الارض وطفت النور عشان ما تشوفهاش مم اه وانا كنت ماشي والحد فترة قريبة يمكن لحد دلوقتي في حاجات كتير قوي طف النور عن الحاجة ايه دا مش ممكن يعني غمض عينك عن الوحش مش روح سيت دوز نوت اكزيست لو انت مش شايفة فاني مش موجود اه ادي له ظهرك الحاجة بتدما ترندرتش وراك انكار مش طبيعي الله انكار انا بقى تصالحت مع كل دا امتى لما قعدت الوحدي يمكن انا مرتبط جدا بالكلام من دكتور عبدوهاب الميسيري لان انا عشت كلامه وعشت قشت التجربة دي عشرين عشرين انا كنت بقى تمتع بكل حاجة يتمناها اي بني ادم في الفترة دي من حياته لو اعتصت الناس تقولك الله على عطستك تفتح الانستجرام في اي وقت هتلاقي الناس عمالة تحب فيك على الهوى على الهوى طالع منكوش متسرح مستحمي معفن فيك اللي فيك الناس بتحبك اوكي يعني تقدير الناس سواء لو كان بالكتب او بالحقيقة موجود تاني حاجة معاك فلوس فعليا من الهوى انت بتطلع فيديو او تطلع لايف على منصة من بلد ما عشان خطر بلد دي ما تحبش اسمها يتقل لو حد عمل بس ايه سكرول كده هيلاقي تحتيك في واحدة بتقول كلام ما ينفعش يتقل خالص بيجيلك فلوس وانت طالع حرفيا بتعمل ايه بتلعب لعبة وطالع بعماسك للناس منكوش بتزع يعني ما عليش استنى بس اصلا انا بشوف حاجات ببعزارك انا ااسف انا ااسف انا اصلا شفت طالع له الجروبان اه ببعزارك وانت طالع بتزع لو واحد كتب كومنت ما عجبكش بتزع وبتشتم وبتتعفر بشكل ما الانفعال المبالغ فيه ده الناس الناس بتنفر منك لا ده التتفاعل معاه وبيزود ممكن يزود التفاعل الماشين بت ايه طيب اه خد بقى عندك كمان وبتاكل من دجاج بوندو ومفسوط جدا وبتاكل كل يوم مش اقل من 200 جنيه ما بتركبش مواصلات مع الناس ولا حاجة لأ انت ركوباتك كلها اوبر انت جامد قوي ايه الجمال ده وحاجات تانية مش عايزين نقولها انا كنت بحسوك تتكلم في العموب طالع بتتكلم عن نفسك اه انا بقولك اه عشرين عشرين الميننج المعنى انت بتعمل كل حاجة بعد كده لقيت نفسك وصلت للنموذج اللي انت كنت بتتريع عليه في فيديوهاتك يا بنيل بلوت تويست تاني هو انت كنت متدايق بقى علشان خطر فلان ده مشهور للمجرد ان انت بتحقد فعلا انه هو مشهور الله طب هو ليه كان مبسوط وانا ما كنتش مبسوط في مقولة بتلخص يقولك ايضا انت تتعيش بطل او تعيش تموت بطل او تعيش او تعيش لحد ما تموت شرير لحد ما تبقى انت الديفل او انت تبقى الشرير طب انت ليه مش مبسوط طب ليه فولانا اللي انت كنت تتتري عليه ده مبسوط قوي رغم ان انت عايش نفس حياته تقريبا تقريبا بكل حاجة انت عايش في كل المتعة اللي يتمناها اي شابة في منتصف العشرينات بس اش مبسوط اه ليه مش مبسوط ليه حصلت تلات حاجات فوقتني لحظة كان فيه راجل طيب كبير بيجي يمسح السلم الراجل ده مجاش واجه مكانه حد تاني شكله جديد فهو على السلم سألني معلش بس سلة كنت عايز جرد المية ومعلش يقولي لإيه بلى منين عطلت اكتشفت ان انا قعدت تقريبا سنة كاملة مفيش مفيش خالص ولا حتى الجمعة ولا اي حاجة خالص في اللحظة دي بقى ايه اللي هو هو انا بقيت كده خلاص يعني هل ختم الله على قلوبهم خلاص يعني الغريب ان انا وقتا ما صلتش بل عملت نفس الحاجة اللي انا كنت بعملها كل يوم نفس الغلطة اللي انا بعملها كل يوم نمت قسما بالله العظيم الساعة ما بين ثلاثة واربعة الفجر ودي لازم اقول تاريخ لازم اقول ساعة الستوديو اللي اضاءة في حمراء عشان النموس قط النوم دي الشقة اللي انا كنت قاعد فيها وصرفت في تجهزها وتوضبها حوالي من سبعين لمائة ألف جنيه دي مجرد ان انا عايز اقعد لوحدي انا صرفت كل الفلوس اللي جات لي من اليوتيوب ومن شغلي بقى سواء كان في بوديو او 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 كل حاجة اول فلوس اللي كنت محوشها ما سددت شدين اللي كان علي اللي انا واخده بل بقيت بديت ان انا اخد شقة عشان اقعد فيها الواحدي عشان اعمل فيها كل حاجة غلط انا كنت عايز اعملها يبقى انت انت هجرتك كانت ايه بقى فاهم فاهم في هجرتك وانت كنت عايز انت كنت عايز ده شاطر تعال لي بقى لما جيت بقى ادركت الحاجة دي وقعدت بقى انا كنت بقعد مع نفسي انا كنت بقعد والله العظيم انا انا ليه انا ليه اتعاطف مع سوائين التكاتك اللي معلين الصوت ولا ليه مع الشباب اللي في المترو اللي حطت سماعه ومعالي الصوت عالاخر لان انا كنت بعمل ده انا ما طيقش عاطف مكان فوش صوت انا دي اكتر فترة في حياتي شعري وقع وشعري بيض فيها عشرين عشرين ما كانتش انا وكنت ممكن نقعد بالثلاث تيام ما بنامش ولما بنام ممكن انام بالاربع تيام متواصلة مش انا بتعاطف مع الناس بتوع المترو مش بقى ادركتك لا انا بتعاطف مع بتعاطفك لا انت حط سماعتك وايش في الدنياك لا هو عايز سماعك انت مش عايز اوالي اسمع ما هو عايز توصلك رسالة بس سمع لينا دي رواية تانية بافكر فيها اصلا احيانا الحاجات بنتبقاش بها زمامك يعني لا سداني والله كل حاجة لي اما عسماع لي نرجع نرجع خطوطين فنايم وسايد بابل السعوديو مفتوح ونايم في قطي انا كل الحيطان سعود عشان اقلت لك ان انا عندي مشكلة في الحيطان البيضة انا كل الستوديو نابي للأسف واضاءات وابتاع فتلاقيني عمال حركة ايامين واشماد فكان ساعتها يدوب النور الشروق عارف انت بدأ يشأشأ فجاي من الشباك وانا سريدي مواجه بزاوية للشباك وسايد باب القوضة مفتوح وباب الستوديو مفتوح فيدخل نور احمر والبلكونة شفافة فبتدخل نور ضوء خفيف عارف لما والدتك تيجي تصحيك الصبح فتم جاي خبطك 3 خبطات كده 3 خبطات بتوع الامهات دول وانا بنام دايما على ظهري وعمل كده تابوت يقيم منام على جنبي عامل كده فانا يقيم عامل كده فخبطة كده 3 خبطات بتوع امي فصحيت ببص لقيت هيئة امي بإزدال الصلاة بتاع بعد صلاة الفكر وكان في ما يكفي من النور اللي يحدد لك الشكل اللي واقف ده ايه ازدال تقريبا بس ازدال طويل قوي للوق دينة لقيا ازدال فعارف انت بقى ايه فأجزاء من الثانية انت عقلك بيعالج المعلومات عارف انت ففي لحظة انت بس ادركت شوف بقى هل انت كنت مدي نسخة من المفتاح لحد فجالك ولا دي الحجة ماما لانها معاها المفتاح فجات فلسه هقول صباح الخير يا حجة اكونت اقول اذا اتنطرت نطرة من على السرير من الخضة قسما بالله شعر بيض قسما بالله العظيم شعر بيض وفي تلت فريمات كده حرفيا قال ولد انت بتدوس ساهمي مين ساهمي مين ساهمي مين تلت فريمات تاك 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 الضل او الخيال اللي كان واقف ده اندمك في الحيط الصود قلت ام صلي يا ابن الكزا ما فيش ام صلي بس فقمت صليت وقعت استغفر وقلت الشقة دي بكل اللي انا عملت فيها لازم اثبت تحت اي مسمة من المسميات سبحان الله يعني المالو عز وجل قال يعني وانا اعرض عن ذكري فانا لهم عيشة انضانك ما هي بقى المشكلة ان انت بتقول طب يا عم مفلانة هو ما هو مبسوط ممكن يكون ده الظاهر انت بتطلع بتضحك ومبسوط وكل حاجة سمحا تشايف ايه اللي بيصبها للأسف اللي في قال اللي جوه بيطلع برا على طول فتح ايحنا فيها يعني مش هتلاقي حماية ومركونة في المواسير فهي دي فاللحظة دي انا قلت لازم يبقى فيه اللوست عبد اللحظة دي تصل على اللوست عبد اللي ادركت لأ لازم لازم انت 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 احنا وصلنا لكده امتى وانا من الناس اللي خلت بيلوم علي خليه ان انا بتكلم مع نفسي كتير وانا خليت النفس على فكرة من الحاجات انا بقى لك بقى اصلي دي كانت سنة كورونا مفيش فيها حد كنت بقى في تكلم مع بتاع الدليفري لما بيجي يعني بفتح معها حوار يعني فانا اي حد عمالك بقى بقى تتكلم مع نفسي وزي ما بقولك انت بتكسف تبص الوشك في المراية انت لو وصلت للليفل ده لا انت عندك مشكلة صعب انت ده واخدنا وراك فانا اروح تداخل واخد دوش سائع وايه بدأت صفحة جديدة اشهد ولا إله إلا الله بس طيب انا عارف ان احنا طولنا جدا جدا لا بس الرجالة والانسات والكبار والصغيرين يا رجل عايب عليه لا اللي وصل للاخر الجالة يكتب اما قصة عبرة بصحيح لا يكتب يكتب دي هيكتب ازاي يعني يكتب يا سلام اه يكتب مرة واحد اسمه توق والتاني اسمه توق طيب في النهاية احنا بنحاول دايما يعني ان الضيف يكون لمقولة او قوة او حاجة معلقة معاقة واخدها ايه بوصلة بالنسبالي يعني او حاجة مهمة حاجة مهمة قوة مثلا حد او لنفسك او مبدأ في حياتك اه لا والله او في حاجة كتير قوي يعني بس اكيد في حاجة كده بتبقى ايه هي بتلمع لوحدها في جنبك كده في مقولة مثلا او في حاجة مقولة يعني اي حاجة ممكن تكون حاجة انت بتقولها لنفسك كل شوية صام حاجة زي كده اه عيط يا رحمك لا لا عيط لا لا ما تنفعش عيط يا حبيبي بلاش يا حبيبي بلاش يا حبيبي بجد بلاش كده عيط يعني انا ربنا بيحب لي يا عمي ابوس ايدك ده بقى من النقاشات اللي بتحصل ما بين الواحد ما بين نفسه ده الى اوقات قريبة جدا اه انا الفجرة شايف ان الكلام عن نفسه من الحاجات الصحية جدا اه من الحاجات اللي بتعالج اساسا فعيط اه عيط عيط يا حبيبي انا فعلا اكيد الناس بتعيط لانها يعني اه مش انت اللي قعدت وفقدت باكت النت عيط لا بس فعليا الحاجة اللي عايز اقولها ايه ما تستهترش بجد ما تستهترش بجد بقيمة ان ايه ان الدنيا ماشية معك لان هي اه خلاص اه في النهاية يعني وفي الختام نحب نشكره للاستاذ يحيى عزام خدتبانك من الى تتستكع اه نجي معايا بالبركة جدا وانا تمنى ان حلقة البودكاست دي تكون اه عجبت حضراتكم يعني دسمة اه جدا 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 وممكن نشوف في استلسلة اللي يحيى عزام بيحك فيها القصص الجميلة بتاعته يعني تمتع نفسك بالاسلوب والتفاصيل وبالحاجات الكويزة وهيكون في قصة مهمة اسمعها بعدها ان شاء الله بإذن الله بعد قصة مش مهمة اسمعها في الانتظار وفي قصة تانية اسمعها وربنا جات معك بالحظ او يعني سلسلة اسمعها وربنا جات معك بالحظ هلسف لكم الرابط بإذن الله بتاعت قنوات يحيى تخش وتتطلعوا معي علي يعني وتهتموت ولا ايه لا لا بك ده البلوت تويستر بتاع البودكاست دي السكرة شكرا يا يحيى حبيبي يا بحمد والله انا بجد والله مش رياء ولا نفاق ولا حتى مجاملة ومش عارف انت كان انا بحب حزم صديق حزم صديق كان قال عارف انت لما يجي حد يد دعي التواضع وقولي يا جمعنا انا غلبان انا مش عارف ايه عشان تقولي ده متواضع جدا والله ما كده بس فعليا قسما بالله العليل العظيم انا فعليا قال لي واحد قعد على الكرسي ده اتمنى في يوم من الايام اني ماكونش كده اتمنى في يوم من الايام اني كمان سنتين تلاتة دي يجي تقولي ايه يا ربي لو كنا يعني استنينا سنة ولا حاجة كنا الحقنا وهو بقى ايه بيصعد سلم الحنبالايس وهكذا فيارب يا رب يوما ما تكون الاعدة دي ما تبقى جامد يعني هتستكبر علينا ومش هنعرف نجيبك ايه والله اجيلك مخصوص والله اجيلك يبقى جامد انت بس ان شاء الله يا عمالبر شكرا حبيب ابو حميد ويعني حاجة شرفتني جدا ان انا جيت وبجد يعني احنا عادنا يوم كامل تقريبا احنا هنا من صلاة الجمعة تخيل فيعني اظن نقطع علاقتنا انت معتاك تكلم وحنا مش عارفين ننهي البودكاست مش عارفين ننهي البودكاست اه ايه ختم انت بقى وبس كده سلام عليكم لو عادنا للفجرة هنع ايوه من هي انها كده وبس كده لا لا عارف كده عارف انت ايه انت احسن حد ممكن اي حد يسافر معه حرفيا اه عسمة تقلي كده اه بجد اللي هو ايه نحطه على لستة خلاص حطه على لستة ماشي وبس كده سلام عليكم لا احنا هنا خلاص انت رايح فين احنا انت ايه انت بتقوللي ان انت لست ايه دي بقى بتبقى للجماعة اللي بيهي بيعضل الاخر يعني اه الازغليل ده